الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين عما بعد فأصيكم ونفسي معاشر المؤمنين بتقوى الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا أيها المؤمنون الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن فرطت فالنار هما محلان ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك ماذا أنت تختار أيها المؤمنون لو دخل علينا طفلٌ أو رأينا رضيع قد سلبت أموال أهله وقد قتل آباؤه وقد هدمت بيوتهم وقد طردوا وشردوا من ديارهم ثم وقفنا عند هذا الطفل الصغير الرضيع الذي لا حول له ولا قوة إلا بالله وقلنا له اصبر وأبشر فإن العاقبة ستكون لك ماذا عسانا أن يقالوا عنا ربما نتهم بالجنون أو نتهم أحيانًا بالمثالية التي لا يصدقها العقل لكنني ومن على هذا المنبر لعل أنثروا بين أيديكم هذا اليوم وعلى مسامعكم المباركة وعدًا من القرآن الكريم من ربكم جل في علاه يحقق وعدًا عظيمًا وثقةً بوعد الله كبيرة إن القرآن الكريم هو دواء القلوب المعلولة إن القرآن الكريم هو الشفاء لأن الله جعله روح ما ظنكم بأهل المصائب اليوم النفوس تعبت والقلوب أضنيت والكبود ربما تفتتت ونحن نرى ونسمع كل لحظة ولا أقول كل يوم من المصائب والهموم على حال أمتنا المكلومة أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصًا جناحاه إنني اليوم أريد أن أنثر لكم وعد الله المحقق وأبشركم بالأمل الذي سيكون إن كان الإيمان بمنزلة الجسد فإن الثقة بوعد الله بمنزلة الروح وإليكم سورة القصص هذه السورة التي تحكي فقط قصة موسى لكنها ما تكلمت عن قصة موسى مع فرعون وتفاصيلها مع بني إسرائيل إنما تحدثت عن النشأة وعن الولادة وعن الرضاعة وتحدثت عن خروج موسى من مصر إلى مدين ثم زواجه من ابنة شعيب وفي آخر السورة تحدثت عن قصة قارون إن الموضوع الرئيسي والعنوان الكبير لهذه السورة الثقة بوعد الله جل في علاه الثقة أن يوعد موسى وتوعد أم موسى بنصر عظيم وأن أم موسى تهدأ بعد الأحداث التي حصلت لموسى الله يقول لها إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين لكم أن تتخيلوا أم مهدد هذا الوليد لها بالقتل قبل أن يولد ثم لما ولدت حاولت أن تخفيه لكن الله جل وعلا أمرها بأربعة أوامر ربما العقل البشري لا يتصورها أو ربما لا يتقبلها أحيانا لكنه الاستسلام لله قال الله لها هذه الأم المسكينة التي بدأت معاناتها من أثناء حملها تضع هذا المولود فقال الله لها ضعيه في التابوت هل يعقل أن التوابيت التي يحفظ فيها الأموات يحفظ فيها رضيع لكنها استسلمت لأمر الله فوضعت موسى طفلا رضيعا في هذا التابوت الصندوق ثم لما وضعته يقول النبي صلى الله عليه وسلم ظنت أم موسى أن التابوت سيكون قريبا منها حتى تفتح وحتى ترضع وحتى يتنفس الرضيع حتى لا يموت لكن يأتيها الأمر الثاني ألقيه في اليم اليم بحر والبحر هلاك ظاهره وباطنه وهي ترى هذا البحر تتلاطم أمواجه فإذا بالقرآن الكريم وإذا بالآيات تصف ذلك المشهد ألقيه ولاحظوا القرآن ما قال ضعيه إنما ألقيه لو قال ضعيه بمعنى ضعيه ربما على أطراف الشاطئ لكن يلقى إلقاءا يرمى يحذف فحملته وأخته ثم ألقته في اليم ولكم أن تتخيلوا مشاعر تلك الأم ورضيعها وفلذت كبيدها في هذا البحر تتلاطم به الأمواج في هذه اللحظة خافت هي خافت على موت الطفل لأن الموت في البحر محقق خافت على أن يموت قال الله لها ولا تخافي حتى الخوف الطبيعي الذي جبلت عليه النفوس أنت ممنوعة منه في هذه اللحظة ثم ذهب عنها الخوف بأمر الله لكنها حزنت على بعد هذا الجنين والطفل فقال الله ولا تحزني ثم يأتيها الموعود إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين سورة القصص معناتها صدقوا بوعد الله شئتم أم أبيتم كأن الله يقول لمحمد يا محمد إنك ستخرج من بلدك وتخرج وستذهب مهاجرا لوحدك ولكننا نعدك بعودة ونصر وفتح عظيم ولذلك جاء في آخر سورة القصص في آخر السورة قال الله جل وعلا إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معات هو الذي قال لموسى وقال لأمه إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين أنتم متخيلين الوضع الذي كان فيه موسى هو لما رمي في البحر تقول أمه خفت عليه قال النبي عليه الصلاة والسلام أرضعت أم موسى موسى مع بزوغ الفجر من ثديها الأيمن وما غربت الشمس وجاع إلا وهو يرضع من ثديها الأيسر عاد في نفس اليوم والله يصف هذا المشهد يصف الحالة التي كانت فيها أشبه اليوم ما نشبهها بواقع سوريا أعانهم الله ونصرهم أو بواقع إحدى البلدان التي تعيش اليوم وطأة الظلم والاستبداد قال الله جل وعلا إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ليش؟ لماذا يا رب؟ ماذا تريد أنت الرب القدير؟ لكن لماذا هذا الاستضعاف؟ قال الله جل وعلا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وهامان ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ويبدأ مرحلة الاستضعاف من بداية ولادة هذا الرضيع من بداية الولادة وبالفعل يخرج موسى عليه السلام بعد أن قتل ذلك الرجل وبعد أن كبر ثم يعود بعد ذلك منتصرا متى نزلت هذه السورة؟ نزلت على نبيكم صلى الله عليه وسلم في يوم الهجرة في طريقه من مكة إلى المدينة كأن الله يقول يا محمد أنت اليوم تخرج وتخرج من مكة الرسول يخرج من مكة وهو يلتفت على الكعبة يقول والله إنك لأحب البقاع إلي ولولا أن أهلك يخرجوني لما خرجت وعيناه تذرفان دموعا على فراقه إلى أرضه التي تربى وترعرأ وولد ونشأ بها صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه السورة طمئنه ولما نزلت استقر لأنه صدق بموعود الله وهو يسمع قصة موسى عليه السلام الله يقول إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين السؤال موسى رجع أو لم يرجع وعد الله تحقق أو لم يتحقق قال الله جل وعلا فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ثم ماذا يا رب ولتعلم أن وعد الله حق يجب أن نعلم أن وعد الله حق ولذلك النبي لما دخل الغار مع أبي بكر رضي الله عنه قال له أبو بكر خوفا على رسول الله يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم المؤمن الواثق بوعد الله قال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا قمة التصديق بوعد الله لا ولم يقف الأمر عند هذا خرجوا من الغار نبيكم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ولحق بهم سراقة والقصة مشهورة سراقه بن مالك يقول كنت ألحق برسول الله ولم يكن بيني وبينه إلا كظهر فرس يعني خلنا نقول مترين أو متر نص حتى يقبض على النبي ثم يسقط بفرسه ولا يستطيع أن يصل لرسول الله ثلاث مرات قام سراقة قال يا محمد إني أعلم أنك رجل ممنوع أنا ما قدر أوصل لك ولكني أريدك أن تعطيني شيء لأني لو ذهبت إلى قريش الآن وقلت لهم أنني اقتربت من رسولكم أو من محمد ورجعت كذبوني لكن أعطني شيئا بمعنى علامة تثبت أنني وقفت ليس بيني وبينك إلا هذه المسافة التفت الرسول ليس معه شيء الرسول خرج مهاجرا ليس معه إلا أبو بكر الصديق فقال له رسول الله إني أعدك يا سراقة سواري كسرا تخيلتم موقف رجل فار هارب خارج ليس معه إلا صاحبه ويعد رجل سواري كسرا ضحك سراقة قال سواري من كسرا الروم أنت تتكلم عن مين أنت كسرا كسرا قال نعم كسرا الروم قال يا محمد ما عهدناك رجلا إلا صادقا أنت لا تكذب ولذلك سميناك الصادق والأمين لكن اكتب لي عطني شيء وثق هذا الكلام قريش وعدتني بمئة ناقة وعدتني بأغنام وعدتني بغنائم والآن سأعود شبه مفلس اليدين فقال النبي لأبي بكر اكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى سراقة ابن مالك يعيدك محمد سواري كسرا والسلام وخذ سراقة الكتاب ورجع فلما رجع إليهم قرأ عليهم ما كتبه أو كتب له من رسول الله صلى الله عليه وسلم سراقة أدرك وقت النبي لم يسلم سراقة ألا في يوم فتح مكة ولما رأى فتح مكة ورأى النصر العظيم بدأ يرى أن النواميس الوعد تتحقق هذا الرجل الذي لم يخرج إلا بصاحب معه ليس معه شيء في يديه ها هو اليوم يدخل مكة منتصرا فاتحا قال فأدركت عهد رسول الله يعني مات النبي وهو حي ثم أدرك خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فمات أبو بكر ثم أدرك خلافة عمر رضي الله عنه ولما فتحت المدائن فإذا أبي عمر بن الخطاب تحضر عنده الكنوز والذهب وإذا بسواري كسراء على صدر هذه الكنوز فوقف عمر بن الخطاب على المنبر يحمد الله ويثني عليه ويصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها الناس أبغوني أو دعولي سراقة فإذا بسراقة بن مالك كبير في السن يمشي قد احدودب ظهره ودق عظمه وشاب رأسه فإذا به يقبل على عمر وعمر على المنبر فقال يا سراقة أعطني كتاب رسول الله الذي أعطاك يوم الهجرة فأعطاهنا وله إياه من واحد إلى واحد حتى وصل إلى عمر وهو على منبره يقف ثم قال اسمعوا ما كتب رسولكم صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى سراقة بن مالك يعدك محمد سواري كسرى والسلام ثم قال عمر صدق صاحب هذا المقام والذي نفسي بيده إنه لا ينطق عن الهواء تعال يا سراقة وخذ ما وعدك رسول الله فإنها قسمة موعودة قسمة موعودة لذلك إذا صدق المؤمن العاقل بوعد الله استقرت نفسه وهدأت سريرته واستقر إيمانه وازداد كذلك إيمانه وتقرب إلى الله جل في علاه أيها المؤمنون ما من أحد من اليوم ما من أحد إلا وفي قلبه من الهموم والغموم وربما تحملت نفسه كثيرا من المشاكل والمصاعب هناك أصحاب حاجات هناك مرضى هناك أصحاب ديون كم بين بعضنا وزوجاتنا من المشاكل كم نذرف دمعا على بعض أبنائنا من سوء تعاملهم أحيانا كم بيننا وبين إخواننا وآبائنا وزملائنا وبعض أرحامنا وجيراننا كل هذه المصائب فضلا على مصائب الأمة المشتركة لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان وكالجسد الواحد اليوم ونحن ننظر الشاشات ونتابع الأخبار في سوريا في تلك الأحداث الدامية المبكية الموجعة وفي غيرها من بلاد الله الواسعة في أوساط أفريقيا في غيرها من البلاد التي تعاني ما تعاني إنها القلوب حينما تجرح لكننا حينما نسمع كلام ربنا نصدق بوعد الله ونعلم أن الذي قال لموسى أو لأمه إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين والذي قال لمحمد والذي فرض إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد يجعلنا نؤمن ونصدق بموعود الله تبارك وتعالى أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أيها المؤمنون إن الذي يصدق بوعد الله قد يغير الله له نواميس الكون وأضرب أمثلة ونماذج سريع ليستقر الأمر إن الله تبارك وتعالى وعد موسى ذلك الوعد وتحقق وإن من النواميس التي تغيرت في انتصار موسى حينما تاهت بني إسرائيل في الصحراء أربعين يوما وقف البنو إسرائيل عند موسى قالوا يا موسى لقد هلكنا وهلك العيال وجاع الناس وماتت البهائم فاستسقي لنا ربك فرفع موسى أكفة اللهم أسقنا الأصل أن يأتيهم ماء من السماء لكن الله تبارك وتعالى غيرنا وميس الكون حتى يعلم البشر أن الله إذا أراد شيء قال له كن فيكون الأمر جاء إلى موسى اضرب بعصاك الحجر يا ربنا أبغى مطر فأضرب الحجر قال ستضرب الحجر ويخرج لك الماء من الحجر وليس من السماء سأغير نواميس الكون لتعلم أن وعدي حق فضرب حجرا وانبثقت إثنى عشر أصبحت تمشي مثل الأنهار قد علم كل أناس مشربهم فشربوا وكانت تلك الحجر ترفع إذا أرادوا أن يتحركوا فيقف الماء وإذا وصلوا واستقروا وهبطوا وضعها في الأرض فجر الماء وذلك لأن الله قد وعد فحقق وعده يونس عليه السلام في بطن الحوت ومع ذلك هذا البطن الذي المفترض أن يموت منذ أن يلتهمه الحوت ويلتقمه لكن الله جعل هذا الحوت كوخا ومأوى ومكان استقرار إلى نبي من أنبيائه ولذلك فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون من الذي جعل هذا البطن المتوحش هذا الحوت إلى مكان استقرار لنبي من أنبياء الله إنه الوعد الذي وعده الله بل إن الله الذي أمر عن نار أن تحرق أمرها لما ألقي فيها إبراهيم أن تكون برداً وسلاماً الله قادر ينصر إبراهيم من غير أن يوضع في النار يفر يهرب ترك الليلة أو أن الله جل وعلا حينما ألقي في النار أنزل مطراً فأخمدت تلك النار لأن نواميس الماء تطفأ بالماء لكن الله أراد أن يقهر النار فقال الله للنار لا تنطفي ولا نريد أن نسكب عليك ماءاً إنما قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم هم قالوا للنار قالوا حرقوه والله يقول قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً فأصبحت النار برداً وسلاماً والذي جعل النار برداً وسلاماً جعل السكين التي وضعها إبراهيم على عنق إسماعيل لا تقطع السكين تقطع والله يأمر إبراهيم في المنام الذي رآه إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر فأتى إبراهيم واستسلم وسلم بل كلاهما استسلم لله وتله للجبين ولما وضع السكين على رقبة ابنه إسماعيل فقد أمرها الله أن لا تقطع تلك السكين حتى قال إسماعيل لإبراهيم يا أبتي إني لا أريدك أن ترى وجهي وضع إبراهيم وجهه في وجهه وبدأ يريد ذبحه من هنا من النحر قال لعلك حينما رأيت وجهي رحمتني لكن ضع وجهي في الأرض يعني على قفاي وضع السكين خلفي حتى لا تراني فترحمني ثم أقطع وأموت ومع ذلك ما تحركت تلك السكين لأن الله غير نواميسها إذا انصدقوا بوعد الله واعلموا أن الله تبارك وتعالى إذا وعد فإنه لا يخلف المعاد وأن الله جل وعلا كلامه وحديثه ووعده حق وعدل وصدق وسيتحقق بإذن الله جل في علاه نسأل الله الذي حقق هذه الوعود التي نؤمن بها في هذا القرآن الكريم والسنة النبوية ونراها عيانا بيانا أن يحقق لنا الوعد المنتظر في نصرة إخواننا المستضعفين في سوريا يقولوا آمين وفي سائر بلاد المسلمين ثم إني أبشركم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ونسأل الله جلت قدرته أن يحقق لكل واحد منا ومنكم ومن سائر المسلمين والمسلمات ما يتمناه ويرجوه في نفسه وأهله وماله وولده وزوجه وأمته إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم يا رب العالمين لا تجعل بيننا من المسلمين في هذا المكان المبارك صاحب حاجة إلا قضيتها ولا صاحب طلب إلا أعطيته اللهم إن يسألك يا حي يا قيوم في إن هؤلاء عبادك أتوك لي وأدوا فريضة من فضائضك اللهم إنه لا يعلم ما في نفوسهم إلا أنت اللهم حقق لهم ما يتمنون وأعطهم ما يريدون وأصلح لهم النية والذرية اللهم من كان من الحاضرين مريضا فاشفه ومن كان مبتلا فعافه ومن كان مدينا فاقضي دينا اللهم أصلح لهم زوجاتهم وذرياتهم وبيوتهم واجمع اللهم شملهم على الخير والطاعة يا رب العالمين اللهم يا ربنا وخالقنا ومولانا إنك وعدت وقولك حق وصدق نسألك اللهم أن تنصر إخواننا المستضعفين في سوريا اللهم أنت الله اللهم أنت الملك اللهم أنت القدوس اللهم أنت السلام اللهم أنت المؤمن اللهم أنت اللهم اللهم أنت الله اللهم أنت الله لا إله إلا أنت اللهم إنا نقول ما وعدنا الله ورسوله حق اللهم نسألك نصرا لأولئك المستضعفين اللهم إنه لا حول لهم ولا قوة إلا منه اللهم إنهم قد تشردوا فقد قتلوا فارحم اللهم ضعفهم اللهم ارحم ضعفهم اللهم إنهم لا حول لهم ولا قوة إلا بك اللهم قد تخلى الناس والخلق عنهم ولكن رجاءنا ورجاءهم بك كبير اللهم إنا نشكو إليك ضعفهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس أنت ربهم وربنا ورب المستضعفين إلى من تكلهم إلى عدو يتجهمهم أم إلى قريب ملكته أمرهم إن لم يكن بك غضب عليهم فلا يبالون غير أن عافيتك أوسع لهم نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له ظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والدين إلا نصرتهم يا حي يا قيوم اللهم نسألك النصر العاجل لإخواننا في سوريا وفي أركان وفي أوساط أفريقيا وفي العراق وأهل السنة في إيران وغيرها من بلاد المسلمين اللهم كلهم ناصرا يوم قل الناصر وكلهم معين يوم فقد المعين اللهم يا الله ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اجمع اللهم كلمتها ووحد اللهم صفها وأصلح شأنها في كل زمان في كل مكان وفي كل أمورها يا رب العالمين اللهم اجمع كلمة إخواننا في مصر يا رب العالمين وفي تونس وفي الجزائر وفي ليبيا وفي فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين واحقن اللهم دماءهم في اليمن وفي لبنان وفي باكستان وفي سائر بلاد المسلمين اللهم إن أمتنا جريحة مكلومة اللهم إننا نعوذ بك من هذا الضعف اللهم إننا نسألك أن تعيد لأمة محمد مجدها وعزها وسؤددها يا رب العالمين اللهم إننا نسألك أن تؤمن هذه البلد المباركة الطيبة بلد البحرين اللهم اجعلها آمنة مطمئنة يا رب العالمين اللهم اجمع فيها كلمتك على التوحيد والسنة اللهم وحد صفها واجمع كلمتها اللهم ارزقها الأمن والأمان وأزل عنها الفتنة يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح حكامها وولاة أمرها واجمع اللهم كلمة حاكمها ومحكومها اللهم يا ذا الجلال والإكرام من أرادنا وأراد بلادنا والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه يا ذا الجلال والإكرام الله ربي الله ربي لا أريد سواه هل في الحقيقة خالق إلاه الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيضا من عطاياه والناس يدعونه سرا والناس يعصونه سرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه هذا أيها المؤمنون وصلوا على نبيكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء دي القرباء وينهى عن البحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة واذكروا الله العظيم الجل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم آية في سورة القصص أنا أجز منكم إن لم تكونوا تحفظونها فأنتم قطعا تقرؤونها ولما ورد ماء مدين من هو اللي ورد ماء مدين موسى وجد عليه أمة أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين شوفوا القرآن الكريم هو دخل مدين اللي لفت نظره إنه وجد امرأتين تذودان تذود الغنم يرعيان الغنم وذود الغنم منع الغنم من دخولها مع أغنام الرعاة وهذا أيضا من سترهن لأنه إذا اختلطت الغنم مع الغنم الأخرى اضطرت المرأة والنساء يدخلن مع الرعاة حتى يفرقون الغنم ويخرجون أغنامها لكن من سترهن يذودان الأغنام حتى لا يدخل تدخل الأغنام أغنامهم مع أغنام بقية الرعاة هنا التفت موسى عليه السلام كلمة واحدة فقط قال ايش ما خطبكما ما خطبكما ما يحتاج الى كثرة الكلام ولا الاخذ والرد وانا احذر من قضية التساهل نعم صوت المرأة ليس عورة ما لم تتغنج قال الله اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن ايش من وراء حجاب يعني يجوز ان تسألها لكن من وراء حجاب هذا شرط الشرط الثاني ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض قال الله وقلنا قولا معروفا يعني لا تقولون كلام مميع كلام فائدة قولوا قول تحتاجون فقط ما خطبكم قالتا ما قالوا كلهم وحدة لكنها تكلمت بلسان اختها ايضا قالتا لا نسقي لا نسقي حتى يصدر ايش الرعاء حتى يصدر الرعاء حتى تقتضي الكل ما في احد حتى يذهبون ثم عللت ليش لا تظن في نظر سيء حنا ما طلعنا ولا جينا ولا نسقي اليوم وابونا ايش شيخ كبير هذه المشكلة عندنا. عندنا اب لكنه شيخ كبير. قال العلماء وهذا يقتضي ان ما عندهم اخ. لان ما جرت العادة عند العرب ان تخرج المرأة للرعي. قالت ابونا شيخ كبير بمعنى ما لنا اخ اصلا وكان ابونا في نشاطه وفي شبابه يقوم هو بهذه المهمة. فلما كبر وعجز اصبحنا نخرج انا واختي. قال الله جل وعلا موسى طبعا استنكر. ولما ورد ماء مدين. ثم لما وقف قال تذودان. والذود هو المنع. وايضا فيه دلالة على البعد. يعني حنما اقتربنا اصلا من الرجال. ثم قال لهم ايضا في مسألة مهمة بتلك العبارة المختصرة. فجلس لما سمع ذلك الجواب لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير اما في السن او في صحته. ثم جاءت الاية تقول فسق لهما. ثم سقى لهم وتولى الى الظل. وجميل انك تفعل السبب ثم تفعل ما هو بعد اعظم من هذا السبب وهو افضل الاسباب كلها. فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. راحوا طبعا البنات واخبروا والدهم شعيب. طبعا الصحيح ان شعيب ليس شعيب النبي. لان الشيخ بن سعد رحمه الله تعالى في تفسيره فيها الآية. يقول لا يعقل ان يكون شعيب هذا هو شعيب النبي. لان الله سبحانه وتعالى اما اهلك قوم شعيب اهلكم بعذاب يوم الظلة اهلكهم ابقى الله المؤمنين. قال فلا يعقل انه بقي المؤمنون من امة نبي وهو حي ولا يقفون امته مع بناته ونسائه. مستحيل ما يقوم بهذه المهمة. هذا اختيار الشيخ بن سعد رحمه الله تعالى وهو والله اعلم الارجح والراجح اعني وهو اختيار عدد كثير من اهل من اهل التفسير. زبدة الكلام انه مباشرة لما اخبروا والدهم قال الله فجاءته احداهما. المرة الاولى خرجنا للرعي كم واحدة? اثنتان. لان في حاجة من الخروج اكثر من واحدة. المرة الثانية ما يحتاج يطلع الاثنتين. لانك انت تخرج لاداء مهمة وغرض تحتاجه المرأة فنقل الخبر لا يحتاج اكثر من واحدة اصلا. وقال العلماء اليوم ما علينا اسمع ان بعض النساء اذا بغت تطلع للسوق عشان تشتري اكرم فم الله جزمة. اتصلت بجارتها وبنت عمها وخالتها. يجتمعنا عشر فريق كامل عشان يشتروا النعام. يخرجنا مجموعة حتى يشترينا حاجة واحدة. بينما المرأة لا تحتاج لخرج لا تخرج من بيتها. وبعضهم تقول انا امنع زوجي يخرج معي لاني اخاف عليه انه يفتتن في السوق ما شاء الله. هو يفتتن وهي لا. تخاف انه يفتتن. هذا مثل الرجل الهندي صاحب نظرية المرآة. الذي اكتشف المرآة هو رجل هندي. يقول ان اول ما اكتشف المرآة هو كبير في السن. نسيت الان اسمه لا يحضرني لكن عمره تجاوز التسعين سنة. فحمل المرآة وشاف وجهه. فجلس يبكي. طبعا ما يده انه. فجلس يتأمل يقول هذا الرجل الكبير عليه من الوقار والهيبة ما لا يعلمه الا الله. يعني يناظر صورة الشيخ هذا ويتأمل في تقاسم وجه وضعها تحت الفراش. وكل يوم يقوم يفتح المرآة يظنها صورة. فيتأمل في وقار هذا الرجل يقول ما اعظم هذا الرجل. وما اهيب هذا الرجل وما اكرم هذا الرجل. حرم تشكت فيه. فشافت يحط هالصورة تحت السنة. او الفراش. فجاءت من اليوم الثاني ففتحتها. وحطتها وشافت صورتها. قالت هذه الذي ابعده عني. هذه العجوز الشمطة. وجلست تتكلم عن نفسها ويتشوف نفسها. قال العلماء لو انك رأيت الامر بحقيقته لعرفت انك اذا اردت ان تكون وقورا كنت وقورا. واذا اردت ان تكون قبيحا كنت قبيحا. المرأة شافت نفسها قبيحة بحجة الغيرة. وانا اقول ردا على هؤلاء او هذه الاخت التي تقول احيانا انا ما بغى الزوج يدخل معي السوق. ليش? والله خاف يفتتن. المرأة مع الرجل في اي مكان. خذوها قاعدة يا ايها الاحرار. اياك اياك ان تترك زوجتك او ابنتك او احدى محالمك. ممن اوجب الله جل وعلا عليك القيام على حقها ان تتركها لوحدها في اي مكان في اختلاط. ليس شكا ولا قدحا في العفيفات الطاهرات لا. لكن منعا لاي وسيلة من وسائل الشر. وقطع باب الفتنة والشر. لانه ما خلى رجل بامرأة الا كان ثالثهما. شيطان. اقسم بالله العظيم في سنوات مضت في محل ذهب. كنت اشوف امرأة تلبس. اش تسمون انتم الله? البناجر هذه. وتحاول تدخلها في يدها والبائع هو الذي يمسك يدها ويدخلها في يدها. طبعا قطعا ان المرأة كانت عن طيب نية بلا شك. لكن هذا التجاوز الذي يجعلنا احيانا طيبة النية التي نتكلم عنها توقع فأسا في الرأس واحيانا تؤدي الى الموت والقتل. موسى عليه السلام قال الله فجاءته احداهما وحده. تمشي الفاء هنا تقتضي التعقيب والترتيب كم يقول اللغة فجاءته بمعنى انها ان المسافة يقول علماء كانت قريبة يعني والمكان كذلك كان امنا مباشرة فجاءته احداهما تمشي على استحياء الالف والسين والتاء تبين شدة الحياة ما قضى وجاءته احداهما تمشي على حياة لا على استحياء كناية على شدة الحياة الذي كان فيها يعني ما جاءت تركض ولا جاءت تولول ولا تتكلم بصوت عالي الله جل وعلا حذر المرأة اذا مشت في الارض ان تضرب برجلها قال ولا يضربن بارجلهن فيعلم ايش ارفع اصواتكم ما يخفينا ما قال الله ما يبدينا ما يخفينا من زينتهن يعني هي متسترة اصلا الله يقولها ما يخفينا لكن لانها تمشي تضرب برجلها اخرجت ذلك الذي اخفته المشي بالصوت العالي اما خلخالا او ما يسمى اليوم بمصطلح الكعب او غيره في مشيها السريع او المتسكع هذا قال الله جل وعلا يخفينا يبدينا ما يخفينا ابدت ما اخفت بالستر لكن هذه المشية ابدت هذه القضية قال الله جل وعلا تمشي على استحياء شوف العبارة ما قالت لا بساك الله بالخير وانا حقيقة جايها اشكرك وانت صراحة سوت معنا موقف حلو وانت رجال ما شاء الله ما ما تحتاج مباشرة قطعت عليه الطريق قالت ان ابي ربطتها بالرجل ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا بس فلما سمع هذا الكلام وذهب الى الى ابيها دخل عنده قال الله جل وعلا فلما جاءه كملوا ايش وقص عليه القصص مع الحريم وش قال لهم ما خطبكما بس لكن يوم قاب الرجال قص عليه القصص رجال يا رجال خذ راحتك سوله ما حد قال لك لا تسوله جلس الآن يعرض له كل ما حصل له وش حصل له في بيت فرعون ومع قوم فرعون وكيف طرد وكيف هرب عليه السلام ان الملا يأتمرون بك فخرج اني لك من الناصحين فخرج على حين غفلة من اهلها الى اخر الايات موسى هنا قال الله قص عليه القصص قالت احداهما استأجره يا ابت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين هذه الصفتين يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية صفتاء الولاية القوة والامانة اول شيء للمرأة هذه ذكية عرفت قوته من حمله للحجر واستطاعته ان يسقي لهما هذه قوة وعرفت امانته من ايش من عفته وكلامه المقتضب واحترامه للمرأة الاجنبية ولذلك لا يعلو الرجل في عين المرأة الا اذا كان هو عفيفا قبلا يترى عفته ان خير من استأجرت القوي الامين لا يمكن ان تكون هناك ولاية يجمعة الخير تقول استأجره عشان يرعى غنم راعي غنم قبل ان يكون نبيا راعي غنم نبغاه يكون قوي وامين واليوم ولايات فيها قضايا مسلمين ما نحاشوا هالظلمة لا شيء الفاري من تونس ولا حسني مبارك من مصر ولم يقتل اهوج القذافي في ليبيا ولم يحدث اليوم ما يحدث الا من الظلم والاستبداد ليس هناك لا امانة وهي اهم قضية عندنا ولا قوة منضبطة معتدلة تنبثق من الكتاب والسنة ان خير من استأجرت القوي الامين اليوم مع الاسف تختار لك شخص تضع فيه منصب وهو الذي يدفع بمسيرة وعجلة التغريب ويفتح الباب على مصرعيه طيب وين القوة والامانة يمكن القوة موجودة لكن اين الشرق الثاني وهي الامانة التي ستسأل عنها امام الله تبارك وتعالى قالت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين هنا ماذا قال له قال اني اريد ان انكي حكا احدى ابنتي هاتين بعض الناس يتحرج عندنا اليوم عدد تجينا اتصالات من بعض البنات والاخوات تشتكي تقول انا في بيت والدي عمري تجاوز الثلاثين واكثر اقل ما تزوجت انا اقول الاباء ليس عيبا ان تعرض ابنتك على رجل صالح تثق به هذا ليس عيب وهذا موسى عليه السلام تعرض عليه زوجة امرأة عرضها ابوها اني يريد ان انكي حكا احدى ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم تعرف قصة ابو بكر عمر بن الخطاب ابنته حفصة ام منا رضي الله عنها وارضاها ورضي الله عن ابيها وعن سأري صحابة نبينا وآل بيتي وامهات المؤمنين عمر لما توفي زوج حفصة قبل النبي عليه السلام تزوجت عمرا ثمانطعشر سنة ذهب يبحث لها عن زوج فاول ما راح قال من ازوجها افضل رجل بعد رسول الله منه ابو بكر راح عمر بن الخطاب الى ابي بكر وقال يا ابا بكر اني اعرض عليك حفصة تتزوجها قال ابو بكر لا لا ما ما ابغاها قال اعرضها الى عثمان فدخل على عثمان يقول فقلت يا عثمان تتزوج حفصة قال عثمان انحرج عثمان حي قال امهني ثلاثة ايام استخير وافكر ثم اعيد لك الخبر يقول عمر فانتظرت عثمان ثلاثة ايام يام جاء اليوم الثالث ما رد لي يقول بحثت عنه في المدينة فلم اجده يقول فوجدته في المسجد انا داخله طالع عمر يدخل عثمان طالع يوم شاف عثمان رجع وكبر الله اكبر يقول عمر حاجز صحيح فجلست بجانبه يعني جالس جالس لانت خلص يقول فاطال رضي الله عنه وفي بعض الالفاظ انه كان يقرأ من سورة النساء يقول عمر وانا جالس انتظر عثمان وهو يصلي قال فسلم وقلت يا عثمان عرضت عليك حفصة فوعدتني بعد ثلاثة ايام ان ترد علي وانتهت الثلاث ايام ورأيتني وانا داخل ففررت ثم تصلي وتطيل ما الامر قال والله يا عمر اني لا اريد ان اتزوج حفصة فصحق عمر يعرضها على ابو بكر فيرفض وعلى عثمان ثم يطلب مهلة ثم يتهرب ثم يعتذر فذهب رضي الله عنه وارضاه الى عليه الصلاة والسلام يشرح له الحالة فقال يا رسول الله اني عرضت حفصة على ابي بكر فاعتذر عنها وعرضتها على عثمان فطلب وقتا ثم تهرب ثم اعتذر فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر يتزوج عثمان من هي خير من حفصة ويتزوج حفصة من هو خير من ابي بكر وعثمان يقول من اللي ياخذر عن ابو وكر قلت من يا رسول الله قال انا اتزوجها يا عمر يقول عمر فنظرت فقلت يعني انت تتزوجها قال نعم يقول ففرحت طلعت من عند الرسول فرحان يقول فقابلت في وجهي ابو بكر فقال له اقابلت رسول الله قال نعم قال والله يا عمر انك عرضت علي حفصة واني كنت قبلها بليلة عند رسول الله فذكر لي حفصة واستشارني بالزواج منها فخشيت ان اذكر لك ما ذكر لي فاكون قد افشيت سرا من اسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان لي الا ان اعتذر ثم قابل عثمان وقال يهو يا عثمان اني دخلت على رسول الله فخطب حفصة قال والله اني كنت انا وابي بكر عند رسول الله فاستشارنا في حفصة فخشيت ان اخبر كأن عن ذلك فافشي سرا من اسراء النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك مشكلة لو تعرض ابنتك على احد صالح ايضا شعيب هنا عرضها على موسى وزوجها له وهو فقير لا يملك شيء بل زوج ابنته في التقسيط انجاز هذا اللفظ قال اني اريد ان انكحك احد ابنتي هاتين على ان تأجرني ايش ثمانية حجج فان اتممت عشرا فمن عندك يعني ليست لا نريد الان صداقا كاملا اعطينا في هالثمان سنوات اعمل عندنا ان عملت ثمان سنوات هذا الشرط الرئيسي ان جدت عليها سنتين اضافية واتممت عشر سنين فهذا امر من عندك واحسان منك فاتمها موسى عليه السلام كاملة تزوج موسى ثم اخذ زوجته قال الله جل وعلا وهل اتاك حديث موسى اذ رأى نارا موسى يمشي في الطريق فرأى نارا ماذا قال لأهله فقال الاهلي ايش امكثوا وش العلة هنا موسى رأى نار قيل نور وقيل نار حقيقية وهو يمشي في الليل في الظلام فخشي موسى انه اذا اخذ زوجته الى قرب هذه النار او هذا هذا النور عنها تكتشف تكشف امام الناس قال امكثوا اجلسي هنا لا تتحركين من هذا المكان وانا اذهب ارى الامر وهذه احدى الحكم الرئيسية ومنها انه ايضا يرى ما يكون اكثر ثم يعود الى اهله لكن قال امكثوا في هذا المكان اني اانست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى وهذا ايضا فيه دلالة على محافظة موسى عليه السلام وهذا كله قبل ان يكون نبيا عليه السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم فقضية الستر والمرأة امتنا قد استوسط بالنساء خيرا ولا يستطيع ايا كان هؤلاء الذين يريدون ان يضلوا هذه الامة وينادون الى شهواتهم من علمنة والابرالية فرحين بكل امر يذيعون بكل شر ويأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف وتجدهم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض كل قضية فيها مخالفة وفيها اختلاط وفيها نداء بدمج الجنسين من رجال او نساء تجدهم يبررون لها ويطيرون بها فرحا ويدعون انها هي الاكمل والاحسن والاسلم لو قيل للمرأة اليوم ادعي على من ظلمك هذا الاسلام الذي ظلم او الذين ينادون باسم الحريات والديمقراطية فالمرأة لو قالت اللهم من تقم لي ممن ظلمني لن يكون الظالم لها الاسلام ولا اهله ممارسات فردية اشخاص يخطئون في حق المرأة من المسلمين هذا وارد في كل مكان ومثل هؤلاء يجب ان يأخذوا عقابهم بالشرح انا اتحدث على الاسلام على احكام الدين على حقوقها في هذا الاسلام بل ان الله جل وعلا جعلها تتساوى في امور مع الرجل في ما يتعلق بالجزاء والحساب والعقاب واعطائها حقوقها فيما يتعلق في احكام الدين التي تتلاء من تكون مع الرجل قال الله جل وعلا فاستجاب لهم ربهم اني لأضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض قال من ذكر او انثى الامة اليوم ما تعاني مع الاسف من الغرب معاناة كبيرة في قرايا المرأة تحديدا اكثر من معاناتها من المنافقين الذين تلبسوا بالبستنا وتكلموا بألسنتنا وكتبوا في صحفنا وخرجوا عبر فضائياتنا واعلامنا واصبحوا يقولون ما يريدون بكل طريقة ولا يستحون ولا يرعوون ولا يتوقفون بل ولا يندمون ولا يعترفون بالخطأ واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا ايش انما نحن مصلحون هؤلاء التافهين من البشر ومفسدون في الارض هم من التافهين ولذلك النبي يقول عنهم صلى الله عليه وآله وسلم في اخر الزمان قال صلى الله عليه وسلم يتقدم من الخائن ويؤخر الامين ويصدق الكذاب ويكذب الصادق وتنطق وايش الرويبضة فلما قيل وما الرويبضة يا رسول الله قال ايش واش تعبير الرسول قال ايش التافه من الناس الذي يقول في امر الخاصة والعامة ويتكلم فيها وهو لا يعرف اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا ان امنوا كما امن السفهاء قال الله على انهم ايش هم السفهاء سماهم النبي تافهون وسمهم الله سفهاء لانهم بعيدون عن الحق لا يريدون حقا ولذلك الايات التي قرأتها عليكم في صلاة المغرب شوفوا القرآن لما جاء يناشد المرأة ويطالب النبي يا ايو النبي قل لي ايش لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين الادناء من فوق لتحت عليهن من جلابي بهم ذلك ادناء لا يعرفن المرأة تعرف كيف الانسان يعرف بايش اصلا يعرف بوجه ثم قال الله جل وعلا بعد الايات مباشرة لان لم ينتهي من المنافقون ميش علاقة المنافقين في هالايات والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجايرونك فيها الا قليلا ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا الامة اليوم تعرف حق المرأة المسلمة ولا عند امتنا شك في مكانتها الامة تعرف ذلك كلها المرأة تعرفون قصة المرأة التي كانت تصرع في عهد النبي صلى الله وسلم ودخلت عليه قالت يا رسل الله اني اصرع هي الان ما تشتكي الصرع يقول بعض الفقهاء انه جزء من الجنون وهو اخف مرض هي الان ما تشتكي المرض لاحظوا طيب ماذا تريدين قالت يا رسل اني امرأة اصرع ظن الموضوع ان فيه الصرع واني اذا جاءني الصرع اسقط واتكشف هذه مشكلتي بس اني اذا طحت انصرعت تنكشف ملابسي فادعوا الله لي على ايش? اتكشف ما قالت الا اسرع فقال لها النبي يخيرها ان شئتي سألت الله لك ان يعافيك من الصرع او سألته لك او تصبري ولك الجنة قالت له اصبر يا رسول ولي الجنة لكن فقط اسأل الله لي ان لا اتكشف خشية على على عورتها فاطمة رضي الله عنها لما جاءتها المنية وهي على فراش الموت كانت توصي تقول اذا مت تقول لعلي رضي الله عنه فلا تدفني في النهار انما ادفني في الليل قال لها علي لماذا? قالت لاني اخشى وانتم تحملونني على النعش يرى الرجال تفاصيل جسدي وهي ميتة وبنت رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي عنها ومغطاه بالكفن لكن تقول اخاف انكم تشيلوني في النهار في روني الرجال اثار جسدي وعائشة امنا رضي الله عنها وارضاها كانت لما مات النبي عليه الصلاة والسلام تخلع ملابسها في الحجرة وترتدي ملابس فدفن في الحجرة ابو بكر ابوها وكانت تخلع ملابسها وترتدي فلما دفن عمر قالت والله ما خلعت لباسا ولا ارتديت لباسا فانما دفن رسول الله في الحجرة فقلت انما هو زوجي ودفن ابو بكر فقلت انما هو ابي ولما دفن عمر فهو رجل لا يحل لي فكيف اتكشف عند رجل لا يحل لي وهو في القبر ميت ونحن نريد انا متأكدا ان هذا الصنف موجود اقول للمرأة انت استمعت الان الى عدل الاسلام ما فيه دين اقام حقا للمرأة كالاسلام عرف حقها اما زوجة اختا بنتا امرأة ايا كانت هي محفوظة ذو كرامة جوهرة مصونة الاسلام عرف قدرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم استشار ام سلمة كما تعرفون ولما دخل النبي والرسول على السلام كان محرم والصحابة محرمون ومنع النبي عليه الصلاة والسلام من الدخول الى مكة قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام اخلعوا احرمتكم وعودوا فليس لنا عمره الصحابة ما سمعوا فدخل النبي ويضرب يده ويقول هلكت امتي هلكت امة لا تسمع كلام نبيها وشافتهم سلمة قالت ما الامر يا رسول الله قال اني قلت لهم اخلعوا احرمتكم الحرام لا اخلعوه وارجعوا فليس لكم عمره لا تعتمروا فقالت ام سلمة رضي الله عنها يا رسول الله اخرج اليهم واخلع احرامك انت واحلق وسيفعلون الناس كما فعلت وخرج النبي عليه الصلاة والسلام وخلع الاحرام وحلق رأس وفعل كل الصحابة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرأة قيمتها في الاسلام واضحة كانت تشارك حتى في في المعارك تداوي الجرحى وتضمد الجراح وتقف في اواخر الصهوف يقولون في غزوة التبوك ثلاثون الف من المسلمين قال امامنا مئتين الفا من الرومان قال وقفنا النساء باعمدة الخيام والسيوف حتى اذا تراجع الرجال دفعوهم وزادوهم يقول الزبير من العوام كان نساء المسلمين في اليرموك اشد علينا من الرومان وكانت هند بنت عتبة تقول يا حماة الاسلام امن الجنة تفرون ثم تلتفت تقول يا ابا سفيان تقدم كفر فقد فعلت بمحمد قبل اسلامك الافاعيل واليوم ترجع تقدم ولا تتراجع يقول الزبير والله العظيم ان النساء كنا في تلك الغزوة اشد علينا من اعدائنا من قوتهن رضي الله عن الصحابيات من هند بنت عتبة التي اكلت من كبد حمزة وامرت وحشي بقتله وترصد له قالت كلمتها المشهورة بعد اسلامها الرسول وقف يبايع النساء فقالت له هند على ماذا تبايعنا يا رسول الله قال ابايعكن على ان لا تشركن بالله قالت سمعنا قال وابايعكن على ان لا تسرقنا قالت سمعنا قالت وقال وابايعكن على ان لا تزنينا تقول هند لما قال ولا تزنين قمت قامت فزت ما استحملت قالت يا رسول الله او تزني الحرة تبايعنا ما يحتاج نحن نساء حرائر لا نبايع على ان لا نزني لكن النبي مشرع لهذه الامة فكنا النساء من هذا الصنف اقول ما دامت المرأة سمعت وعلمت وتيقنت وآمنت انها محفوظة في دين الله مكفولة حقوقها كاملة فماذا عساها ان تقول لهؤلاء الناعقين الذين وصفهم الله بالقرآن بالصفهاء وسماهم نبينا بالتافهون ماذا عسانا ان نقول لهؤلاء الا نقولوا اسمتوا فالمرأة لا تريدكم نريد امرأة تخرج لنا اجيالا كالعلماء ابن تيمية وابن القيم ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد يقول الامام الشافعي محمد ابن ادريس ولدتني امي في فلسطين يتيم الاب ولد ابوه ميت قال فربتني امي حتى حفظت القرآن ولم اتجاوز التاسعة يقول لما جئت سن الخامسة امسكت امي اذني قالت يا محمد ابن ادريس اني اريدك ان تجمع شتات هذه الامة الامة مفترقة واريدك ان تجمع شتات هذه الامة يقول اكبرها الكلمة معي ثم ارتحلنا من فلسطين الى مكة وتعلمت اللغة العربية عنده ذيل وتعلمت الرماية وركوب الخيل ثم طفت الارضة واخذت علومها راح للم الباخداد العراق واخذ علم ابو حنيفة وذهب الى مصر وزار اليمن تقول فناداه الناس امه وعمره ستة عشر سنة قالوا يا محمد اجلس في المسجد الحرام حتى تفتي الناس فقالت امه والله لا تجلس على كرسي يفتى فيه الناس حلالا وحراما حتى تتعلم علم الامام مالك الامام مالك كان في المدينة ابن انس ومدرسة الامام مالك كما تعرفون مدرسة الاثر وابو حنيفة في بغداد مدرسة الرأي حتى ان الامام ابو الامام مالك يقول عن ابي حنيفة عن علمه يقول ان اهل بغداد يخرج الحديث من عندنا شبر ويأتينا من عندهم ذراع يعني يقيس كما يريد وله ان يقيس رحمه الله تعالى فهو امام الامام مالك خلاصة الكلام حتى اختم الصلاة قال لامه اتعلم علم الامام مالك واذهب اليه قالت احفظ موطع الامام مالك قبل ان تذهب احفظ الموطع اخذ الموطع ما وجده الا عند واحد من الطلاب طلاب العلم في مكة وجده نسخة يقول استعرتها منه تسع ليالي وحفظت الموطع كاملا كم في حديث الموطع هاي اخوان كم? ثلاثة عشر الف حديث ورتبها الامام مالك الحديث ثم اقوال الصحابة ثم اقوال المدينة ثم ماذا يقول ورأيه هو رحمه الله تعالى يقول اخذتها اخذت الموطة فحفظته ثم دخلت امي على الوالي في مكة وقالت ان ابني هذا يريد ان يتعلم عند الامام عند الامام مالك وكانت المدينة تابعة لمكة تحت الولاية فكتب للوالي هناك يعني الامير شفاعة يصلكم محمد بن ادريس يريد ان يتعلم العلم فاقبلوه احد تلامذتكم الخاصة يعني من طلابك الخاصين يقول الامام محمد فرحال معي واسطة من امير المنطقة وبروح هناك وسينتهي الموضوع يقول لما وصلنا دخلنا على الوالي فقرأها ثم قال ما وجدتم الا مالك اشفع عنده مالك ما يقبل الشفاعات قال فطلبته والححت عليه حتى خرج معنا قال فخرج والي المدينة مع والي مكة وطقوا الباب على الامام مالك وخرجت الجارية قال لها الوالي قولي الامام مالك ان الوالي يريدك وادخلت وتأخرت ثم خرجت اليهم قالت ان الامام مالك يقول ان كنت تريد علما فتوى المسجد الله لا يهينك وان كنت تريد لقاء به فخذ موعدا مسبق لا تجي ابن موعد قال فقلت له لها ان معي كتابا من الوالي كتاب من والي مكة قال فقال فدخلت ثم خرج الامام مالك يقول الحين يروي القصة محمد بن ادنيس الشافع يقول فخرجت معها كرسي فرجعنا ثم خرج الامام مالك وعليه هيبة والله ما رأيت مثلها قط حتى رأيت الخليفة والذين معه او الوالي يرجعون على وراء ثم خرج مالك وجلس قال ماذا تريد يقول ما رفع رأسه قال فسلمه الكتاب يقول فقرأ الامام مالك ثم رما به في الارض قال اذهب الى الوالي وقل له لا شفعة في دين الله ما عندنا واصطاتهم قال فقرأ اهل امام مالك ثم رما به في الارض فاخذ الكتاب يرجع الوالي يقول فاخذته من يده فلما اخذت الكتاب من يده قلت يا امام اني اتيتك من مكة ولدتني امي يتيما في فلسطين ربتني امي على ان يجمع الله على يدي الكلمة واني تعلمت اللغة العربية وحفظت القرآن وتعلمت على امام ابي حنيفة وذهبت الى اهل اليمن واخذت علمهم وكذلك الى مصر واخذت العلم فبقي علمك قال قال امام مالك ما اسمك قلت محمد ابن ادريس الشافعي قال تحفظ القرآن قلت نعم قال اقرأ من قوله تعالى ان الله فالق الحب والنوى في سورة الامعام قال فقرأتها وحبرتها ورتلتها حتى دمعت عينه قال ثم قال حسبك اقرأ من قوله تعالى لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط في سورة الاعراف قال فقرأتها وحبرتها حتى دمعت عينه ثم اختار لي اربع مواضع اخرى من القرآن قال فتأثر لمن مالك بكاء قال لي تحفظ الموطأ قلت احفظه من جلدته الى جلدته قلت تحفظه كما رتب يعني نفس ترتيبنا قال احفظه اكثر منك انت لي كاتبها تحدك قال فسألني في ستة مواضع فاجبته فانبهر ثم رفع رأسه مالك فنظر اليه يقول فرحت فقال مالك ان صحت فراسة صاحب المدينة يعني انا يقصد نفسه فانت امام من امة هذا الدين واني لارجو ما رجته امك لك ان يجمع الله بكشتات هذه الامة تفضل في مجلسنا اما انت يا الوالي اذهب الى والي مكة وقل له ان مالك قد قبل هذا الشاب ليس لاجل شفاعتك لكن لاجل ما يحمله من الكتاب والسنة فجلس الامام الادريس الامام محمد رحمه الله تعالى في مجلس الامام مالك اربع سنوات ثم اصبح يخلفه على كرسيه في المدينة يدرس الناس الكتاب والسنة نريد الامة اليوم المرأة المباركة التي استوصى بها النبي خيرا واوصى الامة بها خيرا ان تخرج لنا امثال هذا الرجل وغيره ونريد من هؤلاء اللبرالية والعلمانية والنفاق ومن يصفق لهم ان يكفوا الامة فيها من الجراحات والالام ما يكفيها ما نحتاج ان نجيد الامنا ولا جراحاتنا كفوا ولا تعترضوا على كتاب الله وعلى سنة رسوله نحن لسنا ضد ان تمارس المرأة حقوقها في حدود ما شرع الله لها لكن اياكم ان تكونوا كالاوصياء عليها وعلى الامة بحجة غيرتكم المزعومة المكذوبة فلن تكونوا اغير من الله ولا اغير من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اغير من ائمة الدين العارفين بالكتاب والسنة الراسقين كفوا عن هذا الهراء فقد فضحتم وافتضحتم وفضح امركم امام الملأ والله جل وعلا انزل على رسوله سورة براءة قبل موته وهي اخر سورة نزلت على النبي كاملة قبل موته سورة براءة التوبة فضح الله فيها المشركين والمنافقين وفيها اكثر من واحد وخمسين صفة لأهل النفاق حتى يقال الامة انكم قد افتضحتم ايها المنافقون اما انتم ايها الرجال الاحراب والاخوات الحرائر الله الله بالتمسك بغيرتكم المنضبطة اعرفوا للمرأة حقها وفضلها وقدرها وقوموا بما امركم الله به تجاهها والله الله بان تتمسكوا بقوامتكم واذكركم بقول الله جل وعلا ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان ايش لاحظوا ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم اثنين واشد تثبيتا واذا ايش لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما انتهى لا ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا اللهم اجعلنا ممن يستمع الموعظة فيتبعوا احسنها واجعلنا ممن يستمعوا الكلام فيتبعوا احسنه يا رب العالمين اللهم انا نسألك ان تجزي الحاضرين والحاضرات خير الجزاء اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا وقد غفرت جميع ذنوبنا وسترت كل عيوبنا اللهم اعطي الحاضرين سؤلهم وحقق لهم امنياتهم اللهم من كان منهم مدينا فاقضي دينا ومن كان منهم مريضا فاشفه اللهم اصلح لهم نفسه نياتهم وذرياتهم اللهم بارك في المؤمنات سميعني يا رب العالمين اللهم احفظ خواتنا المسلمات في كل مكان واجعلهن بالصحابيات مقتديات يا رب العالمين وحفظ الله نساء المسلمين انه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قصة اذكرها بتصرف عن رجل من اهل هذه البلد جلس في استجن خمسة عشرة عاما خلف القضبان وفي ليلة من الليالي بعد ان ارخى الليل سدوله وجد نفسه في زنزانة السجن اتهم بالقتل وحكم عليه بالقصاص كيف كان ذلك قال ما ان وصل من دورة عسكرية وكانت الفرحة ترفرف بقلبه ومشاعره وكان يحدث نفسه عن ليلة الانس ووقت اللقاء بالاطفال والاقارب بالاطفال والاقارب والاحباب وبعد وصوله بثلاث ساعات والابتسامة تعلو شفاها الاسرة ويداعب الاطفال فجأة وبدون مقدمات جاء من يطرق الباب بشدة وخرجت فاذا برجال الامن يسألون عني بالاسم كاملا فطلبوا مني مرافقتهم للسرطة وكنت لحظتها مطمئنا قال كانت المفاجأة المدوية والتي هزت كياني وافقدتني القدرة على التعبير حيث وجه الضابط المناوب تهمة القتل العمدلي قال انت قتلت المواطن فلان ابن فلان وانت مطلوب للعدالة يقول اسودت الدنيا في عيني وفقدت اتزاني ولم اصدق ما اسمع حاولت اقناع نفسي ان التهمة قد تكون لغيري وان الاسم مشابه او ان هناك سوء فهم او اي خطأ لكن المفاجأة زادت اتساعا بعد التحقيق معي بشكل جاد وادخلت الزنزانة وازدادت المصيبة بعد ان اوضح لي المحققون ان انكاري لا يقدم ولا يؤخر لان الشهود موجودون ويؤكدون صدق التهمة وانني القاتل الحقيقي يقول واصلت بالدفاع عن نفسي ومحاولات تبرئة نفسي حتى تمت احالتي للقضاء ولقد ظهر لي اشخاص لا اعرفهم شهدوا انني القاتل والادهى من ذلك انني وربي لا اعرف القتيل ولا اعرف الشهود وجلست في استجن خمسة عشر عاما لان ابناء القتيل قصر فبعد مرور هذه السنوات لم يعفوا الابناء ولا الوكيل الشرعي بل طالبوا بالقصاص وبعد خمسة عشر عاما من الحم والغم والالام والمعاناة جاءت المفاجأة جاءت المفاجأة الكبرى ففي صباح يوم الجمعة طلب مني رجال الامن الاستعداد لكتابة الوصية وابلغوني ان هذا اخر يوم في حياتي وان وقت التنفيذ للقصاص عليه حان وقته ولق نوني الشهادة وكتبوا سك الوصية بعد ذلك اقتادوني الى ساحة القصاص وكانت الجموع كبيرة ورجال الامن قد عملوا سياجا كبيرا حول الساحة وكان ذكر الله وكان ذكر الله لا ينقطع عن لساني وتم تثبيتي بالعمود واغلاق عيني وبدأ المسؤول في تلاوة البيات يقول وفي هذه اللحظات ذكرت الله ودعوته وقلت ربي ربي انني مظلوم وانت وعد وانت الصادق في وعدك وانت تسمع دعوة المظلوم وانا مظلوم وانت علام الغيوب فوضت امري لك لا اله الا انت لا شريك لك قال والله لم اكمل دعاي اثناء تلاوة البيات حتى سمعت اصواتا عالية وصراخا مرتفعا وسمعت صوت رجل يقول لا تقتلوا انا القاتل لا تقتلوا انا القاتل سبحان من يسمع نداء المظلوم سبحان من يسمع انات المضطهدين يقول وتبع ذلك اصوات كثيرة لم اعد اسمع ما حولي وتوقف البيان عن التكملة وسمعت احد رجال الامن يقول هؤلاء الشهود يعترفون انهم القتل وسمعت اخرين يطالبون بسرعة تنفيذ القصاص واستمر الجدل طويلا فبقيت في مكاني مكتوب والايدي مربوط القدمين والعيون مغطاة ثم يقول اتضح الحق وزهق الباطل وانطق الله الشهود في اخر لحظة يقول فجاء الامر بايقاف القصاص به وخرجت للدنيا مرة اخرى كمولود جديد لا اله الا الله ولربنا ازلت يضيق بها الفتاة ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تخرج لا اله الا الله هو ناصر الضعيف ومفزع كل ملهوف لا اله الا الله من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه لا اله الا الله من دعاه اجابه اذا اراد شيئا قال لهكم فيكون ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال جاءت امرأة الى بقي لاندلسي فقالت له ان ابني قد اسرته الافرانت واني لا انام الليل من شوقي اليه فليس لي ليل ولا نهار ولا صبر ولا قرار فقال انصري في حتى ننظر في ذلك ان شاء الله واطرق الشيخ وحرك شفتيه يدعو الله لولدها بالخلاص فذهبت فما كان غير ايام حتى جاءت وابنها معها فقالت اسمع خبره يرحمك الله فقال كيف كان امرك قال انني كنت في من يخدم الملك ونحن في القيود وبينما انا ذات يوم امشي اذ سقط القيد من رجلي فاقبل علي الموكل بي فشتمني وقال افككت القيد قلت لا قال من فك القيد من رجليك فقلت والله لا ادري ولكن سقط ولم اشعر فجاءوا بالحداد فاعادوه مرة اخرى وسمر مسماره وقيد رجله ثم يقول قمت فسقط مرة اخرى ذلك القيد قال فسألوني قالوا هل لك والدة قلت نعم قالوا تركوه واطلقوه فان خلف هذا دعوة مستجابة ان خلف هذا دعوة مستجابة فيقولوا اطلقوني فسأله الشيخ عن الساعة التي سقط القيد من رجليه فاذا هي نفس الساعة التي دعا له فيها الشيخ واني لا ادعو الله والامر ضيق علي فما ينفك وان يتفرج وربفة ضاقت عليه وجوه اصاب له في دعوة الله مخرج لا اله الا الله واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعا لا اله الا الله قريب يسمع ويجيب ويعطي البعيد والقريب ويرزق العدو والحبيب لا اله الا الله قريب يغيث الهفان ويشبع الجوعان ويسقي الضمآن ويتابع الاحسان لا اله الا الله قريب عطاه ممنوح وخيره يغدو ويروح وبابه ممنوح حليم كريم صفوح لا اله الا الله قريب يدعوه لا اله الا الله قريب جواد مجيد لا ضد له ولا ند ولا نديد اقرف للعبد وربي من حبل الوريد على كل نفس قائم وشهيد محمود ممدوح حميد لا اله الا الله قريب دعى المذنبين للمتاب وفتح للمستغفرين الباب ورفع عن اهل الحاجات الحجاب فهلا قرعتم الباب وناديتم العزيز الوهاب كما دعاه عبده يونس فجاءه الجواب فنادى في الظلمات انه لا اله الا انج سبحانك اني كنت من الظالمين فماذا كانت الاجابة اسمعوا الاجابة قال الله فاستجبنا له استجاب الله له بعد ان سمعت الملائكة صوته وقالت صوت معروف من عبد معروف ناداه في ظلمات ثلاث في ظلمة الليل وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الحوت فسبحان من سمعه من قعر البحار وهو على عرشه واحد قهار ونادي اذا سجدت له اعترافا كما ناداه ذنون بن متى واكثر ذكره في الارض دابا لتذكر في السماء اذا ذكرت لا اله الا الله يسأله من في السماوات والارض كل يوم هو في شان اين انتم اين انتم يا اهل الحاجات اين المرضى اين المديونون اين المستضعفون لماذا طرقتم الابواب كلها ونسي الكثير منكم باب الله لا تسألن بني ادم حاجة وسل الذي ابوابه لا تحجبوا الله يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم حين يسأل يغضب وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله واصحابي اجمعين حقيقة ما اعتت في كلمات رمضان ان اجلس على كرسي واتحدث للناس منها لاني لا اريد الاطالة لكني اعيدكم ان لا تتجاوز كلمتي ان شاء الله عشر دقائق الى ربع ساعة الامام قرأ سورة النمل اواخرها وقرأ بداية سورة القصص واحب الحقيقة في كل لقاء خاصة الرمضاني ان اتحدث عن السورة المشكلة عند كثير من المسلمين اليوم ليست في الحفظ انا اجزم ان اغلب الموجودين اليوم ربما ختموا القرآن والبعض ربما بدأ في ختمة ثانية وثالثة واجزم ايضا اننا نستمع القرآن في الاذاعة اذاعة القرآن او في بعض القنوات التي تبث القرآن الكريم على مدار الساعة المشكلة عندنا ليست في القراءة ولا في الحفظ ولا في الاستماع المشكلة عندنا في الفهم في معرفة مقاصد القرآن معرفة القرآن وكل القرآن الكريم اذا استطعت ان تعرف وحدة الموضوع العنوان العام استطعت ان تعرف معنى السورة انا سأتحدث عن سورة القصص لسبب لان الامام في الدعاء تكلم ودعا لغزة ولفلسطين وسوريا ولعل عنوان سورة القصص يتناسب مع هذا الواقع المؤلم الذي يؤلمنا جميعا اليوم يعني اكثر من مئة شهيد الى البارح في غزة واكثر من قرابة الف جريح الى اليوم كذلك هذا فقط خلال 11 يوم منذ ان بدأت او بدأت الصهاينا بالضربات الاخيرة المتتالية سورة النمل قبل ادخل في القصص تتكلم عن الاتقان الحضاري التفوق الحضاري وجاءت في هذه السورة واضحة خاصة في قصة سليمان عليه السلام ثم في اخر السورة ختمت انها لا يمكن تتفوق الامة الا اذا عرفت مداخلها الحضارية والعسكرية والمادية والقوة التي تكمن في تكامل ذلك كله وتحدثت في اخر السورة عن ربطها بالله جل وعلا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون الى اخر الايات وكأن المعنى يقول لا يمكن تتفوقون حتى في حضارتكم من غير استعانتكم بالله والرجوع الى الله اما سورة القصص عنوانها العام سورة القصص سورة مكية وهذه السورة العنوان الرئيسي لها هي الثقة بوعد الله ونصر الله هذا هو العنوان باختصار وذكر الله فيها قصة موسى مع فرعون لكنه ما فصل في قصة موسى مع فرعون انما ذكر ميلاد موسى ونشأة موسى ورضاعة موسى ثم ذكر خروجه من بلده عليه الصلاة والسلام ثم قتله لذلك الرجل الذي قتله ثم بعد ذلك ان اصبح نبيا ورسولا ثم اخر السورة تكلمت عن قصة قارون السورة تتكلم انك يا محمد سيتحقق لك وعد الله كما حققناه لموسى موسى تحقق وعده متى الله يقول كما قرأ الامام جل وعلا واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه القيه في اليم تخيلوا حرمه حامل ومبسوطة بهذا الحمل ثم يأتيها الامر السماوي وهي في حملها اذا وضعت هذا المولود ضعيه مباشرة في الصندوق في التابوت يقول بعض العلمة ان الوحي والالهام نزل عليها قبل الولادة واستعدت بيجاد صندوق ام موسى حرمه بشر لا يمكن تصدق ان الاطفال يحفظون في صناديق لكن الله اراد ذلك ضعيه في صندوق في التابوت يعني ضعيه في التابوت ثم ولدت الولد وتشمه وتضمه لكن الله يقول ضعيه في التابوت فاخذت ولدها وحطتها في الصندوق هل الصناديق يحفظ فيها الاطفال لكنها الامر الالهي شعنا ولا ابينا يجب ان نسلم فوضعت الولد في الصندوق يقول النبي فظنت المسكينة ان الصندوق سيبقى قريبا منها توقعت الصندوق جنبها تفتحه وترضع الطفل ويتهوى ويتنفس لكن جاه امر ثاني اشد القيه في اليم يا رب كيف القي صندوق تابوت فيه طفل قال القيه في اليم ولاحظوا القرآن ما قال ضعيه يعني حطيه القيه يعني احذفيه فحملته اخته وعلقته في اليم واخذ الموج يتلاطم بالتابوت والطفل في داخل الصندوق اسألكم بالله انتم خاصة ايها الاباء والامهات النساء هل تتحمل ان تلقي بولدك في صندوق او ان تراه في البحر داخل الصندوق تخيل هذا المشهد لو ولدك الآن في المستشفى وانت في المسجد والله انك ترقب الساعة وربما ترفع الجوال عشرات المرات وهما فيها زكمة وحمة فكيف بهذا الصندوق الذي فيه طفل فلذت كبد فعلقته في التابوت والتابوت في اليم ثم خافت ان الموج والبحر يأكله ويلتهمه ويغرق خافت الخوف الطبيعي قال الله ولا تخافي حتى الخوف ممنوع طيب ما راح اخاف لكن ساحزم على البعد والفراق قال ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك هي تسمع كيف وبعدين جت الآية وجاعلوه من المرسلين كيف الله جل وعلا في هذا المشهد يقول النبي عليه الصلاة والسلام والله الذي لا اله غيره والحديث عند احمد ان ام موسى وضعت موسى مع اشراق شمس ذلك اليوم وقد رضع من ثديها الايمن وما غابت شمس ذلك اليوم وجاع الا وهو يرضع من ثديها الايسر من الذي رده الله ولاحظوا الله ماذا قال في اخر السورة ستسمعونها غدا ان شاء الله الاية خمسة وثمانين او ثمانية وخمسين قال الله جل وعلا لمحمد عشان تعرفون القرآن متراكم القرآن مهم طلاسم قال الله لمحمد ان الذي فرض عليك القرآن ايش لرادك الى معاد تبغون المعنى يتضح اكثر متى نزلت السورة على النبي عليه الصلاة والسلام السورة نزلت على النبي يوم الهجرة باقي ست دقائق انا حاسب الوقت النبي نزلت عليه الآن السورة في الهجرة في طريقة من مكة الى المدينة تخيلوا الرسول المهاجر ليس معه الله بي بكر الصديق صاحبه فقط وشراقه بن مالك يلحق به يريد قتله يقول النبي فاختبأ النبي في الغار وجلس معه ابو بكر الصديق هذا المشهد انزل الله على النبي هذه السورة الرسول في الغار وهو حزين لكنه ليس حزن خوف ولا جبن عليه الصلاة والسلام لا انما حزين على عدم نشر هذا الدين وهذه الرسالة فانزل الله جل وعلا ما ظنك النبي يقول ليا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما وقال لا تحزن الله يخبروا ان لا تحزن اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فبقي النبي في الغار لما طرع من الغار لحق به سراقة السورة انزلت عليه خلاص اطمئن كأن الله يقول يا محمد لقد ذهب موسى وستذهب واخرج موسى واخرجت ووعدنا موسى بالعودة والنصر والتمكين والرسالة ونعدك انت بالعودة والنصر والتمكين وابو بكر يقول يا رسول الله والله لو نظر احدهم الى قدميه لرآنا قال لا تحزن ما عليك ان الله معنا ما ظنك باثنين الله ثالثهما ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي عناية الله اغنت من مضاعفة من الدروع او عار من الاطمي فخرجوا اذا بسراقة خلفه يقول سراقة ابن مالك كنت خلف النبي اذا سار بيني وبينه مسافة فرس سقطت وسقط فرس يعني بيني وبينه مترين متر نص تقريبا اذا قربت عند الرسول سقط فرس فقال سراقة والله يا محمد اني اعلم انك رجل ممنوع لا يمكن اصل اليك لكني اريد ان ارجع الى قومي بشيء انا وعدت اني اجيبك لهم حي ولا ميت قال النبي له ارجع يا سراقة قال طيب اعطني شيء لا تفشني هم وعدوني بمية ناقة ولو رجعت القريش وقلت اني رأيتك ولمسكتك كذبوني فاعطني دليل اني شفتك انت لا تكذب فقال له رسول الله يا سراقة عد اليهم وقل لهم ان محمد يعدك سواري كسرى قال له كسرى من انت من حاش انت رفيقك لحالكم كسرى من فيه كسرى غير كسرى الفرص قال هو اعني قال يا محمد تعيدني سواري كسرى وانت فار هارب ما معك الا صاحبك انك رجل لا تكذب اعطني ما يثبت كلامك انتفت على ابو بكر قال يا ابا بكر اكتب له بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله الى سراقة ابن مالك يعيدك محمد سواري كسرى والسلام وخذ الخطاب وحط في ثوبه ورجع ادرك ذهب النبي الى مدينة عليه الصلاة والسلام واستقر سراقة ابن مالك ادرك حياة النبي فمات النبي عليه الصلاة والسلام وادرك خلافة ابو بكر ومات وادرك خلافة عمره رجل كبير كبر سنه فلما فتحت مداعم فارس واخضرت الكنوز وقف عمر عضي الله عنه على المنبر وهو يقول يا ايها الناس اني سألقي عليكم خطابا لكني اريد سراقة سراقه ونادى سراقه جاي سراقه مع عصا رجل كبير شاب شعره ودق عظمه وانحنى ظهره وتقدم سراقه فاذا به يرى عمر قال له يا سراقه اعطني كتاب رسول الله يوم الهجرة اطلع الكتاب وناوله من امامه حتى وصل الى عمر ثم قرأه عمر من محمد بن عبد الله الى سراقة ابن مالك يعيدك محمد سواري كسرى والسلام قال عمر صدق صاحب هذا المقام قم يا سراقه واخذ سواري كسرى كما وعدك محمد صلى الله عليه وسلم السورة واضحة ان وعد الله سيتحقق ولذلك عنوان السورة كما قلت لكم التصديق بوعد الله اسمعوا ماذا قال الله ليوم موسى قال الله فرجعناه الى امه كي تقرى عينها ولا تحزن ثم قال بعدها ولتعلم ايش ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون وعد الله حق وفي تشابه السورة بين موسى وبين الرسول ساتركه لانني قيدت نفسي بوقت سالتزم به كما حقق الله النصر لمحمد وحققه كذلك لموسى عليه السلام وان الله وعد النصر لكل اوليائه الرسول رجع الى مكة ودخل بالمناسبة سراقه بالمالك ترى ما اسلم الا يوم فتح مكة يقول لما اقدم محمد منتصر فاتح معه جيش عرمرا يقول ونظرت اليه وابو سفيان يقف على الجبل فاذا بابو سفيان يقول والله لو دخل محمد شبرا لقد طعته بسيفي هذه والرسول يدخل يقول للصحابة لا يتكلم منكم احد ولا تحدثوا فيهم شيئا اتركوا الامر لله ولرسول والصحابة سكوت وابو سفيان ماسك السيفين وتحداك يا محمد تدخل فلما اقبل الرسول ابو سفيان ماسك السيفين ووراه جيش قال النبي الحكمة والعقل وبعد النظر قال عليه الصلاة والسلام يا ايها الناس يقصد قريش من دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار ابي سفيان فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن ابو سفيان ماسك السيف الرسول يقول ليدخل بيتك ما راح نقول له شيء. فاستحى وانزل سيفيه. التفت على العباس قال اسمعت ماذا قال? قال سمعته. قال ايقصدني? انا المعني? قال والله انت المعني. قال افي ديني محمد هذا? هل محمد ينزل الناس منازلهم? قال العباس نعم. فقام سراقه والتفت للحوار بين اثنين قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. خلاص ايقا انه صاحب قوة. دخل النبي وحطم الاصنام في بعض الروايات ان الاصنام ما حطمت لا بفؤوس ولا بغيرها. لكن النبي دخل ورفع يده وهو يقول قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وتحطمت كل الاصنام. ولما خرج النبي من الكعبة ابو سفيان بغى الاسلام. قال العباس اتراني لو ذهبت الى محمد اطلب دينه? ايقبلني? قال نعم. قال كيف يقبلني? وانا طرته من بلده وهجرته وتكلمت عليه وآذيته وقدتلت اصحابه. قال اذهب اليه. واذا وقفت امامه قل له ما قال اخوة يوسف ليوسف. قال وش قالوا له? قالوا تالله لقد اذرك الله علينا وان كنا لخاطئين. وان لم يستمع فكررها عليه. يقول واتيت النبي قلت يا محمد هذا ابو سفيان اني اريد ان ادخل في دينك. اني رأيت من ديني كما لم اره في ديني. فالتفت الرسول صدعا لانه متأذي منه. ويلتفت ابو سفيان على الجبل ناظر العباس وهو يشير اليه كما في البخاري يقول اعد اعد كلامك. قال يا محمد اني يريد دينك. ثم قال اقول لك ما قال اخوة يوسف ليوسف. تالله لقد اثرك الله علينا. وان كنا لخاطئين. ثم كررها ثلاثا ودمعت عيناه عليه الصلاة والسلام. ثم رفع رأسه وقال كلمته الشهيرة المدوية. لا تذريب عليكم اليوم. يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. لا تذريب عليك يا ابو سفيان. قتلتنا وطرتنا وتكلمت علينا وقلت فينا ما قلت. لكنك اليوم اتيت الى دين الرحم. والى رحمة وسعت كل شيء. رحمة الله جلت قدرته. نحن واثقون بنصر الله. والذي يدور اليوم في غزة يعلمنا. والذي يدور في سوريا من ثلاث سنوات قطع قلوبنا وازعجنا وآلمنا. لكن الى الله المشتكى. اليه وحده المشتكى. اليه نفزع. اليه نرجو. اليه نطلب. سمعنا قول الله جل وعلا فيما قرأ الامام. اما يجيب المضطر اذا دعاه. اللهم اننا نشكو اليك ضعفهم. وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس. اللهم انت ربهم ورب المستضعفين. اللهم انت ربهم ورب المستضعفين. اللهم انت ربوا اخواننا في سوريا وفي غزة. اللهم انه عالمنا اجلاو اطفالهم. اللهم انه عالمنا دماءهم التي تسيل. اللهم انه لا حول لهم ولا قوة الا انت. اللهم لا راحم غيرك ولا ناصر سواك. اللهم ان اليك نشكو ضعفهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس. انت ربهم ورب المستضعفين. الى من تكيلهم يا رب. الى عدو يتجهمهم. ام الى قريب ملكته امرهم. ان لم يكن بك غضب عليهم فلا يبالون. غير ان عافيتك اوسع لهم. اسألك بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات. وصله عليه امر الدنيا والدين. اللهم انصرهم نصرا عاجلا غير ااجل. اللهم ارحم الاطفال المساكين. اللهم ارحم الاطفال المساكين. اللهم انه لا حولنا ولا قوة الا بك. ندعوك ونستألك انت ربنا ورب المستضعفين كلهم راحما ومعينا ومؤيدا ونصيرا واني اقول لكم رغم هذه الالام ورغم هذه الصور المؤلمة الا ثقوا بنصر الله. وثقوا بوعد الله. فان الله ناصر دينه. ومعز كلمته. وموفق اولياءه. وان حزب الله هم المفلحون. وان اهل الايمان هم المنتصرون. لكن الله يقدم ويؤخر لحكمه. ويعطي ويمنع لحكمه. فلا راد لقضائه. ولا معقب لحكمه. جل سبحانه وتعالى في علاه. اللهم حرم هذه الوجوه الجالسة على النار. وسائر المسلمين والمسلمات. اللهم من كان منهم له حاجة فقضها له. واعطيه اياها. وارضيه يا رب العالمين وارض عنه. اللهم اعطي الحاضرين والحاضرات. وسائر المسلمين والمسلمات. كل ما يتمنون من خير الارض والسماوات يا رب العالمين. انك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اننا نسألك ان تحفظ علينا امننا. في بلاد الحرمين الشريفين. اللهم من اراد امننا وبلادنا وحدودنا. ورجال الامن وولاة امرنا وعلمائنا وسائر المسلمين. في هذه البلاد بسوء فاشغله في نفسه. واجعل تدبيره تدميرا عليه. يا قوي يا عزيز. اللهم اننا نسألك ان تصلح احوال المسلمين. في مصر وفي تونس وفي اليمن وفي ليبيا وفي باكستان. وفي العراق وفي كل بلد انك على ذلك قدير. اسأل الله ان يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام. وان يجعل العمل كله خالصا في رضاه. جزاكم الله خيرا على جلوسكم. وحسن استماعكم. والله اعلم وصلى الله نبينا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارتفعت اصواتهما يعني يتخاصمان. ارتفعت اصواتهما في المسجد. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام. ثم رجع. ثم التفت الى الناس وقال اما والله. يعني تخاصمان. ارتفعت اصواتهما في المسجد. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام. ثم رجع. ثم التفت الى الناس وقال اما والله. انني قد دخلت عليكم لاخبركم عن ليلة القدري. اما اني وقد وجدت هذين قد تلاحى يعني تخاصمة. فاني نسيتها. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ليقول للامة. ترى موعد ليلة القدر هي الليلة الفلانية. ولما اختصما رجلين تغير الموضوع. انا بس الكم سؤال. كم بيننا من الخصومة? وكم بيننا من المشاكل? وكم في قلوبنا مع الاسف الشديد? احيانا من الحقدي والحسدي والغلي والبغضاء? كم تسمعون من قضايا التظلم في المحاكم? هذا ماكليا مال يتيم? وهذا اخذ مال اخوانه الورثة? وهذا اخذ مال زوجة ابوه? وهذا اخذ اموال عمال وخدم عنده? فنجد من المشاكل الشيء الكثير. اسألكم بالله. اذا كان ليلة القدر اخفيت بسبب مشكلة بين اثنين. فماذا نقول عن امه? الا من رحم الله يدور فيها المشاكل الشيء الكثير. الامر الثاني. انا عادة اتكلم في لقاءات رمضان عن السورة التي يقرأها الامام. لكن بمناسبة العشر ولم يبقى يا جماعة انتم كنتم ولا زلتم في هدية من الله. الله اهداكم شهر اسمه شهر رمضان. اليوم انهينا عشرين يوم. الليلة ليلة واحد وعشرين. يعني ذهب الثلثين وبقي ثلث. وباقي ثلث واحد. واعظم الايام والليالي في هذا الشهر هي هذه الليالي المباركة. ولذلك النبي اعتكف اول رمضان. العشر الاول من رمضان اعتكفها النبي. ثم نزل عليه جبريل. قال انها ليست هنا. يعني مين موجودة ليلة القدر في العشر. فاعتكف العشر الوسطى. فاخبره جبريل انها ليست هنا. ثم اعتكف العشر الاخرى. فقال له جبريل بان الله يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم ان يتحراها في هذه العشر. النبي عليه الصلاة والسلام فتح لنا باب. تبغون الذنوب تغفر. كل واحد يسأل نفسه سؤال. كم ذنب ارتكبته في رمضان الماضي عام الف واربعمائة وخمسة وثلاثين? الى البارح. كم نظرة حرام? كم غيبة? كم نميمة? كم حسد من انسان? كم وكم عدد? اذا جلس الانسان يتذكر ذنوبه ربما يغمى عليه من كثرتها. لاحظ انك لو تقوم ليلة القدر ليلة وحدة بس تقومها ايمان احتساب. والله العظيم يغفر لك ما تقدم من ذنبك. يغفر لك كل الذنوب. وهو ليلة واحدة. حن الشيطان اغلبنا اسمحوا لي. من يوم يصلي الامام وهو يناظر الساعة. وكأن عندها اشغال الدنيا. وهو والله ما عنده ولا شيء. لكن الشيطان يشغله. ويحسس ان عنده امور كثيرة. نعم المعذور معذور. الله في ناس معذورين موظف. انسان عنده امور مهمة مع ان القيام فرصة. لا تخسر ليلة تصليها فيها الليالي. وانا بطلبكم طلب وبانصحكم نصيحة. لا تفوت عليك من الليلة ولا يوم. تترك فيه صلاة القيام ابدا. يمكن الليلة التي تصليها وانت صادق ايمانا واحتسابا توافق ليلة القدر باختصار. تبغلني عيش ليلة القدر انا بعيشكم اجواء ليلة القدر ثم اختم كلمتي. الله يقول اننا انزلناه ايش? في ليلة القدر. وش هو لنزله في ليلة القدر? وش هو? جاوبوا. القرآن. طيب وش افضل? هل القرآن هو الذي فضل رمضان? ولا رمضان فضل القرآن? يعني رمضان اعطى القرآن قيمة ولا القرآن اعطى رمضان قيمة? القرآن هو الذي اعطى رمضان قيمة. لانه نزل القرآن فيه. طيب كيف? يقول الله ان انا انزلناه في ليلة القدر. هل القرآن نزل عن النبي في ليلة وحده? ولا نزل طوال دعوته صلى الله عليه وسلم ثلاثة وعشرين سنة? نزل على النبي في ثلاثة وعشرين سنة. طيب كيف نزل القرآن في ذلك القدر نزل من السماء السابعة الى السماء الدنيا في بيت اسمه بيت العزة في الجنة نزل القرآن من السماء السابعة للسماء الاولى نزل كامل وبدأ ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم متواترا منجما طيلت دعوتي عليه الصلاة والسلام طيب والصفات هذه الليلة قال الله اننا انزلناه في ليلة القدر وش معنى القدر وش معنى القدر تحمل معنين المعنى الاول ذكرت المكانة سمو قدرها لمكانتها وتحمل معنى ثاني ان الله يقدر فيها مقادير العباد في هذه السنة القادمة واجتمع المعنيين في سورة الدخان اننا انزلناه ايش في ليلة مباركة فيها بركة انا كنا منزلين قال الله فيها يفرق كل امر حكيم في هذه الليلة وبعض الناس يحرم نفسه قال الله في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر كم من الاشياء تقول ليلة القدر كبيرة وعظيمة لكن الله يعظمها في امر انت ما تعرف قدر الاجر فيها يا جماع النبي لما قال وان لله كل ليلة عتقاء من النار كل ليلة الله يجعلني واياكم من هؤلاء ثم قال النبي واذا جاء اخر ليلة اخر ليلة من رمضان اعتق الله فيها ما لم يعتق في غيرها قال واحد من الصحابة اهي ليلة القدر يا رسول الله قال لا ليلة القدر لا ليست هي قال اذا ما هي قال انما يوفى العاملون اجرهم في اخر عملهم هذه الليلة الله من قدرها العظيم اتحداك تقدر ما فيها من الفضائل والبركة ولذلك قال وما ادراك ما ليلة القدر ما تدري انت ما تعرف قدرها ثم قال ليلة القدر ايش? قال خير ولا مثل? خير يعني افضل من كم شهر? الف الف شهر كم سنة تطلع? اربعة وثمانين سنة. يعني استجدة والركعة فيها كأنك سجدت وركعت لله اربعة وثمانين عام. الدمعة في ليلة القدر كأنك بكيت اربعة وثمانين سنة من خشية الله. الصدق في ليلة القدر كأنك تصدقت اربعة وثمانين سنة. يا جماعة فضل من يضيع للفضل? لو قال لك مديرك الان اعلن الان الديوان الملكي ان كل موظف يداون بكرة من الصباح الين الفجر بنعطيه راتب اربعة وثمانين سنة. ها تروحون ولا لا? حتى المتقاعدين يروحون. لان يريد الدنيا يا جماعة الله ماذا يقول? يقول ليلة تصليها ايمانا واحتسابا اعطيك قدر اربعة وثمانين عام كأنك صليتها وصمتها وقمتها وفعلت كل البر والطاعات فيها خير من الف شهر. طيب وش فصها? تنزل الملائكة. الملائكة موب واحد عدد. وقيل شوفوا هذا الكلام ترى مهم. يقول العلماء ان الله يصطفي من السماء خلق ومن الارض خلق. يصطفي من السماء ملائكة ما يعرفون مين? يعني زي المنتدبين. الملك فلان الملك فلان الملك فلان الملك فلان الملك فلان انتم تنزلون ليلة القدر الف واربعمائة وستة وثلاثين في الارض. هذا الصفاء. طيب من ينالها من اهل الارض? فلان وفلان 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 في ابقاع الارض من المسلمين ينالوا لقدرها وبركتها. اللهم اجعلنا منهم. تنزل الملائكة. ومن معهم. والروح جبريل. ترى جبريل منذ ان مات النبي صلى الله عليه وسلم. اخر ما نزل يوم وفاة الرسول. ثم جلس ينزل كل سنة مرة. جبريل ما ينزل على الارض بعد وفاة الرسول الا كل سنة مرة. اللي هي ليلة القدر. يا جماعة عيب. والله عيب يجي جبريل من السماء. يتفقدنا ولا يجدنا. وتدروا ليش ينزل? جبريل ينزل يتفقد القرآن. يقول جابر سألت النبي صلى الله عليه وسلم لما ينزل جبريل? قال يتفقد القرآن. يشوف اهل القرآن. وينكم يا اهل القرآن? وين اهل امة محمد بن عبد الله? يشوفوا الصفوف. وللاسف حنا نبدأ اول رمضان نصلي الاجدار. وتنقص الصفوف لين يجي اواخر الليالي ولا يبقي الا صف. وفي بعض المساجد ما يبقى الا بحيانا الشيبان الكبار باول الصفوف. الا ما رحم الله. مع العلم انها المفروض اكثر. الخيل اذا كانت تريد السباق تجدها تركض وتجمح. واذا اقتربت من خط النهاية توقف ولا تركض اكثر. تزيد في السرعة حتى تصل الى نقطة الفوز. وحنا ليش نكون العكس? حنا مثل الخيل التي تسابق في هذا الشهر. اذا قربنا من النهاية ما نفتر. بل نسرع ونسابق ونسارع. ونتقدم. عسى الله ان ينالي اجماعة اللي يضمن منكم انه سيعيش الى رمضان الجاي يطلع من المسجد. انا جاهز. اللي يقول انا اضمن يا شيخ اني ساعيش الى الف واربعمائة وسبعة وثلاثين يقوم يطلع مع السلامة. من يضمن عمره? من يضمن انه يصوم مثل هذا الشهر? من? والله العظيم صلينا وعزينا اناس على اناس في اناس. ماتوا ليلة رمضان. انا عزيت قبل رمضان ثلاثة بيوت. بعضهم يكانوا يظنون انهم سيعيشون فترة من الزمن. لكن الموت ما يجامل. فيه لحظة. الامير عبدالله بمساعد امير الحدود الشميع رحمه الله. مات سكت قلبية. وهذا مثل لانه مشاع فقط. وانه روح جامع الراجحي كل يوم تصلي العصر والظهر على عشرات الجنائز. بعضهم شباب طلع من بيته على انه بيرجع يتسحر مع اهله. لكن ملك الموت كان بالمرصاد. اللي يضمن انه سيعيش. يا جماعة لو قيل لاحدنا هذا رمضان الف واربعمية وستة وثلاثين. اخر رمضان ستعيشه وتصومه. كيف سيكون صيامك وقيامك? اعبد الله. كأنه ما فيه عندك خلاص. حطوها قاعدة من الليلة. قل يا رب عجلت اليك ربي لترضى يا رب. ساعبدك في العشر الليالي من الليلة. ما لم اعبدك في غيرها يا رب. اللهم اني ساسابق اليك. وساركض الى جنانك. اللهم لا تخرج رمضان الا وقد اعتقت رقبتي من النار. وتقبلت مني. ترمو بكل من امتنع عن الطعام الشراب صائم. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. اللي تاركن الطعام والشراب والشهوة بس عادة. لكن العين تزني. وزناها النظر الحرام. والاذن تزني. وربما الفرج يزني. والانسان ما توقف عن فعل الحرام. وينام عن الصلوات. ولا يصلي مع المسلمين. وين الصيام? تلعب على مين انت? اللي يبغى الجنة يعمل لها. يعمل للجنة قبل فوات الاوان. فنحن في افضل ليالي السنة كلها. والله الذي لا اله غيره. ان قدر هذه الليالي من اعظم القدر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رغم انف. ثم رغم انف. ثم رغم انف. وش معنا رغم انف? يعني وضع اكرمكم الله خشمة في التراب. قيل من يا رسول الله? يقول الراوي في هذا الحديث رأيت النبي يصعد على المنبر يتكئ. تعبان. من ماذا? شاي الهم من كلام اللي سيقوله للامة. وقال ثلاثة اشياء. قال رغم انف من ذكرت عنده ولم يصلي علي. ورغم انف من ادرك ابويه ولم يدخل الجنة. ورغم انف من ادرك رمضان ولم يغفر له. مسكين اللي يدرك شهر الصيام ولا يغفر لك. صيام وقيام وقراءة قرآن وابواب جنان مفتحة وابواب نينار مغلقة نيران مغلقة. وفرص عظيمة تقبل على الله. ويطلع رمضان ولا يغفر لك. اذا متى يغفر لنا? ان لم يغفر لنا في شهر الرحمات. فاجتهدوا ايها المسلمون. احتسبوا. خلاص وقع عقد مع الله من الليلة. اني سابذل وقتي. واجلس اغلب وقتي في المسجد. انقطع يا اخي. لماذا سن الاعتكاف في هذه الليالي? الاعتكاف لزوم المسجد لاجل عبادة مخصوصة في وقت محصوص. التزم المسجد. اغلب وقتك خلى في المسجد. اقرأ قرآن واذكروا الله. وسبح وادعوا واستغفر وصلي مع الناس الفرائع. وادها وادها هذه الناف لقيام الليل. وصلوا كذلك الرواتب والسنن. ليلة دخول الشهر حصل تغيرات كونية. يعني في اشياء تغيرت في الكون. قد لا نراها بالعين المجردة. لكنها نؤمن بها ونعتقد انها موجودة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته الشهيرة في حديث سلمان المشهور وان كان في الحديث ما قال. لكن المعنى لهذا الحديث صحيح. قال للصحابة رضي الله عنهم لقد اظلكم شهر كريم. ثم بدأ يتكلم عن بعض التغيرات اللي انا الان ساذكرها. ذكر منها انه فتحت ابواب الجنة. ولكم ان تتخيلوا ان ابواب الجنة تفتح. انتم عرف ولا لا. واللغة العربية في البلاغة فتحت. هذه صيغة ايش? صيغة مبالغة. كناية على ايش? كناية على شدة انفتاحها وتفتحها. الله لم يقل او في الحديث قال فتحت. ولا انفتحت. قال فتحت. يعني انفتحت او فتحت على مصراعيها وكلها فتحت. وانتم تعرفون ان ابواب الجنة الثمانية بين طرف الباب والطرف الاخر مسيرة خمسمائة عام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي يوم وعليه زحام على الابواب الثمانية كلها. اسأل الله يجعني وياكم ممن يدخل مع الابواب الثمانية. شوفوا هذا تغير الان موجود. الان يقينا بهذا الحديث ان ابواب الجنة مفتحة. انت اسأل نفسك من انا يا رب من حنة? عشان تفتحنا ابواب جنتك. حنة عبيد مقصرين. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. انا وانت ضعفاء. البشر ضعفاء المخلوق كل الخلق ضعفاء. امام عظمة الله جل في علا. قال فتحت ابواب الجنة عدوا معي. ثم قال وغلقت ابواب النار. ايضا هذه صيغة مبالقة. غلقت. كما قال الله في حقي يوسف عليه السلام. لما قال ادخلت عليه امرأة العزيز قال الله وغلقت الابواب يعني احكمت الاغلاق. هنا غلقت ابواب النيران. يا رب والله اننا عاجزين عن شكرك. وعلى الاعتراف بفضلك. وانا اقولها نحن بشر ضعفاء تفتح لنا ابواب جنانك. بل تفتح لنا ابواب جنانك. وتغلق دوننا ابواب النيران. هذا فضل ونعمة منه سبحانه وتعالى. المحروم المحروم. الذي يحرم هذا الخير. ثم اسمعوا ماذا قال. قال وتسلسل الشياطين. في لفظ اخر مردت الشياطين. تسلسل يقولي بالرجب. الان وانتم جالسين. او اذا كان هذا الكلام سيبث ان شاء الله تعالى. من يشاهدوني. استشعر هذه اللحظة. الان صوت السلاسل. تخيل السلاسل الان وانت اسمع صوتها. قال سلسلة الشياطين. تدروا ليس سلسلة? حلنا الشيطان ربط على احناكنا طيلة الفترة الماضية كلها. لنا سنة كاملة. والشيطان لاعب فينا لعب. كم ذنب ارتكبناه من رمضان عام الف واربعمائة وخمسة وثلاثين. الى ثلاثين شعبان الف واربعمائة وستة وثلاثين. الله اعلم. لا تحصي حتى لا يحصى عليك. لكني بقول شيء. الشيطان ماذا يقول? يقول لا احتنكن ذريته عليكم السلام. يعني ايش? يقول يا رب ترى ادم ابا احتنك ذريته وش معنى احتنك? من يرد عليه وش معنى احتنك يا اخوان? فضل اشياء. يعني لكن بمعنى ادق. وش معنى لا احتنكن ذريته? يا سلام عليكم. هذا حنكك. الشيطان يقول يا ربي هذول البشر بني ادق ابا احتنكهم اباجيب الحنك هذا حنك كل واحد واربط فيه لجام زمام احتنكه. واقوده كما تقاد البهيمة. لا احتنكن ذريته. لكن يوم رمضان او ليلة رمضان تفك وتطلق الا من كتب الله له او عليه الشقاء واردى نفسه بنفسه واتبع هواه وشيطانه. فذاك يسير في رمضان وفي غير رمضان. لكن المؤمن اللي عند ايمان لا. فتسلسل الشياطين. اسمعوا الامر الرابع. ترى كل هذه تغيرات كونية. يا جماعة الله جل وعلا فتح ابواب اغلق ابواب وسلسل شياطين. ليش? لماذا? ما السبب? لاجلك انت ايها المخلوق? حتى يمهد لك. ارض الرحمة. وحتى تتعرض نفحاته نفحات الكرم والجود والعطاء والعتق من النيران. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم اسمعوا ماذا قال بعد هذا? قال عليه الصلاة والسلام وان الجنة لتزين كل عام مرة واحدة. اللي اعد الجنة من? من اللي زين الجنة? الله اعددت لعبادي ايش? الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله يقول انا ازين الجنة رغم انني اعددتها وجملتها وزينتها لكنني يوم دخول رمضان موضوع جديد في رمضان تزين من جديد تستعد لسكانها. ولذلك في الحديث تقول الجنة اللهم اجعل لي من عبادك في هذا الشهر سكانا. الله يجعل لنا سكان. واسأل الله ان يجعلني وانتم ومن يستمعنا ويرانا ووالدينا وآبائنا واخواننا من سكان الجنة فقولوا امين. نعمة نعمة ان الجنة تسأل ربها انك تكون انت وانا وغيرنا من المسلمين من سكانها التي يتمناها كل مخلوق على وجلر. طيب. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء شهر رمضان شهر رمضان فرصة انا سميته انها هدية الله للمؤمنين. ستة اشياء ذكرتها في غير هذا المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك عن نبينا محمد. وعلى آله واصحابه اجمعين. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره. الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه. الحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه الى غيره. الحمد لله الذي هو ثقتنا حينما تنقطع عن الحيل. الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين يسوء ظننا باعمالنا. الحمد لله الذي يكشف ضرنا عند كربنا. الحمد لله الذي يجزي بالاحسان احسانا. الحمد لله الذي يجزي بالصبر سبحانه وتعالى نجاتا. اللهم لك الحمد بالاسلام. اللهم لك الحمد بالقرآن. اللهم لك الحمد بالاهل والمال. اللهم لك الحمد بست رزقنا وأظهرت امننا واحسنت معافاتنا. ومن كل ما سألناك من صالح اعطيتنا. لك الحمد كثيرا كما تنعمه كثيرا. اعطيت خيرا كثيرا وصرفت شرا كثيرا اللهم لك الحمد كم من صغير ربيته فلك الحمد اللهم لك الحمد كم من ضعيف قويته اللهم لك الحمد كم من فقير أغنيته اللهم لك الحمد كم من غريب وصيته اللهم لك الحمد كم من أعزب زوجته اللهم لك الحمد كم من مسافر إلى أهله بالسلامة رددته اللهم لك الحمد كم من راجل حملته وكم من مريض شفيته اللهم لك الحمد كم من سائل أعطيته اللهم لك الحمد كم من سائل أجبته وأعطيته اللهم لك الحمد على النعم التي لا تحصى ونسألك اللهم أن ترزقنا شكرها فيما يرضيك عنا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا لك الحمد صمتا لك الحمد ذكرا لك الحمد خفقا حثيثا ونبضا لك الحمد ملأ خلايا جناني وكل كياني رنوا وغمضا إلهي وجاهي إليك اتجاهي وطيدا مديدا لترضى فأرضى فأنت قوامي وأنت انسجامي مع الكون والأمر لو لاك فوضى فأحمدوا الله على نعمة الإسلام وصلوا على نبيكم سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم الليلة ليلة استثنائية الحديث عن الله حديث عظيم من أنا العبد الضعيف الذي يتحدث عن ربه من نحن العباد الذين نجتمع فنتحدث عن الله والله لو اجتمع الخلق كلهم كبيرهم وصغيرهم على أن يتحدثوا عن ربهم لما استطاعوا إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنت الذي فأنت الذي نثني وفوق الذي نثني الأمر أمرك والقلوب خوافق في موقف بين المنية والمنى حق الله جل وعلا هو افتتاح هذه السلسلة المباركة وأما حقك وهو غاية مقسم للحق أنت وما سواك الباطل ما دار في الحنك اللسان وقلبت قلما بأحسن من ثناك أنامل اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يثني عليك بما أنت أهلو ويذكرك سبحانك ربنا بما تستحقه حق الله حق الله هو له حق ولنا أيها الكرام والعباد كذلك فضل لأن الله امتن به علينا النبي صلى الله عليه وسلم كان على حماره يعفور كما جاء ذلك في الصحيحين وذكر الإمام أحمد في المسند رواية أيضا أن معاذ رضي الله عنه حينما رأى النبي على حماره قال النبي يا معاذ يقول فالتفت إليه قلت لبيك وسعديك يا رسول الله وهذه الرواية عند أحمد قال يا معاذ تعالى فاركب معي يقول معاذ فاستحيت من النبي صلى الله عليه وسلم أن أمتطي دابته وأن أركب على ظهر حماره والبيهقي يقول في شعب الإيمان صاحب الدابة أولى بظهرها وصاحب المكان أولى بمكانه قال فاستحيت أن أركب على دابة رسول الله قال يا معاذ اركب معي يقول فكررها صلى الله عليه وسلم ثم ركبت على دابته فلما ركبت مشينا قليلا ثم عثر الحمار فسقط الحمار وسقط رسول الله وسقط قال فقمت حياء وخجلا أن نبينا وقع على الأرض عليه الصلاة والسلام لكن النبي التفت إلى معاذ يتبسم لأنه إمام الهدى والمتواضع الأول اضحك لأنك جئت بشرى للوراء في راحتيك السلم والإسلام ضحكت لك الأيام يا علم الهدى واستبشرت بقدومك الأعوام قال فالتفت يضحك متبسما فقال يا معاذ تعال يعني مرة ثانية واركب معي على ظهر الحمار قال فكنت رديفه على حماره فركبت خلفه ثم مشى الحمار قليلا فعثر الحمار وسقط النبي وسقط عليه الصلاة والسلام ثم قام وهو يتبسم وقال اركب معي يا معاذ قال فركبت الثالثة قال فلما مشى الحمار قليلا قلت يا معاذ قال لبيك وسعديك يا رسول الله قال اتعرف حق الله على العباد قال معاذ قلت الله ورسوله اعلم قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا قال ثم مشينا قليلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتعرف يا معاذ حق العباد على الله قلت الله ورسوله اعلم قال حق العباد على الله بشرط اذا فعلوا ذلك يعني حققوا التوحيد اللا يعذبهم ثم قال النبي وقال معاذ للنبي صلى الله وسلم او اخبر الناس احدثهم بذلك قال لا فيتكلوا وهذه رواية المخاري ومسلم ثم حدث معاذ رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خشية ان يكون قد كتم علما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعظم حق لله التوحيد اجمل مجلس يا امه الصالحون ويفد اليه الحكماء والعقلاء هو المجلس الذي يذكر فيه الله ويتحدث فيه عن حقه وهو توحيده سبحانه وتعالى هذا التوحيد كلمة لا اله الا الله العظيمة وانت تتحدث عن ربك هي التي من اجلها اسست الملة ونصبت القبلة وارسل الله رسله وانزل كتبه وشرع شرائع دينة هذه الكلمة العظيمة التي قال عنها ابن عيينة ما انعم الله على العباد نعمة اعظم ولا اكبر ولا اجمل ولا اكمل ولا احسن من ان عرفهم لا اله الا الله هذه الكلمة العظيمة التي قال عنها موسى عليه السلام في حديث ابي سعيد الخدري الذي يرويه الحاكم وبن حبان وصحها وان كان حديث البطاقة اصح منه لكن قال موسى يا ربي علمني شيئا اذكرك به موسى يقول يا رب اريد ان اذكرك بشيء يعني خاص فيني انا قال الله لموسى يا موسى قل لا اله الا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذه الكلمة قال يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري والاراضين السبع في كفة ولا اله الا الله في كفة لمالت بهن لا اله الا الله فالتوحيد حق الله على العباد ولذلك كفار قريش لما اتوا كعادة العرب في الجاهلية من التفاخر بالانساب والاحساب والتفاضل على اساسها جاء الى النبي قائلين يا محمد انسب لنا ربك يعني ما نسب ربك انسب لنا ربك ونسوا او تناسوا انه هو الذي خلقهم من ماء مهين فجاء الجواب من الواحد الاحد على هذا السؤال فعرف نفسه جل وعلا بقوله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد هذه السورة موجزة لكنها معجزة اجتملت على معاني بديعة واشارت الى لطائف كثيرة ومسائل خالدة لذلك لا عجب ان تعدل ثلث القرآن كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وتسمت هذه السورة بسورة الاخلاص لان فيها تعليم الناس اخلاص العبادة لله وهو حق من حقوق الله جل وعلا وسلامة الاعتقاد من الاسراك به جل في علاه وتسمى سورة التوحيد وتسمى سورة الاساس لانها اجتملت على التوحيد وهو اساس الاسلام وقد احصى بعض العلماء لسورة الاخلاص ما يربو على عشرين اسما وانتم تعرفون اذا تعددت الاسماء يدل على شرف المسمى ولذلك سيباويه صانع النحو في كتابه الكتاب ذكر اهل النحويين صناع النحو والاعلام انه لما قسم المعرفة قسمها الى ستة اقسام جعل اول قسم فيها قسم العلم وجعل اعلم الاعلام اسم الله جل في علاه لفظ الجلالة الله لما توفي سيباويه يذكر انه رؤية في المنام فسئل قال له ماذا صنع الله بك قال ان الله غفر لي ورحمني وادخلني الجنة لانني جعلت اعلم الاعلام لفظ الجلالة الله الله ولذلك يذكر الامام مالك بن انس صاحب دار الهجرة رحمه الله يقول انه خرج فرأى رجلا مخمورا يشرب الخمر لكنه لم يعرف انه كان مخمورا لانه رآه في مسافةٍ سقط على الارض والرجل يتمتم بكلمات لم تفهم لبعد المسافة فلما اقترب الامام مالك الى الرجل علم من حاله انه على اثر شفتيه الخمر كان يردد الله الله وهو ساقط على الارض وسكران فما كان من الامام رحمه الله تعالى الا ان اخذ قطنةً ومسح شفتي ذلك الرجل وطهرها وسأل الله له الهداية اللهم رده اليك رداً جميلة يقول هذا الرجل المخمور انه هدي الى الحق واستقام الى الطريق المستقيم قال الامام مالك رحمه الله تعالى فرأيت في المنام انني ابشر ان الله تبارك وتعالى اعد لك مكاناً عالياً لانك طهرت المكان او الشفتان التي يخرج منها لفظ الجلالة الامام مالك كان يرى ان لفظ الجلالة لا يمكن ان يخرج من بين شفتين نجستين فطهر تلك الشفتان او الشفتين حتى يخرج لفظ الجلالة طاهراً من بين تلك الشفتين الله الذي هو التوحيد الحق ولذلك سميت هذه السورة باسماء عدة سميت سورة الاخلاص بالنجاة لانها تنجي من الكفر في الدنيا ومن النار في الاخرة والولاية لان من عرف الله بوحدانيته فهو من اوليائه المؤمنين الذين لا يتولون غير الله ثالثاً سميت بالنسبة لما روي انها نزلت لما قال المشركون انسب لنا ربك فعرفوا قيمة التوحيد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الصفع كان همه الاول انه يدعو الناس الى هذه الكلمة الى حق الله فلما وقف يا معشر قريش يا بني هاشم يا بني عبد مناف فلما اقترب الناس واجتمعوا منه قال يا قوم لو انني حدثتكم ان خلف هذا الوادي خيلاً تصبحكم او تمسيكم او تصدقونني قالوا ما جربنا عليك كذبة قال اذا قلوا لا اله الا الله تفلحوا فقالوا اما هذه فلا وانزل الله جل وعلا انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون وقال ابو نهب تبا لك يا محمد هل هذا جمعتنا فانزل الله تبت يد ابي لهب وتب النبي يدعو الناس من البداية الى هذه الكلمة لانها الكلمة العظيمة الكلمة التي فيها حق الله تبارك وتعالى ان يحقق هذا التوحيد ولذلك من قال لا اله الا الله مخلصاً من قلبه دخل الجنة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل بالتوحيد وهو حق الله يعصم دمك ومالك وعرضك امرت ان اقاتل الناس كما في الصحيحين حتى يشهد ان لا اله الا الله اني رسول الله طيب اذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم واعراضهم الا بحقها وحسابهم على الله ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث اسامة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم في كتاب الايمان ان اسامة ابن زيد غزى غزوة مع مجموعة من صحابة رسول الله اسامة رضي الله عنه وهو يقاتل في هذه الغزوة لفت نظره مشرك من المشرك يقتل في المسلمين يعني يعمل عمله بسيف يقتل في المسلمين فغاضه ذلك المواقف التي نراها اليوم والصور والمشاهد المتكررة التي نرجو الله ان يرفع عن امة الاسلام نرى في الاخبار في احوال اخواننا في الشام في سوريا في فلسطين واحوالهم كذلك في العراق وفي افغانستان وفي اوساط افريقيا وفي بورما وفي غيرها مشاهد يندى لها الجبين لا اظن عاقلا انسان يحمل قلب فضلا على ان يكون مؤمنا موحدا بالله اينه يرى مثل هذه المشاهد ولا يتحرك قلبه ولذلك اسامة رأى المشرك يقتل في المسلمين فغاضه ذلك المشهد فقام اسامة فلحق به يعني وجه سهامه اليه ثم لحق به المشرك لما علم ان اسامة بطل يلحق به فر هاربا فاخذ اسامة يلحق به حتى سقط المشرك على الارض فلما سقط رفع اسامة سيفه ولما رأى المشرك السيف متوجه اليه ليقتله قال المشرك اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله فقتله اسامة ثم انتصر المسلمون في تلك الغزوة وعادوا الى النبي مستبشرين يريدون ان يبشروه بالنصر واستقبل النبي عددا منهم قبل اسامة فاخبروه ان اسامة قتل رجلا قال لا اله الا الله ثم دخل اسامة على النبي مستبشر بالانتصار فقال السلام عليك يا رسول الله فما رد عليه السلام. في بعض الالفاظ عند الامام الترمذي وغيره انه قد طأطأ رأس هاي النبي عليه الصلاة والسلام وعينه تدمع. ثم قال السلام عليك يا رسول الله ظنا من اسامة ان النبي لم يسمعه. فرفع النبي رأسه وهو يقول يا اسامة اقتلت الرجل بعد ان قال لا اله الا الله. فيبرر. قال اسامة يا رسول الله رأيته يقتل في المسلمين فغاضني ذلك. قال النبي يا اسامة اقتلت الرجل بعد ان قال لا اله الا الله قال يا رسول الله ما قالها الا تعوذا من الموت يعني خوفا من الموت. قال يا اسامة ملك بلا اله الا الله اذا جاءت تحاجك يوم القيامة. قال اسامة والذي نفسي بيده وددت انني ما اسلمت الا تلك اللحظة. تمنيت انني ما دخلت اصلا في الاسلام الا تلك اللحظة لان قضية لا اله الا لا توحيد. يحصنوا ويحفظوا هذا الدم والنفس والعرض وهذه اعظم كلمة وهي حق الله تبارك وتعالى على عباده. حق الله جل وعلا على عباده ان يوحدوه ولا يسركوا به شيئا. ان يعبدوا الله تبارك وتعالى وحده. ولذلك تجد هذا التوحيد. واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا. اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون كل الانبياء والرسل ارسلوا لهذه القضية. ولهذا التوحيد. ولهذه القضية الوحيدة. وهي ان يوحد الله تبارك وتعالى. فلا يصرف شيء من العبادات لغير الله. لا صلاة ولا سجود ولا حج ولا صيام ولا ذبح ولا حلف ولا غير ذلك. قل ان صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين العبادات كلها وما يتعلق بها من الجوارح بالقلب هي حق لله تبارك وتعالى منها الصلاة مجتمعة متفرقة فريضة نافلة اذ هي عبادة لا تصلح الا لله السجود له والركوع له والتسبيح له والدعاء له والقراءة له والقيام كله حق له سبحانه وتعالى في حديث عبد الله بن ابي اوفى حديث يرويه ابن ماجة وابن حبان وهو صحيح ان معاذ رضي الله عنه لما قدم من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي معاذ ما هذا يعني من متى كيف تسجد ما هذا يا معاذ قال اتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي ان افعل ذلك لانك رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا نها فاني لو كنت اامرا احدا ان يسجد لغير الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها فلا سجود الا له الذين يخضعون تحت ارجل بشر مثلهم بل يطوفون على حجر ويتوسلون الى شجر رأيت في بعض البرامج في بعض البلدان في الهند وغيرها في معابد يعبدون الفئران اكرمكم الله يكرمون الفأر ويطيبونها ويطعمونها ويعبدونها ومنهم من يعبدوا شجرة ومنهم من يعبدوا صنما ومنهم من يعبدوا فرج امرأة اكرمكم الله ولكن المؤمن الموحد لا يمكن ان ينحني ظهره ولا تخر جبهته الا لله تبارك وتعالى لا يدعى الا الله سواء كان دعاء عبادة او دعاء مسألة او استعانة فهو حق اكيد لله جل وعلا لا يصرف لغير الله البتة مهما علت درجة من تدعو وسمعته ومنزلته سواء كان نبيا مرسل او ملكا مقرب لان الله جل وعلا يقول قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا فاتح ادعو الله ادعو الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الكفار الذين استقامت ربوبيتهم وانحرفت الوهيتهم كانوا اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لانهم في حال كرب فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون ولذلك لا نجاة الا بالتوحيد انا اقول لكم باختصار اصحاب الهموم والضيون والمشاكل الزوجية والقضايا الخاصة واصحاب الكروب اذا اراد ان يفرج له كربه فليلجأ الى الله يونس عليه السلام في سفينة ووضعوا قرعة لما رأوا ذلك الحوت الضخم في البحر كاد ان يحطم سفينتهم او يلتقمها فقالوا لابد ان نضع قعما ونضحي بواحد فاقترعوا فكان الوقوع السهم على يونس عليه السلام ثم قال ربانها ان هذا رجل ظاهره الصلاح لنعيد القرعة مرة اخرى لعله يخرج غيره فتعاد ثلاث مرات فيكون على يونس الخيار كما قال الله جل وعلا فساهم فكان من المدحضين ثم وقع الاختيار او وقع السهم عليه فحمل يونس عليه السلام ورمي في البحر والتقمه الحوت وظل في ظلمات ثلاث اسألك بالسطحية عذرا لو قفل عليك باب الغرفة في مكان مهجور ثم قفل عليك باب البيت الذي فيه الغرفة ورمي المفتاح في باب حديد ولا زاد ولا طعام ولا هواء ولا ضوء ولا بشر ولا شيء ثم ذهب الذي اقفل ذلك الباب وله المثل الاعلى كيف سيكون حالك يونس ما تغير ارتباطه بالله لان تغير المكان والظروف لا تغير قلبا تعلق بربه جل في علا مطلق الموحد في ظلمات ثلاث ظلمة ليل ظلمة البحر وظلمة الحوت ومع ذلك كان التوحيد حاضرا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فجاءت الاجابة بعدها فنجيناه لا يمكن ان تدعو بهذا الدعاء وهذا دعاء كرب لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين جمع بين التوحيد والاستغفار كما قال الله لمحمد قبل ان تبدأ رسالتك قبل ان تزاول دعوتك قبل ان تقوم بمهمتك فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لدنبك اجمع بين التوحيد والاستغفار تجد الفرج ينفتح عليك الله جل وعلا قريب من يونس ولا لا حينما يقول الله جل وعلا انه قريب مجيب القرب الان بس اريد منكم اسكت لا تتكلم انا ساسبت كل منا يناجي ربه بينه وبين نفسه انا لا اعلم كل منكم بماذا يناجي المناجات ان تستشعر ان الله منك قريب كل ان يسمعون الله الله يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون فالذي في في نفسك قريب يسمع ويجيب ولذلك يونس لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين في بعض ذويات ان هذا الصوت حينما ارتفع لان الله يقول اليه يصعد ايش الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ارتفع صوت يونس موحدا مستغفرا مناديا قالت الملائكة يا ربي صوت معروف من عبد معروف اين هو حتى ننقذه قال هذا عبدي وسوف انقذه فاستمر قيل اربعين ليلة وقيل اربعين شهرا وقيل اكثر من ذلك وهو يردد كلمة التوحيد فقال الله جل وعلا فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون ونصيحة لكل مكروب ونادي اذا سجدت له اعترافا كما ناداه ذنون ابن متى واكثر ذكره في الارض دابا لتذكر في السماء اذا ذكرتا الذبح حق من حقوق الله لا يمكن ان تتقرب لا بكبش ولا حتى ببعوضة لغير الله تبارك وتعالى لان حياتك كلها وصلاتك ونسكك لا يكون الا لله والذي يذبح لغير الله يذبح لغير الله مشركا بالله تبارك وتعالى ولذلك ايضا مما يختص به رب العالمين ان لا نحج الا له في ايران الرافضة الاثنى عشرية المجانين وضعوا كعبة عندهم وامروا الناس بالطواف عليها بل يرون ان بعض مناطقهم ومواقعهم اطهروا عندهم في ظنهم من البيت الحرام الله جل وعلا يعطي الخصوصية للارض والمكان والزمان والانسان ويفضل من شاء ويرفع من يشاء سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اما انا وانت بشر يجب ان ننقاد لله تبارك وتعالى الله يقول واتم الحج والعمرة لله وعلى هذا فليجوز ان يحج الانسان لقبر نبي ولا لرجل صالح ولا لمشهد من المشاهد ولا يطوف الا بالبيت العتيق وايضا من الخصوص لله تبارك وتعالى حقوقه ان لا تحلف الا به نسمع اليوم الحلف بالوالدين وبالذمة وبالرقبة ويحلفون بالطلاق ويحلفون بامور من المخلوقات والله امرك ان لا تحلف الا به الحلف هو تعظيم للمحلوف ولا يليق ان يكون حلف الا ان تعظم الله تبارك وتعالى تبارك وتعالى ولذلك ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي قال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك عمران بن حسين كان يعبد سبعة ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال له كم لك من اله قال لي سبعة قال اينهم قال ستة في الارض وواحد في السماء قال النبي له من لرغبك ورهبك اذا ضاقت عليك الامور تلجأ الى اي واحد قال الجأ الى من كان في السماء قال اذا عليك بمن في السماء فهو ربك وترك التي في الارض لا تعبد غير الله لا يمكن لا يمكن ان ترى توحيدا خالصا وقد دخله شرك او شابه شائبة في توحيد ذلك الانسان لان الله تبارك وتعالى لا يقبل الا التوحيد الخالص جل في علاه حق الله تبارك وتعالى ان تطيعه ان تؤمن به ان تصدق بكل ما امر به جل في علاه امرك ربك ان تصدق بالبعث والبرزخ وان تؤمن بالانبياء والرسل ولذلك اول صفة من صفات المؤمنين من اوائل صفات المؤمنين الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب في هدى للمتقين منهم يا رب الذين ايش يؤمنون بالغيب مؤمنين عندنا يقين الان ان الله تبارك وتعالى اخبرنا ان عيسى سينزل اخر الزمان ويكسر الصليب نؤمن اخبرنا نبينا انه في اخر الزمان سيخرج المهدي نؤمن اخبرنا ان هناك موت وهناك حياة برزخ وهناك بعث وهناك نشور وهناك جنة وهناك نار نؤمن بذلك كله ولو لم نراه هذه حقيقة التوحيد الخالص الذي يؤمر به العبد ويقوم كذلك به الله تبارك وتعالى له حقوق ثابتة خاصة به وهناك حقوق لرسوله لنتحدث عن حق الرسول يام في محاضرة بهذا العنوان وهناك حق مشترك لله وللنبي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم يا الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله في حق مشترك وهناك حق خاص برب العالمين تبارك وتعالى ولذلك يقول الامام ابن القيم في النونية المشهورة قال الرب الرب رب والرسول فعبده حقا وليس لنا اله ثاني فلذاك لم نعبده مثل عبادة الرحمن فعل المشرك النصران كلا ولم نغل الغلو كما نهى عنه الرسول مخافة الكفران حتى قال لله حق لا يكون لغيره ولعبده حق هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان فالحج للرحمن دون رسوله وكذا الصلاة وذبح ذي القربان وكذا السجود ونذران وكذا السجود ونذرنا ويميننا وكذا متاب العبد من عصيان وكذا التوكل والانابة والتقى وكذا الرجاء وخشية الرحمن وكذا العبادة واستعانتنا به اياك نعبد ذان توحيدان وعليه ما قام الوجود باسره دنيا واخرى حب ذا الركنان وكذلك التسبيح والتكبير والتهليل حق الهنا الديان لكنما التعزير والتوقير حق للرسول بمقتضى القرآن والحب والايمان والتصديق لا يختص هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة لا تجهلها يا اولي يا اولي العدواني حق الله تبارك وتعالى عظيم وتوحيد الله جل وعلا اعظم امر ولذلك اذا عرفت حق نفسك يقول العلماء اعرف قدر نفسك تعرف حق ربك من انت الله جل وعلا يناديك في القرآن الكريم ويقول جل وعلا وفي انفسكم افلا تبصرون ولذلك العلماء كلهم حينما جاءوا عن الحديث عن انفسهم كمخلوقين هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الله يقول انت لم تكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا ولذلك الامام الشافعي امسك بيضة فرفعها فنظر فيها يتأمل قال سبحان الله هذه البيضة خارجها ابيض كالفضة وداخلها اصفر كالذهب الزلال يخرج الله منها حيوان يسمع ويبصر الا تدل على السميع البصير ما تدل على الله والامام احمد ينظر الى ورقة شجرة سنوبر ثم يمسكها ويرفعها قال هذه الشجرة او هذه الورقة تأكلها الدودة فتخرج حريرا وتأكلها النحلة فتخرج عسلا وتأكلها الماعز فتخرج لبنا على تدل على السميع البصير والامام مالك في الحج يوم عرفة يرى الناس يلهجون بالذكر هذا اعجمي وهذا اعربي وهذا غني وهذا فقير وضجيج الاصوات وارتفاع الدعوات فوقف ينظر قال لا اله الا الله تعددت اللهجات واختلفت اللغات ولكنها لا تختلف على فاطر الارض والسماوات هذه آية الله جل وعلا ما يحتاج الى دليل يذكر ان امرأة من نساء قالوا لها ان رجلا عالم من العلماء ألف كتابا هذا الكتاب جمع فيه الف دليل على وحدانية الله وعلى وجود الله قالت والله ما جمع الف دليل على وجود الله الا لان عندها الف شك على ان الله موجود الله لا يحتاج الى دليل السماء ذات ابراج والارض ذات فجاج كلها تدل على الله وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد الله جل وعلا في كل شيء ترى حكمته وترى عظمته ولذلك هذا التفكر احد اسباب معرفة حق الله جل في علا الله الله يقول وكأي من آية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها ايش معرضون هذا فيدكس الانجليزي اللي قبل اشهر تجاوز اغلفة كما يقول الهوى او الهوى او الاجواء يقول هو في لقاء معه في احدى القنوات رأيته مترجما قالوا اش اعظم ما لاحظ في هذه الرحلة الرحلة استغلقت ساعات ثم بعد ذلك قال كلمة كلمة الحقيقة نحتاج نقول احنوها التوحيد قال علمت ان الذي خلق هذه الارض والخلق اعظم بكثير منها كيف اكتشفت هذا قال كلما ارتفعت في المركبة اشعر ان الارض تصغر 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 حتى فجأة رأيتها مثل الذرة يعني مثل الضوء مثل الاضاءة البسيطة وفجأة اختفت يقول كلما ارتفعت حتى اختفت الارض ما عد رأيتها يقول فعلمت ان الذي خلقها اعظم منها الله جل في علاه اذا كان كرسيه الكرسي الذي هو موضع قدمي سبحانه وتعالى الرسول يخبر ان لموضع الكرسي عند عند الله تبارك وتعالى يخبر ان موضع هذا الكرسي في السعند السماوات والارض ومن فيهم كحلقة القيت في له هذا موضع الكرسي فكيف بالعرش كيف بالعرش والرب الذي استوى عليه استواء يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اذا عظمته عرفت حقه اذا عرفت قدرك وفي انفسكم افلا تبصرون العقل نعمة ولذلك تجدون ان الله تبارك وتعالى من اسمائه القهار قهر كل شيء كل شيء العقل قهره الله سبحانه وتعالى بماذا الان كل شيء موجود في الارض لا يمكن نصنع شيئا الا هو تقليدا ومحاكاة ومحاكاة محاولة لما صنعه الله الطائر حينما رآه ذلك العالم عن طريق استطاع ان يصنع تلك الطائرة العقل لما صنع الكمبيوتر وهذه الاجهزة هي تحاول ان تحاكي شيء من هذا العقل الذي يحتفظ ويختزن لبعض المعلومات تأتي كذلك الى المركبة حينما تركب على الدواب الحمير والبغال والجمال وغيرها ثم تصنع هذه المراكب الكثيرة وقس على ذلك ولذلك نحن حينما نأتي الى قدرة الله تبارك وتعالى يشعر العبد بضعفه ويشعر كذلك بانه عند خلق الله لا شيء كن مع الله في سبحات الفكر مع الله في لمحات البصر مع الله في ومضات الكرى مع الله عند امتداد السهر مع الله والقلب في نشوة مع الله والنفس تشكب بجر مع الله في امس المنقضي مع الله في غدي المنتظر مع الله في عنفوان الصبا مع الله في الضعف عند الكبر مع الله قبل حياتي وفيها وما بعدها في الضعف عند الكبر مع الله قبل حياتي وفيها وما بعدها عند سكن الحفر مع الله في الجد من امرنا مع الله في جلسات السمر مع الله في حب اهل التقى مع الله في كره من قد فجر الله الكفار الكفار يذكرون به ويتذكرون عظمته ولذلك لما دخل الصحابة على النجاشي كان نصرانيا في ذلك الوقت في الهجرة الاولى حدثوه فقط عن ما جاء به هذا الاسلام وعن نبي الاسلام ثم تلا عليه ذلك الصحابي الجليل قصة مريم واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقية فدمعت العينان واسلم واخفى اسلامه وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب وقد اثنى عليه قبل اسلامه انكم تذهبون الى بلد فيها ملك عادل وأما النفس ايها الاحبة لتعرف قدر الله تبارك وتعالى البصر اسألوا الذين الان يلبسون عفوا النظارات لا تسأل الاعمى لان الاعمى منتهي امره اطلعت على مقطع في اليوتيوب وهو متاح ارجعوا اليه في لقاء مع احد الفضلاء المهتمين بشأن الصم البكم السعودية هنا وتحدث عن شخص واتى به في وصور كذلك والمقطع موجود وبث هذا اظن في قناة المجد والرجل هذا لا يسمع ابكم ولا ولا لا يتكلم ابكم ولا يسمع ولا يرى ويتعامل معهم باللمس يمسك اطراف الاصابع يتعامل معهم فحدثوا عنه شيء عجيب يقول القينا محاضرة يعني هو يحتاج الصم الذين معه يحتاجون الى من يترجم لان الصم لا يتكلمون ولا يسمعون لكن بعضهم يبصر فبالتالي بالحركات يفهمون بلغة الاشارة يقول فهذا الشخص كان بالنسبة لهم عنه اخر لانه يحتاج من يمسك يديه ويحرك اصابع حتى يفهم لانه لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم كذلك فكانوا يعانون يعني يحتاج الى مترجم المترجم يحتاج الى مترجم يقول فالغريب انه اذا قرئ القرآن وردت للقرآن كانوا يلاحظونه ومن معه يبكون تدمع عينهم وهم لا يسمعون لكن القرآن له خاصيته سئل بعض علمائنا الحقيقة الى مثلا اعطاء اجابة لهذا الامر شخص لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم والقرآن يتلى وحيانا باللمس ويتأثر ويبكي فاجابة كانت واضحة مختصرة وفيها حكمة قالوا لانه القرآن وحسب عظمة الله عظيمة ولذلك نحن الاصحاء لا نعرف قيمة ما نحن به الا اذا رأينا غيرنا ولذلك الحكمة المشهورة الصحة تاج على رؤوس الاصحاء لا يراها الا من الا المرضى يقال ان رجل هذا ذكرها ابن الجوزي ان رجلا اعمى ان رجلا رأى في الطريق رأى في الطريق شيء يعني اذى او صاخ او اذى فحملها وابعدها الى جانب الطريق ثم جاء صاحب له وحمل تلك الاوصاخ التي وضعها على جنب الطريق وحطها في نصف الطريق فقال له ليش يعني انا ابعد الاذى عن طريق الناس وان تعيدها مرة ثانية قال له انت ابعدت الاذى عن طريق المبصرين مفتحين وحطيتها في طريق العميان الاعمى في الغالب يمشي جنب الجدار دعه في نصف الطريق يراه المبصر فلا يقع ولا يقع فيه الاعمى يقول فعلمت قيمة هذه النعمة البصر يقول الامام بن رجل رحمه الله اذا اردت ان تعرف نعمة الله عليك ضع كفيك على عينك سكر عيونك بس لمدة دقيقة يقول تعرف نعمة الله عليك لانك تبصر الان تشوف هذا جالس وهذا واقف وهذا عمود وهذه طاولة وهذا ميكروفون وهذا ماء وهذه ورقة وهذا احمر وهذا اصفر وهذا ازرق لكن الاعمى لا يميز ولا يعرف ولا يرى هذه كلها ولذلك ايضا حتى اليدين يعني انت تأمل الله جل وعلا حينما دعاك ان تتأمل في خلقك لحكمة وفي انفسكم افلا تبصرون الله يدعوك الى ان تتأمل في هذه النفس الان تخيلوا اننا نمشي بدون ما تنثني ايدينا ولا المفاصل تخينك تمشي بها الطريقة ما تنثني لا يدك ولا تنحني كذلك دراعك كيف سيكون حالك واليد نعمة من اجل نعم الله على الانسان يقول الامام بالرجب ان اخذك للقمة مجرد انك تاخذ اللقمة او ترفع ما تشربه بجرد بس مسكتك للقمة ووضعها في ثمك فيها اكثر من خمسة وثلاثين نعمة وفائدة لك هذا في الظاهر وتكلم رحمه الله عن الاظفر قال اما هذا الاظفر فله اكثر من خمس فوائد وساقها رحمه الله تعالى حن يمكن نقولش فائدة الاظفر هذا ما لها قيمة لكن الله تبارك وتعالى وضعه لحكمه وقطعا له من الفوائد الكثيرة ولذلك هاتين اليدين عظيمتين حدث الاخ الشيخ عبدالعز الخطابي وهو رجل طالب علم ومؤلف له بعض الكتب والكتيبات وكتب رسالة سماها شكر النعم تبع وموجودة الان فقسم شكر النعم شكر نعمة العقل البصر اليدين وغيرها ولما تكلم عن شكر نعمة اليدين ذكر قصة واقعية والعهدة عليه والكتاب موجود قال انه كان يجلس في مسجد مثل هذا عندهم حلقة علم يقول ومينما هم جلوس لاحظوا ان النافذة الدريشة حق المسجد تطرق برأس رجل يعني واحد يطق الدريشة برأسه يقول فامرت واحد من الطلاب يخرج يطلع يشوفوا شى الموضوع يقول فخرج فوجد رجلا خلقه الله كاملا لكن من غير يدين ما له يدين يقول قلت ماذا تريد قال اكرمكم الله اريد الحمام دورة المياه يقول ذهب به الى دورة المياه او قال له الدورة هناك قال خضني لها يقول فاخذته الى دورة المياه فلما دخل في حمامات المسجد اكرمكم الله والمسجد قال له افتح لي الباب ما له دين يقول ففتحت له الباب يقول يوم دخل قال اغلق الباب يقول سكيت الباب وقابل اصكي الباب قال انتظرني عشان اذا خلصت بناديك تفتح لي الباب يقول فاغلقت الباب ودخل الرجل يقضي حاجة اكرمكم الله يقول وانا انتظر عند الباب? يقول فجأة طرق عليه الباب رأسه باب الحمام. قلت افتحت بتطلع? قال لا ادخل عليه ادخل بس لو سمحت نزل يعني بصرك. يقول فدخلت فاذا بالرجل اكرمكم الله على الكرسي في الحمام. قلت ماذا تريد? قال والله لم استطع ان اغسل نفسي. ارجوك تسكب عليها حتى تغسلني وطهر نفسي. يقول فطأطأت رأسي وانزلت عيني وانا احمد الله واقول لله ما اخذ وله ما اعطى. فاحمد الله على هذه النعمة. الانسان المتعافي نعمة. اذا رزق العبد ايمانا في قلبه ايمانا في قلبه وعافية في بدنه وامنا في بلده وداره حيزت له الدنيا بحذافيرها. حيزت له الدنيا كلها بحذافيرها. العافية لا يعادلها شيء. يقول احدهم سبحان من اعطاها هؤلاء القصور والاموال يعني ليش حنما اخذنا مثلهم. فقال له احد العلماء اما ذهبت المستشفى فقلت سبحان من عافان مما امرض به هؤلاء ادخل المستشفى تجدون العجب العجاب. حدثني الشيخ عبدالعزيز السدحان دكتور عبدالعزيز. يقول بانه اه زار مستشفى النقاها. مستشفى النقاها على طريق الخرج. وهو مستشفى يعنى بالذين اصيبوا بعهات خلقية. يقول فلما دخلنا وكان معنا طبيب مرافق مشرف على المبنى او المستشفى. يقول قبل ندخل احدى الاجنحة اجنحة المرضى سمعنا صراخا وصياح لاحد المرضى. اول ما دخلنا ارتفع صوت المريض اكثر. فسألت الطبيب المرافق قلت وش مرض هذا الرجل? قال هذا الرجل عنده تلف في الجهاز الهضمي. ما يقدر يهضم الطعام. يعني يأكل الطعام. وثم بعد ذلك يتعسر في هضمه. يقول تلقائيا سألت. قلت وش تعطونه وش لاكن ليأكله? يعني يأكل طعاما ثقيلة مثل الرز واللحم وكذا. قال لا لا نضع له محلول اشبه ما يكون بالحليب مع فيتامينات ونضع في رضع اطفال ونخضه ويرضعه ومع ذلك يتعسر في هضمه. لا يستطيع ان يهضمه. ويصرح ويصيح. ولذلك الامام هارون الرشيد امير المؤمنين سألوه قالوا له لو ان الدنيا كلها بين يديك لكنك افتقدت الماء ما عندك موية وعطشت واردت شربت ماء كم تدفع من مالك حتى تاخذ الموية. قال ادفع نصف ملكي. قالوا طيب شربت الماء ثم دخل في داخل يمعائك وما استطعت ان تخرجه. ووجدت العلاج عند رجل يعالجك بامر الله ويخرج لك هذا الماء كم تعطيه? قال اعطيه نصف ملك الآخر. فقال لا بارك الله في ملك ذهب نصفه بشربة ماء والآخر باخراجه. باخراج هذا الماء. والله الذي لا اله غيره زرت مركز التأهيل الشامل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية قبل سنوات. ومركز التأهيل الشامل مثل مستشفى النقاة لكن هؤلاء الذين خلقوا بعاهات اصلا خلقية. فدخلنا فوجدت رجل والله اني احدثكم بما رأت عيني. يمكن طولها ما يتجاوز اربعين صانتين. على سرير رأسه عفان الله اياكم كبير جدا. ولا ينطق ولا يتكلم فقط يبصر وعلى الكرسي. ولما دخلت وكان معي ايضا مجموعة من المرافقين المشرفين على المركز. رأيت الرجل هذا فبدأت احدثا واصبر قالوا ترى يسمع ويفهم. فانا اتكلم جلس يبكي والله العظيم تصورت ان عمره 13 سنة 12 سنة يعني صغير قلت لهم كم عمر هذا الانسان? كم له سنة هنا? قالوا منذ ان اولد عمره 46 سنة. وهو على هذه الحالة. فحمدت الله على هذه النعمة العظيمة. احمدوا الله. ولذلك لا تعرف حق الله الا اذا تأملت في خلق الله. وايضا من معرفة حق الله تعظيم الله تبارك وتعالى. ان لله تسعة وتسع تسعين اسما من احصاها دخل الجنة. الاسماء التي لله تبارك وتعالى لو اننا تأمنا فيها الله سبحانه وتعالى يقول النبي ابن عباس تعرف على الله. تعرف على الله في الرخاء. ومن جملة معرفة الله تبارك وتعالى ان تعرف اسماه وان تعرف صفاته. الله اعلم المعارف كلها لفظ الجلالة الذي لم يتسمى به احد. حينما تتحدث هو الله الذي لا اله الا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يجركون. حينما ترى اقدار الله تبارك وتعالى تعرف عظمة الله. تحيل واستشعر النبي صلى الله عليه وسلم يسرى به في ليلة من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم الى السماء حتى لم يكن بين وبين العرش الا قاب قوسين او ادنى كما قال الله فكان قاب قوسين او ادنى ويرجع النبي في تلك الليلة ولا يزال فراشه حارا دافئا صلى الله عليه وآله وسلم من الذي اسرى به في هذه السماوات السبع ما بين السماء والسماء مسيرة خمسمائة الف عام الملك الواحد النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل بهيئته ولما وصفه صلى الله عليه وسلم رأى الليلة الليلة الثانية في غار حراح حينما كان يتعبد ربه لما ذهب الى زوجته وقال زملوني. ثم عاد الليلة الثانية يقول لخديجة وانا داخل اريد ادخل النبي صلى الله عليه وسلم الغار واذا به يقال محمد النبي التفت يميل حديث في البخاري حدثت نبيه عائشة رضي الله عنها التفت يميل ما في احد يا محمد تفت يسار يا محمد ارفع انظر الرسول فاذا به يرى جبريل بين السماء والارض على عرش على كرسي يجلس يقول النبي صلى الله والله اني رأيته له ستمائة جناح طرف جناح جبريل عليه السلام يغطي ما بين السماء والارض فقط هذا جبريل واحد من الملائكة ما بين شحمة الملك شحمة اذنه وعاتقه مسيرة خمسمائة سنة وتخيل انت قطت السماء وحق لها ان تعط ما من موضع اربع صابع الا وهناك ملك ساجد او راكع ملائكة لله سيارون وله ملائكة بالبيت يطوفون سبعون الف ملك في البيت المعمور كل يوم يذهبون يطوفون ولا يعودون الى قيام الساعة ملائكة ايضا ومع ذلك اذا جاء يوم القيامة وامر الله الجميع ان يقفوا في ذلك المشهد العظيم ورفعوا ظهورهم ورؤوسهم قالوا مقولتهم المشهورة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك هل عظمت الله حقيقة التعظيم هل عرفت الله حق قدره هل عظمته سبحانه وتعالى الذي قهر الاشياء النار يقهرها الله بالماء يسكب عليها الماء الماء يتكون من ايش من يعرف اكسجين وايش وادرجين الاكسجين والهدرجين وايش مواد محرقة هي مادتين محرقة هذا هو القهر العظيم ومع ذلك هي مادة الحياة لان الله جل وعلا سيقلب هذا الماء يوم القيامة نار واذا البحار ايش سجرت تتغير الامور لان الله اراد ان يقهر النار بهذه الماء ومع ذلك قهر النار جل وفي علاه ابراهيم عليه السلام يرمى في منجنيق في مشهد تاريخي حقيقة امر فيه من العظم الشيء العظيم واذا بن نمرود بن كنعان ينظر وهو يجزم ان النار ستحرق ابراهيم من الوهلة الاولى من شدة النار كان يقال انه ما تمر الطيور ولا طائر يمر من فوقها الا احرقته النار واصبح رمادا من شدتها ومع ذلك يأتي الامر الاله يا نار ايش كوني بردا ما قال برد وانتهى الموضوع برد وسلام لو كانت برد لاصبحت مادة تجمد ولكن برد وسلاما وحددها الله على من على ابراهيم حتى لا تكون عامة وتكون فقط في تلك اللحظات وهذه النار تحديدا لان الله تبارك وتعالى اليس بهذا مشهد من مشهد عظمة رب العالمين سبحانه وتعالى وجلست النار تحترق او تحرق وينتهي ذلك الحطب وتخمد تلك النار ويخرج ابراهيم عليه السلام بامر الله جل في علاه لم يحرق من ابراهيم الا الحبل الذي ربطت به يديه فقط وهو ينفض الغبار عنه عليه السلام حتى اسلأ قال النمروت اني نذرت ان اذبح لربكم ستين بدنة ان ربكم هذا العظيم عمر عظيم ويخرج ابراهيم بل لما سئل عليه السلام عن افرى الايام التي مرت عليه قال احسن ايام التي مرت عليه هي الايام التي قضيتها في تلك النار الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا ايش حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء التوحيد الخالص ان تعرف عظمة رب العالمين وهو الذي نجى موسى في موقف ضعف موسى وليد وليدا طفلا صغيرا لما يا ايها الاخوة قصص القرآن فيها عبرة ومعنى العبرة الاتعاض هذا احد المعاني ومن معانى العبرة العبور ان تعبر بك هذه المواقف من حال الى حال ومن مكان الى مكان ان تت لنثبت به فؤادك ليثبت قلبك على التوحيد موسى عليه السلام تلده امه تخيل الام مسكينة مولود ثم يخرج ذلك الطفل ففرح به ويأتيها الامر من السماء ان تضع هذا الولد وين? وين? فالتابوت صندوق العقل البشري ما يستوعب طفل والتابوت تعرفون التوابيت هي ليست عندنا في السعودية لكنها موجودة في خارج المملكة في كثير من البلدان التابوت محكم احكام الى درجة ان الميت لا يتعفن من شدة احكامه وموسى تدرك ان التابوت سيموت الطفل وليد النبي صلى الله عليه وسلم يقول وضعته في التابوت هي اربعة اوامر جتها وكلها عقلا ظاهر العقل لا يتقبلها لكنها اوامر وضعته في التابوت طيب الرسول سلم يقول ظنت ام موسى ان التابوت سيكون قريبا منها عشان تفتح وتشوف الولد وترضعه وتهويه وترجعه وتراقبه وحطت الولد في التابوت شوي يأتيها امر ثاني القيه وين في اليم انتم متخيلين الموقف انتم متخيل ام يعني كيف تلقي ولدها في البحر القيه في اليم البحر هلاك كله حال هدوئه وحال هيجانه ثم استجابت لامر الابشر ما عندي معنى فحملته واخته ولاحظوا لفظ القرآن الله ما قال ضعيه قال ايش? القيه يلقى القائم يرمى فحملته واخته فالقته في اليم تخيل انت التابوت والام تشوف الولد او التابوت في داخلها الطفل هذا هي تنظر والتابوت يموج به البحر فخافت خافت ان يغرق ان يهلك فقال الله جل وعلا امر الثالث ولا تخافي حتى الخوف يا ام موسى ممنوع لا اله الا الله ولا تخافي طيب طيب ما خفت لكن يا بحزن على فراقه فيه بعد قال الله ولا تحزني حتى الحزن ممنوع ثم يقول الله لها انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين يقول النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا تحقيق امر الله قال وضعت ام موسى موسى في اول النهار وقد رضع من ثديها الايمن وما غابت شمس ذلك اليوم وجاع موسى الا وهو يرضع من ثديها الايسرة مرت القصة كلها وضع في البحر فالتقطه اهل فرعون ثم امتنع من المراضع من الامهاد ثم ذهبت اخته فقصت وعاد كلها في فترة النهار فقط حقق الله امره ولذلك اذا جاءك امر الله وعسى ان تكره شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم الله اشختم الاية به قال والله يعلم وانتم لا تعلمون ولذلك لا تتخيل عظمة الله مريم ام او ام مريم زوجة عمران ام قصتها رأت فرخا تطعمه امه طائر وتمنت الولد فطرة كاي ام وسألت ربها الولد انها تحمل ولما حملت ما تدري المولود او الحمل ذكرا او انثى نذرت اني نذرت لك ما في بطني محررا مش معنى محررا يعني خالصا لا اطلب من هذا الولد ما يطلبه الاباء والامهات يعني ما ابغى يكون قريب ولا يخدمني ولا يفعل لي شيء ابغاه لك خالص يخدمك يا الله نذرته لله نذرت لك ما في بطني محررا لكن يا مولدة اش طلع ولدا لبنت بنت فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى لان البنت بمثل ولد والله اعلم بما وضعت وليس الذكروا كالانثى لكنها ما فاتها ان تسميها ايش مريم واني سميتها مريم مش معنى مريم في اللغة المريم هي الخادمة يعني حتى على الاقل انال شرف الاسم من خدمتها لك يا رب العالمين لانها عرفت عرفت عرمة رب العزة والجلال فاقدرت ذلك الرب جل فعله قدره الله يقول وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى فحقه علينا عظيم ان نوحده توحيدا صادقا نؤمن بان حتى هذا الحق الذي هو لله ان الفائدة ستعود بعد ذلك لنا ولذلك النبي صلى الله عليه عليه وسلم كما في الحديث الذي رويه الدار قطني وغيره عن ابي ثعلبة قال ان الله تعالى ان الله فرض فرائضا فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشياء فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمة بكم او لكم غير نسياء فلا تبحثوا عنها ونكملوا بعد الاذان ان شاء الله ايها الاحبة حق الله عظيم ولا اظن لقاء او محاضرة يستطيع الانسان يتحدث عنه لكن اعرفنا ان حق الله هو التوحيد الخالص ويجب ان نعرف ان نستطيع ان نحقق حقه جل في علاه بقدرة البشر المحدودة وكما امرنا هو سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم ابتداء بمعرفة ربنا جل في علاه وان نعظمه كما قلت وان نعرف اسماءه وصفاته تبارك وتعالى تحصى هذه الاسماء معرفة وعلما نعرف انه الصمد انه القهار انه الجبار انه المنتقم انه الرحيم انه الرحمن انه الملك انه القدوس انه السلام انه المؤمن انه المهيمن انه العظيم انه السميع انه البصير إذا استشعر العبد هذه الصفات العظيمة وعظم الله علم أيضا إن شاء الله حق من حقوق الله التأمل في آياته في سماواته في أرضه إذا ذكرنا فقط التأمل في ذاتك أنها آية كيف في خلق السماء الله يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء يأمرنا الآن نتأمل بناها رفع سمكها فسواها وأقضش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها ثم قال متاعا لكم ولأنعامكم المتأمل في آيات الله سيرى أن أوضح الله دلالته للمتفكرين وأبدأ شواهده كذلك للناظرين وبين آياته للعالمين وقطع كل أعذار المعاندين أدحض حجج الجاحدين استنارت آيات ربوبية وسطعت دلائل الألوهية واضمحلت غمرات الشك وزالت ظلمات الريب تأملوا في قول الله جل وعلا في سورة النمل أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته الآية هذه تستوقفنا يهديكم في ظلمات البر والبحر الطائرة الماليزية هذه المختفية إلى اليوم آية كان يظن بعض الناس أن قوة الاستخبارات العالمية وأجهزتها وحداثة تقنيتها وما وصلت إليه صندوق الأسود انتهى أمس إلى حد المدة المحددة أن يكون فاعدا ويعمل ولنا الآن قرابة الشهر وقل من ذلك لا يمكن أن يُعثر عليه إلى هذه اللحظة لكن الله ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب الله جل وعلا ما تخفي عليه خافية يعلم دبيبا نملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء آه إله مع الله كنت في إحدى الفنادق في سفرة من السفرات فركبت في الأسنصير الفندق فأثناء خروج أو صعود إلى الدور في اثنين وعشرين أظن هو واحد وعشرين توقف إلى الأسنصير وأنا في داخل الأسنصير والأسنصير لما تعرفه لما ينتقل من دور إلى دور يكون ليواجهك إجداء والله الذي لا إله غيره أيقنت يعني بالموت فعلا تذكرت القبر وأضغط على الجرس ولا حد يرد وبقيت فيه قرابة خمسة واربعين دقيقة جلست عن الأرض أسبح وأذكر الله ولا أدري ما الموضوع الغريب أن الإدارة أو الفندق لم يعلموا والسبب كان في ذلك أن الأسنصيرات كانت قبل ذلك أصنع طلانا وكانوا حاطين اللوحات منع الدخول ويظهر أني ما انتبهت ودخلت بقيت خمسة واربعين دقيقة لكن والذي نفسي بيده كل شيء طرأ عليه في تلك اللحظة أول هو أتذكرت القبر ثانية أتذكرت الذي لا تخفى عليه خافية يعني كم من الأرواح والأعمال وتصعد إليه كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سمع في ليلة الإسراء والمعراج دوي كدوي النحل يطوف حول العرش فسأل ما هذا وقيل هذا ذكر الذاكرين لله في الأرض يرتفع إلى السماء ويطوف حول عرش الرحمن الله جل في علاه يعلم ما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون مثل هذه المواقف التي تمر بالإنسان يستشعر معها عظمة الله أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء وائل ابن العاصر ابن الوائل السهمي أتى إلى النبي وش معه معه رفات قيل أنه رفات طير ميت دخل به على النبي صلى الله عليه وسلم فرفعه ثم نفذه وطار رفاته بالطير وتساقط في الأرض قال يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذا عظام أصبحت رفاثا تزعم يا محمد أن ربك يحييها فقال نعم إن الله هو الذي أحياك وأنه يميتك وأنه يبعثك ثم يدخلك النار فأنزل الله جل وعلا أولم يرى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار إلى آخر الآيات فالله تبارك وتعالى إذا عظمه المعظمون وعرفوا قدره عرفوا من هو هو الأول والآخر أول ليس له مبدئ آخر جل عن منتهي ظاهر بالدليل باطن بالحجاب يثبته العقل ولا يدركه الحس إنما يقع الإشكال في وصف من له الإشكال وإنما تضرب الأمثال لمن له أمثال فأما من لم يزل ولا يزال فما للحس معه مجال عظمته عظمت عن نيل كف الخيال كيف يقال له كيف والكيف في حقه محال أن تتخايله الأوهام وهي صنعه وكيف تحده العقول وهي فعله كيف تحويه الأماكن وهي وضعه انقطع سير الفكر وقف سلوك الذهن بطلت إشارة الوهم عجز لطف الوصف عشيت عين العقل خرس لسان الحس من بيان عظمته أنه رفيع الدرجات من أثر قسره تسبح له السماوات من توقيع أمره يأمر بالعدل واقع زجره ينهى عن الفحشاء ينادي على باب عزته أو ينادى على باب عزته لا يسأل يصاح على محجة حجته لمن الأرض ومن فيها نظر بعين الاختيار إلى آدم هذا يقوله ابن الجوزي فحضي بسجود ملائكته وإلى ابنه شيف فأقامه في منزلته وإلى نوح فنجاه من الغرق بسفينته وإلى إبراهيم فكساه حله خلته وإلى إسماعيل فأعان الخليل في بناء كعبته وافتداه بذبح عظيم في ضجعته وإلى لوط فنجاه وأهله من عشيرته وإلى شعيب فأعطاه الفصاحة في خطبته وإلى يعقوب فرد حبيبه مع حبيبته وإلى يوسف فأراه البرهان في همته وإلى موسى فخطر في ثوبه مكالمته وإلى داود فألان الحديد له على حدته وإلى سليمان فسخر له الريح يتنقل به في مملكته وإلى أيوب فيها الطوبة لركضته وإلى يونس فسمع نداءه في ظلمته وإلى زكريا فقرن سؤاله بشارته وإلى عيسى فكم أقام ميتا في حفرته وإلى محمد صلى الله عليه وسلم فخصه ليلة المعراج بالقرب من سدرته وأعرض عن إبليس فخزي ببعده ولعنته وعن قابيل فقلب قلبه إلى معصيته وعن نمرود فقال أنا أحيي الموتى ببلاهته وعن فرعون فدع الربوبية على جرأته وعن قارون فخرج على قومه في زينته وعن أبي جهل فشقي مع سعادة أمه وابنه وابنته هكذا جرى تقديره والاعتراض على قسمته ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته فلا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله سبحانه إله واحد ليس له شريك وليس له مثيل في ذاته أو صفاته أو أفعاله كل ما في الكون من إبداع ونظام وتوافق وانسجام يدل على أن مبدعه ومدبره واحد فهو الله الذي لا إله غيره لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون وليس التوحيد أيها الأحبة مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله وأن الله رب كل شيء ومليكه كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشيكون بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل له وكما للانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاء والحب والبغض ما يحل بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها فاعرفوا ربوبية ربكم جل في علاه فهو رب السماوات والأرض ومن فيهم وما فيهم خلق كل شيء فقدره تقديرا وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى ولا يستطيع أحد من خلقه أن يدعي أنه الخالق أو الرزاق أو المدبر لذرة في السماء أو في الأرض وما ينبغي لهم بل والله وما يستطيعون وهو تعالى واحد في أولوهيته فلا يستحق العبادة إلا هو ولا يجوز التوجه إلا هو بالخوف والرجاء إلا لا لا خشية إلا منه ولا ذل إلا إليه ولا طمع إلا في رحمته ولا اعتماد إلا عليه ولا انقياد إلا لحكمه والبشر جميع خلق الله جل في علاه أنبياء وصديقين وشهداء وملوك وسلاطين عباد لله جل في علاه لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ظراء ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فلا إله إلا الله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون أنا تؤفكون هو الله الذي دعاكم دعاني إليك العلم والحلم والحجا وهذا الكلام النظم والنائل النثر يا عرب وعودك حق لم نزل في انتظارها وكل الرزايا في جوارك تصغر ودينك يسر واعتدال ورحمة ونورك في كل الدياجير يسفر أحبك والعقل الحصيف يقودني إليك وقلبي بالصبابة يأمر ربي لك الحمد لا أحسي الجميل إذا نفذت يوما شكاة القلب في كرب فلا تآخذ إذا تزل اللسان وما شيء سوى الحمد في الضراء يجمل بي لك الحياة كما ترى بشاشتها فيما تحب وإن باتت على غضبي رضيت في حبك الأيام جائرة فعلقم الدهرين أرضاك كالعذب يا عرب أمطر علينا سحائب جودك ثرة وانظر إلينا برحمة لا نغرق يا عرب نسألك اللهم أن تجعلنا لك من الموحدين اللهم واجعلنا لك يا حيا قيوم من المؤمنين اللهم إني أسألك في هذه الساعة الذي قصرنا في حقك ونعترف وما قمنا بواجبك ونعترف وما قدرناك حق قدرك نسألك اللهم أن تعفو عنا تقصيرنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نثني عليك ثناء ينيق بجلالك وعظيم سلطانك فأنت أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد فلا إله إلا الله اعرفوا حق الله وقوموا بحقه جل في علاه واعلموا أن الله تبارك وتعالى يقبل منكم التوحيد الخالص ولذلك يقول معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله ومات على ذلك دخل الجنة اللهم أمتنا على لا إله إلا الله اللهم أمتنا على لا إله إلا الله واجعلنا ممن يعرف حقك يا رب العالمين اللهم إنا نؤمن بك ونتوكل عليك ونستعين بك ولا رجاء إلا بك ولا توكل إلا عليك ولا اعتماد إلا عليك ولا استعانة إلا بك اللهم أعنا على إقامة حقك وإقامة هذا التوحيد يا رب العالمين الخالص لك كل غيان الجلال والإكرام اللهم أن يسألك في هذه الساعة الكريمة أن تغفر لي إخواني الحاضرين كلهم واغفر لي أخواتي الحاضرات واغفر للمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات اللهم يا رب العالمين إن هؤلاء العباد حضروا تقديرا لذاتك رغبة في أن يعرفوا حقك اللهم إنهم قد حضروا في بيت من بيوتك اللهم أنت أقرب منهم اللهم أنت أقرب لهم منا وأعرف بحالهم منا ومنهم اللهم كل واحد منهم في نفسه حاجات وفي صدره زفرات ويدعوك في هذه الساعة ويناجيك اللهم حقق لكل واحد منهم مسألته اللهم حقق لكل واحد منهم مسألته اللهم حقق لكل واحد منهم مسألته اللهم أعطهم حتى تدهشهم اللهم رضهم وارض عنهم اللهم اقضي الدين عن المدينين منهم واشفي المرضى من المرضى منهم اللهم يا حي يا قيوم من كان بله حاجة وعليه هم ودين وكرب فنفس كربه واقضي دينه وتولى أمره وأصلح ما بينه وبين زوجه اللهم إن في بيوت المسلمين من اللأواء والضراء والبكاء والدموع ما لا يعلمه ولا يكشفه إلا أنت اللهم أنزل الرحمة على بيوت المسلمين واجعل بيوتا دو مودة ورحمة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تصلح شبابنا وأحوالنا اللهم إنا قصرنا في حقك فسمعنا حتى الإلحاد بك والكفر بذاتك والجرأة عليك وعلى نبيك ودينك وكتابك اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا وأهدهم إليك هداية ترضى بهم عنهم يا رب العالمين اللهم يا خالقنا ومولانا إن لنا إخوة في الدين في أرض الشام في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي أوساط أفريقيا وفي بورما حالهم لا يعلمه إلا أنت اللهم إنه قد عثى فيهم عدوا من أعدائك فقدت لهم ولم يرحم شيبة شائب ولم يرحت شيبة عجوز ولا ضعف طفل ولا أنوثة امرأة اللهم إنا نسألك لهم رحمة لا تبقي لهم بعدها بؤسة اللهم ارحم إخواننا في سوريا اللهم ارحم إخواننا في سوريا اللهم ارحمهم في أوساط أفريقيا اللهم ارحمهم يا حي يا قيوم في فلسطين والعراق وفي بورما اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا سميع يا بصير يا قهار يا جبار يا أرحم الراحمين أسألك بأسمائك كلها وندعوك بعظمتك وجبروتك وقوتك أن تسلط على بشار وأعوانه وعلى أعداء الدين في كل مكان اللهم إنهم خلق من خلقك لا يعجزونك إنهم طغوا وبغوا في بلاد المسلمين وأكثروا فيها الفساد اللهم ارحم الأطفال الذين يبكون اللهم إنا قد رأينا أطفالا صغارا بُتّرت أطرافهم وانهدمت عليهم بيوته واشردوا من ديارهم اللهم يا حي يا قيوم اللهم إن رحمتك سبقت غضبك اللهم كن بهم رحيما يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا خذ لا ننأ اللهم اغفر لنا خذ لا ننأ يا ذا الجلال والإكرام حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله وكفى حسبنا الله لا إله إلا الله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأشكر القائمين على هذه السلسلة وعلى هذا الجامع جعل الله ذلك في ميزان حسناتهم إن كان من توفيق فمن الله وإن كان من خطأ فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله وأستودع الله صحبا كنت أذخرهم في النائبات فلا ظلم ولا عار الملتقى في جنان الخلد إن قبلت منا صلاة وتسبيح وأذكار تم الكلام وربنا محمود راعل على سبحانه والجود ثم الصلاة على النبي محمد ما طار قمري وأورق عود أعظم شرف أن تتحدث عن رسول الهدى عليه الصلاة والسلام وكلما سمعتم هذه نصيحة ووصية في هذه المحاضرة وغيرها كلما سمعتم اسم محمد عليه الصلاة والسلام فصلوا عليه وسلموا تسليما وأبشروا بالأجور الكثيرة يقول كعب أو بي بن كعب أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله إني أجعل لك من صلاة ربعها يعني وقت ذكري أعطيك ربعه أذكرك به وأصلي عليك فيه قال النبي خير لك ولو زدت لكان خيرا فقال إذن أجعل لك من صلاة نصفها قال خير وإن زدت فهو خير لك قال أترك لك من صلاتي ثلثها قال خير وإن زدت فهو خير لك قال إذن أعطيك وأجعل لك كل صلاة يا رسول الله قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك ولذلك صلوا على رسولكم فإن في الصلاة عليه أن تكفى همومك وأن تغفر ذنوبك وأن يخفف الله عنك مما أصابك سؤال أنتم مشتاقين لمحمد صلى الله عليه وسلم نعم أنا متأكد أن في قلوبنا شوق لرسولنا عليه الصلاة والسلام يتجاوز الحد أقرب لكم من منا فقد أب أو أم أو أخ أو حبيب لما يأتي على طيفك ذاكرته أو ترى صورته أو تسمع اسمه شعورك ما هي لك أن تتخيل أنه ينبغي ويجب أن يكون الشعور الحقيقي تجاه رسولك عليه الصلاة والسلام أعظم ولذلك يقول عمر عبد الخطاب مررت في سكك المدينة يقول فرأيت النبي شفت الرسول عليه الصلاة والسلام فسلمت عليه شوفوا الخلق العظيم من محمد بن عبد الله لأصحابي عليه الصلاة والسلام يقول فابتدرني النبي يعني قام لي فأول ما سلمت عليه يقول أمسك بيدي شيء من الحب والألف قال فكان في نفسي شوقا لرسول الله أكثر أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام لكن لما أمسك بيدي زادت زاد الحب والشوق لرسول الله عليه الصلاة والسلام يقول فمشينا قليلا شوي قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر أتحبني قال نعم يا رسول الله قال أكثر من مالك قال أكثر من مالي قال أكثر من أهلك قال أكثر من أهلي قال أكثر من ولدك قال أكثر من ولدي قال أكثر من نفسك قال لا فأطلق النبي يده قال إذن حتى أكون أحب إليك أكثر من نفسك لا يكتمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك وولدك ومالك وأهلك والناس يجمعين يقول عبدالله بن عمر راوي الحديث فرأيت أبي عمر يمشي قليلا يعني راح مكان في خلاء ووقف يقول فجلس يتأمل في السماء عمر يقول فرجع وهو يبكي قلت يا رسول الله والله إني أحبك لأكثر من نفسي قال الآن يا عمر يعني الآن اكتمل إيمانك يا عمر يقول عبدالله بن عمر فقلت لأبي سؤال وش اللي غير الموضوع كيف لما ذهبت واختليت بنفسك رجعت فكان النبي أحب إليك حتى من نفسك قال يا عبدالله تذكرت أمرين اثنين اسأل نفسك هالسؤالين يقول قلت لنفسي الذي أنقذك الله به من الجهالة إلى العلم ومن الضلالة إلى الهدى من يقول فقلت رسول الله يقول فقلت يوم القيامة أنا أحتاج نفسي أكثر ولا أحتاج النبي عليه الصلاة والسلام أكثر يقول فعلمت أني أحتاج الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر وهذا هو الذي جعله أكثر في قلبي حبا يقول عبدالله بن عمر فعلمت أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لا يكتمل إيمان عبد حتى يكون الله ورسوله أحب إليهما مما سواه الآن حب الولد حرام ولا حلال حلال حب المال حلال ولا حرام حلال ما لم يطغى حب الزوجة حب العشيرة حب المال كل أشياء حلال قل إن كان أباءكم أيش كملوا وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله الموضوع اختلف لما تصبح هذه الثمان المحبوبات الحلال أحب إليك من الله ورسوله فتربص تتربص العذاب تتربص المصيبة لا يمكن أن يقدم أحد على محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أنا مبعد بديت في موضوعي ودي أنقلكم من جامع الشبلان إلى مسجد المدينة وبنقلكم من أبهى إلى طيبة أبغاكم تعيشون معها المشاعر لأنه إحساسك بالواقع يخليك تشعر بمن تتحدث عنه المدينة الآن إذا دخلناها حلنا كلنا وجنون يقول يا أخي تشعر بركة تحس براحة هذا كلام يتداولها العوام وهذا الكلام صحيح لأن في المدينة بركة أبذكر لكم أنا أريد من الحديث عن المدينة جوي أن ننتقل بروحنا ومشاعرنا وإيماننا هناك علشان نعرف ما نتحدث عنه حيننا نتحدث عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يعقل أن المدينة من ألف واربعمائة سنة لا تزال فيها بركة البركة والراحة الذي يجدها المؤمن في المدينة ليب عبث لك أن تتخيل أنا قلت لكم الآن أن تقلوا معي من أبها إلى المدينة لك أن تتخيل أن المدينة نزل فيها جبريل جبريل أنت متخيل هذا يعني أنت لما تدخل حدود المدينة يجب أن تستشعر أن أمين السماء نزل على أمين الأرض ترى جبريل انقطع بعد نزول عيسى بعد ما رفع عيسى انقطع عن الأرض وقيل أن ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وعيسى أربعمائة وخمسين سنة وهذا اللي كلام هذا ليس كلامي هذا كلام أهل السيارة منهم وابن هشام وغيرهم يقول فلما نزل جبريل على النبي في جبل أو في غار حرة احتضن الرسول هذا الحضن شوق كأنه يقول أنا مشتاق لك يا محمد أنا أنتظر اللحظة هذه من فترة من سنوات لأن جبريل موكل إليه الوحي ينزل من السماء بوحي رب السماء إلى الأرض فالانقطاع هذا جبريل لما تدخل المدينة يجب أن تستشعر كم نزل جبريل من مرة أمر آخر أمر آخر المدينة القرآن هذا الذي بين أيدينا نزل نصف القرآن في المدينة تقرؤون سورة مدنية سورة مكية السورة المدنية نزلت في المدينة نصف المنهج والقرآن كتاب الله كلام الله نزل في هذه الأرض نزل على النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يستشعر المسلم أن أول صلاة جمعة كانت في المدينة أول مسجد بني بعد الأقصى طبعا ومكة هو في المدينة يعني بعد الإسلام بني مسجد قبع فحينما تستشعر مثل هذه الأمور سيصبح هناك أمر آخر أيضا فيه نقطة في المدينة لأنني ما أبغى نروح المدينة ونرجع سياحة لا فيه قطع مواقع في المدينة بيننا وبينها علاقة فيه أرض جيبوا لي أرض في الدنيا أرض في الدنيا إذا دخلت تجد فيها مواضع ستجدها في الجنة ما فيه إلا في المدينة إلا في المدينة جبل أحد الرسول يقول جبل أحد يحبنا ونحبه في أحد يحب حصاء ولذلك لما ترقى على جبل أحد رغم أنه حجر تشعر براحة نرقى على الجبل ما نحس براحة لكن هذا الجبل له ميزة طبعا أنا هنا لا أشرع بمعنى لا يتصور الإنسان أن هناك دليل على زيارة الجبل أو أن الجبل له فضل لا الجبل له فضل لأن النبي أثنى عليه وله الحب عندنا لكن نحن والسنة نعمل بما وردت بالسنة والأحاديث لكن هذه الأماكن تنقلنا جبل ترى طول جبل أحد سبعة كيلو تدور عليه يمكن بالسيارة الآن بثلث ساعة أو نصف ساعة هذا الجبل إضافة إلى ذلك أنه جبل من جبال الجنة تبغى تشوف جبل من جبال الجنة أكيد ناظر جبل أحد هذا الشعور يعطيك دافع آخر هذا الجبل اللي يرقبه فيه تعرفون غزوة أحد وين سارت عند جبل أحد وجبل الرمات على جبل أحد في منطقة يقال لها الشق أنا رقيت لها شقتها بعين هذا المكان صعد لها النبي عليه الصلاة والسلام والله يا جماعة المكان بهذه الطريقة جبل كأنه مضلة هذا المكان الشق يسمى لما صعد النبي قال الجبل 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 في هنا هذا الموضع الرسول صعد له عمره ثلاثة وخمسين سنة الرسول بعث وعمره أربعين سنة هاجر بعد ثلاثة عشر سنة ثم في السنة الثانية حدث غزوة بدر السنة الثالثة غزوة أحد فبالتالي أنت تتحدث على جبل حجر بطوله سبع كيلو هذا جبل من جبال الجنة الذي نحن نشعر الحقيقة بمكانة هذه المدينة ومكانة ساكنها قبل ذلك صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم الامر الثاني سؤالي وانت دور في المدينة يعني احيانا ادخل المسجد المسجد النبوي المسجد فيه قطعة من الجنة اللي هي والشيء الروضة اختلف العلماء الرسول يقول ما بين بيتي ومن بريد روضة من رياض الجنة هذا كلام لا ينطق على الهواء هذه القطعة من الجنة العلماء اختلفوا هل نفس هذه القطعة بشكلها ومساحتها في الجنة او ان من صلى فيها كعنما صلى في الجنة هذا محل الخلاف لكن في النهاية هذا المكان في الجنة مرة كنت صلي في الروضة انا ما احب اذكر الحقيقة القصص الواقعية اتجنبها بكل لقاءاتي ومحاضراتي الاعتبارات كثيرة لكن بعض المواقف احيانا تجبرك ان تذكر صليت في الروضة قبل سنوات كانت الروضة او المسطد عموما النبوي يغلق بعد الساعة اثناشة الفترة هذه قد يدخل من يدخل يسر الله ليدخول في المسطد وفي مجموعة بالاحاد يعني يعدون كان فيه رجل من دولة عربية يصلي في نفس الروضة شافني وعرفني وسلم ويبكي وجلس يذكر عن نفسه كلام انه وقع في معاصي وقع في ذنوب وانه هو يقول انا اخف اخاف ان الله ما يغفر لي جاء بباشرة في ذهني مقولة قالها ابن الجوزي رحمه الله فقلتها له قلت شف يا اخي انت وينك فيها الان قال انا في المسطد النبوي قال اواش انا في المدينة قلت لا الان وين فيه قال انا في مسطد النبي صلى الله عليه وسلم قلت وين تصلي فيه بالضبط قال اصلي في الروضة قلت هذه الروضة جنة ومكتوب طبعا في المسجد على المحراب موجودة الحديث ما بين بيتي قالت اقرأ الحديث فقرأ قلت تعرف وش معنى هذا الكلام هذا كلام ابن الجوزي وليس كلامي يقول ابن الجوزي من دخل جنة الله في ارضه حقا عليه ان يدخله جنته في اخرته افرحوا فرحمة الله واسع اذا انت الله هيألك ان تصلي في قطعة سماها النبي انها جنة في الدنيا رحمة الله اوسع ان يحرمك من جنته في الاخرة ولذلك اذا دخل الانسان الى الى هذه المدينة او الى حتى هذه الرورة سيجد العجب في استوانة عمود الاعمدة تسمى في اللغة الاستوانة او السارية استوانة ستجدونها موجودة قريبة من المحراب تسمى استوانة السرير مكتوب عليها كذا استوانة الى اليوم وجودة وش استوانة السرير من يعلم هذا المكان الذي كان يوضع فيه سرير النبي عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف كان يعتكف النبي عند هذا العمود هذه السارية اذا دخلت المدينة يا رجل وانت في الروضة لو صليت في المحراب اللي موجود المحراب اللي موجود قطعا ستصلي مكان ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد تكون موضع جبهتك موضع جبهة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام قد يكون موقفك في الصف هو موقف مبكر وعمر وعثمان وبلال هذا الاستشعار مهم جدا ان يستشعر الانسان اولئك القدوات العظام الكبار في استوانة اخرى عمود ثاني يسمى استوانة عائشة رضي الله عنها امنا ام المؤمنين تقول عائشة هذا هنا كان يصلي النبي في الليل اذا راح الناس فيوتهم خرج النبي من حجرته او من حجراته والحديث في مسند الامام احمد فصلى عند العمود هذا يصلي الليل تقول عائشة كان يصلي النبي هنا في الليل وسميت باستوانة عائشة لانه الموضع الذي كان النبي او لان عائشة دلتنا على هذا الموضع الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنب المحراب جنب المنبر على اليسار اذا كان وجهك عكس القبلة مباشرة الى الشمال ستجد ايضا اسطوانة او عمود يسمى المخلقة وهذا العمود هو الذي كان يتكئ عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقيل لما كان يخطب على جذع نخلة كان يتكئ عليه وقيل ان الحديث هذا اللي سأذكر لان فيه ضعف بل قال بعضه العلم انه موضوع لكن حنين الجذع صحيح اما حديثه فهو الموضوع فقال فحن ذلك الجذع الجذع واختلف العلماء هنا الكلام هل اللي حن الجذع النخلة او هذا الجذع او هذا العمود الذي كان يتكئ عليه النبي هذا الان مكانه عمود مكتوب عليه السطوانة المخلقة وسميت بهذه التسمية قيل لانها دفنت في نفس الموضوع قال النبي عليه الصلاة والسلام اترضى او تهدأ وتكون رفيقا لي في الجنة وفي بعض الروايات وان كان فيها علل انه دفن تحت هذا الموضوع اي الجذع هذا الاستشعار في ظني انه ينقل الانسان الى موضع ايمان واكرر ذكري لمثل هذا ليست كما قلت ان يشرعين الانسان امرا لم يرد فيه نص يعني ما يجوز روح انتمسح في جذع ولا في عمود لا لكن حينما تستشعر تستشعر وانت في داخل هذا المكان جيبوا لي ارض جيبوا لي اي بلد اي بلد الان ما شاء الله ابهى حباها الله وكساها بها الجبال وها الخضار وها الامطار وها الجمال لكن جيب لي منطقة منطقة اذا كان جنبها مقبرة ترتفع اسعارها ما فيه الا المدينة عند مقبرة البقية لان هذه المقبرة تقول دفن فيها من بنيت حضارتكم على جماجمهم عشرة الاف من الصحابة عدد الصحابة مية وعشرين الف على صحق والهل العلم عشرة الاف منهم دفنوا في داخل المدينة وعدد كبير دفنوا في مقبرة البقيع ابن النبي ابراهيم الصغير دفن في نفس المقبرة الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى دفن في مقبرة البقيع ومقبرة البقيع اليوم يجزم فيها الاموات الشيخ محمد ايوب رحمه الله دفن فيها قبل ايام الشيخ محمد الغزالي جاء ليلقي محاضرة في المدينة وجاءت ذبح صدرية فتوفي على كرسيه ودفن في البقيع ونقول المقبرة هذه ايضا نحن ندرك ان قبر النبي فضل على قبول الصحابة انهم لا ينفعون ولا يضرون عنا ما نتقرب باموات ولا نتمسح باموات ولا ندعو اموات ولا عندنا اضرحة على اموات ولسنا ممن يشرك مع الله احدا معاذ الله لكن استشعار اذا وقفت في المدينة سترى تاريخ تاريخ مجيد عظيم كبير ولذلك كل كان يتمنى يموت في المدينة عمر بن الخطاب يقول اللهم اني اسألك شهادة في مدينة رسولك وقت عمر ما كان في حروب في المدينة الحروب في العراق وفي الكوفة فقال الصحابة تسأل الله الشهادة في ارض الامان قال ان الله يعلم ذلك فان كتبه سيكون ويقتل في محرابه شهيدا ودفر رضي الله عنه وارضاه مع صاحبيه ولذلك الايمان الايمان انا نقلتكم المدينة لان الايمان يأرز الى المدينة كما تأرز الحية الى جحرها واش معنى تأرز يعني لو في حية اردت قتلها ولا رأت هربت وفردت تبحث عن جحرها الايمان يأرز يذهب يفر يدخل الى ارض المدينة ولذلك يوم اواخر للزمان لما يخرج المسيح الدجال البلدين التي لا يدخلهم الدجال مكة والمدينة لان الايمان يأرز الى مكة ويأرز كذلك الى المدينة يا جماعة المدينة محاطة استشعروا حتى تعرفون عظمة من سنتحدث عنه انا اليوم بتحدث رأي عن محور واحد ما راح اقدر اتحدث عن سيرة النبي طرحت السيرة في قناة بداية ونعمل على موسوع الحمد لله او شكت على الانتهاء لكن ما راح اتكلم لا عن مولده ولا عن حياته ولا عن بعثته ولا عن جهاده هذا يحتاج مجلدات واوقات ابتكلم فقط عن جزئية واحد اختم بها محاضرة بعد ما احدثكم عن المدينة ولذلك المدينة محمية بحمايتين الحماية الاولى ان الله جل وعلا حمل مدينة بالملائكة من الشياطين ولذلك لا تدخل لا يدخل الدجال المدينة لم فيه ملائكة في رواية انهم ملكين وقيل ملائكة ولم يحدد عددهم فحماها الله من شياطين الانس والجن الجن الملائكة تحرسها وهذا هو احد اسباب البركة ومحفوظه المدينة بتضاريسها المدينة من جميع الجهات الشرقية والغربية حرتين والجهة الجنوبية جبال الجهة الشمالية هي المفتوحة وهي التي اشار سلمان الفارسي رضي الله عنه على النبي ايام غزوة الخندق ان يحفر خندق لان المدينة مغلقة من جميع الجهات الا من هذه الجهة وهي محفوظة بحفظ الله ولذلك ما تدخلها لا دبابات ولا جيوش من جميع الجهات محفوظة فحفظها الله بالتضاريس من شياطين الانس وحفظها الله بملائكته من شياطين الجن ولذلك الراحة التي يجدها الانسان سيعلم انه اذا دخل المدينة يسلم على اعظم مخلوق خلقه الله جل في علاه سؤال من افضل النبي ولا الملائكة هذا منهج اهل السنة والجماعة النبي افضل من الملائكة وقال العلماء انه افضل من جبريل ومن ميكائيل ومن اسرافيل ومن ملك الموت اختلفوا العلماء فقط هل هو افضل من حملة العرش ولا حملة العرش افضل منه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية هل النبي افضل من هؤلاء الثمانية او الثمانية افضل هذا محل خلاف من اهل العلم شيخ الاسلام اختار ان الثمانية افضل وعدد من المحققين اختار بان النبي افضل منهم فالنبي عظيم تتكلم عن محمد بن عبدالله تتكلم عن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وببشركم ببشارة صلوا عليه وسلم وتصليم الرسول يقول ما من احد يصلي علي الا رد الله الي روحي فارد عليه السلام اللهم صلي على محمد اش اسمك انت اش اسمك محمد الان تأتيك صلاة من محمد بن عبدالله باسمك يا علي وانت في ابا وفي جامع الشبلان المؤمن يستشعر هذا مو بكلامنا من صلى عليه صلاة رد الله له روح وفي رواية قيض الله ملكا يأخذ الصلاة فتروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويردها سلاما وصلاة عليك اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد والاعمال تعرض على النبي مثل الليلة وهذه من توفيق الله لنا الليلة يقول النبي تعرض اعمالكم علي يوم الخميس ليلة الجمعة فما كان منها خيرا حمدت الله وما كان غير ذلك استغفرت الله لكم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد النبي عليه الصلاة والسلام الآن اعطيتكم اجواء المدينة واظنكم بدأت وتشتاقون اكثر ونعيش حب للنبي عليه الصلاة والسلام الاخوان المصين يقول فلان واحشني وانا مشتاق له والنبي صلى الله عليه وسلم قالها لجبريل وجبريل قالها له فالصحيح انقطع جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما انقطع عن الوحي قال تأخرت علي واشتقت لك قال والله اني اشتقت لك اكثر مما اشتقت الي ولكنني عبد مأمور انا عبد اي امورا الله واتي وما نتنزل الا ايش وما تتنزل الا يا امي ربك الملائكة تنزل بامر الله وجبريل عليه السلام كذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام سؤالي الخاصة للشباب لو انك عايش في وقت النبي عليه الصلاة والسلام تضحي كما ضح الصحابة ولا لا قولوا ايه ابلغ نفسك هنية والله لو عشنا لنضحي كما ضحى ابو بكر وعمر وعثمان ما رح نصل فضلهم قطعا لكن سنفعل كما فعلوا يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربة بها توسلوا ولكلهم فضل وقدر صاطع لكنه الصديق منهم افضل هذه الامية شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كنا بين يديه اليوم لضحينا ولقمنا بما قام به الصحابة رضوان الله عليهم تشبئا واقل ان تكون النية موجودة ولذلك النبي تعجب من ايماننا جلس الرسول مع الصحابة قال اني لا تعجب من ايمان قوم او خلق من تظنون يقول لهم ايدي الصحابة يقول فيه ناس انا متعجب مخلوقي متعجب من ايمانهم الصحابة يمسمعوا متعجب الرسول تعجب من ايمان معناتهم اعلى منه في ظنهم قالوا الملائكة يا رسول الله قال لا 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 اولئك خلق قربهم الله يطيعونه ولا يعصونه ويفعلون ما يؤمرون هذولهم مكان خاص قال بعض الصحابة اذا الانبياء والرسل قال لا لا اولئك قوم اصطفاهم الله لرسالاته وانزل عليهم وحية قالوا اذا اذا من انا احن يا رسول اصحابك لاننا نلتقينا بك قال لا انتم اصحابي فقد رأيتموني وانا بين ظهرانيكم اذا من يا رسول الله قال اعجب من ايمان قوم امنوا بي من امتي ولم يروني اللهم صلي على محمد وعلى اهل محمد احمدوا الله على هذه المزية وعلى هذه النعمة ولذلك قد تبلغ بطاعة وبايمان وبعمل صالح ما بلغ اولئك الافداد فاخلص النية واستعينوا بالله سبحانه وتعالى حتى يكون الانسان قريبا من ربه سبحانه وتعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم يعني كأن النبي من قام الاب وفي اية كل ما ذكرتها ايتين تستوقفون الاية الاولى لقد جاءكم رسول من انفسكم تعملوا القرآن يا جماعة عزيز عليه على النبي يعني صعب ما عندتم انكم تعصون الله حريص عليكم حريص علينا وبذكر لكم هذا الموقف لساقف اليوم فيها الاية حريص عليكم ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم قال علماء الرؤوف رؤوف بالطائعين ورحيم بالعصات والمذنبين فصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والرسول الله جل وعلي يقول عن نبيه عليه الصلاة والسلام واعلموا ان فيكم ايش رسول الله الرسول فينا بسنته فينا بهديه فينا بسيرته فينا بتعاليمه فينا بهذا الوحي الذي بين ظهرانين وآيدينا القرآن والسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما مات الا وقد بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وجاهد في الله جل وعلا حق الجهاد حضارة الامة تاريخ الامة قام على يد محمد عليه الصلاة والسلام اذا زرنا المدينة يا جماعة اذا رأيت القناة السنة ورأيت المسجد النبوي ورأيت معالم المدينة اعرف ان هناك حضارة وان هناك قوة وان هناك ميراث وان هناك نزل الوحي ولذلك اليوم نتحدث ونحن باحساس وحب وشوق ورغبة وتعلق بنبينا عليه الصلاة والسلام سيرة طويلة تتكلم عن السيرة مثلا في دروس الامل من علمنا الامل اللي ضغطت الدنيا انا اعرف ان في المسجد الان عشرات الرجال ركبتهم الديون واعرف ان من بيننا من بينه وبين زوجته يمكن اليوم مشكلة قد تصل الطلاق واعرف ان في المصلة امرأة تبكي وتذرف عينها اما اتهمت في عرضها او رفع الزوج يده عليها واعرف ان في الامة من الهموم والغموم الشيء الكثير تتصورون ان الرسول بعث الامل في نفوسنا دخل النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد في غير وقت صلاة ولقى رجل من انصار يقال له ابو امامة فقال النبي ما لي اراك تجلس في المسجد في غير وقت صلاة قال هموم لزمتني وديون اثقلتني يا رسول الله قال اولا ادلك على قولني اذا قلت اذهب الله عنك همك وقاب الله عنك دينك قال بلى يا رسول الله قال قل اللهم اني اعوذ بك من الهم والغم او الحزن والهم واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من البخل والجبل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يقول ابو امامة والله اني قلتها فاذهب الله عني همي وقضى الله عني ديني النبي صلى الله عليه وسلم تعلمنا من سيرة دروس الامل وعدم اليأس تعلمنا ان الامل كبير ولو اظلمت الدنيا تعلمنا دروس الاخلاق تعلمنا درس مهم وهو ان الحق خالي تعلمنا ان البذل والعطاء لاجل قيام التوحيد والسنة انه دين تعلمنا دروس في التخطيط وهذا ذكرت في دروس السيرة دروس في في الادارة دروس في فن التعامل مع الزوج مع الجيران مع الحاكم مع الغير المسلم دروس في في النهضة كيف تنهض الامم وكيف تقوم ولذلك تجدون انجح تجربة بشرية مرت على وجه الارض تجربة محمد صلى الله عليه وآله وسلم حياة محمد عليه الصلاة والسلام ولذلك معاني الرسول الرسول عليه الصلاة والسلام من الاعلى يقول ابن القيم الرسول من الاعلى مقطوع. ومن اسفل مقطوع. ومن النصف مقطوع. وش معنى الكلام? قال من الاعلى قد مات ابوه. ومن الاسفل ليس له ابناء يريثون. ومن النصف صلى الله عليه وآله وسلم انه عليه الصلاة والسلام ما خلف دينارا ولا درهما. لكن النبي جاء يتيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يتيما. يعني حملت امه وسافر ابوه. يقول النبي ان اباه قد سافر وامة كانت حامل لم تعلم بحملها بعد. اكتشفت انها حامل بعد سفر ابيه بشهرين. ومات ابوه وهو حمل في بطن امه. ولما ولد صلى الله عليه وسلم يتيم ربته امه. كيف ماتت هالام. شوفوا كيف عانى من البدايات. يقول ذهبت امي ذهبت معها. وذهبت معهم امرأة من الموالي. اظنها ام ايمن او غيرها الان نسيت اسمها. فذهبوا من مكة الى المدينة. يجرون خوال النبي صلى الله عليه وسلم. او خوال ابوه من الانصار. هذا من الوفاء من الزوجة. بعض الزوجات لهم تقول لا تروح لا لأهل ابوك الله لا يبغاهم اللي ما يبغوهم بينما تقرب وتربي الولد على زيارة اهل والدة. يقول فمررت على قبر ابي. ومكثنا في المدينة شهرا. هذا الكلام ست سنوات. وبينما نحن في طريقنا راجعين من المدينة الى مكة. يقول مريضة امي. تعبت. تعب مفاجئ. وسقطت. فبقي النبي صلى الله في الصحراء ثلاثة ايام. فازداد مرضها ثم اشارت اليه بيدها للرسول. هو صغير. ولك ان تتخيل حنا يا جماعة اذا شفنا صورة من صور ابنائنا واخواننا نسأل الله ان يفرج عنهم في سوريا او في غيرها. اللي جالس امام ابوه مقتول ولا امام والدته وطايح عليها هدم ولا بيت. تدمع عيوننا من صورة. وهذه الرحمة التي ينبغي ان تكون بيننا. النبي عليه الصلاة والسلام تدعوه امه فاذا بي يقترب اليها فارادت ان تحضنه ثم تموت امام النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل طفل ست سنوات توه شايف قبر ابوه. وتموت امه بين عينيه. وعمره ست سنوات. قال فنظرت الى امي وكانت الجارية معنا صغير. فاجلستني فاخذت تحفر قبرها. وجلسنا نحفر خمسة ايام. نحفر قبر امي. ذكر ذلك ابن هشام وغيره من هل السيار. فلما حفروا لها قبرها دفنوها. ودمعت عيناه. يقول النبي يوم جاء يوم الفتح. يقول فمررت في طريقي على قبر امي. فاستأذنت ربي ان ازورها فاذن لي. واستأذنته ان ادعو لها واستغفر لها. فلم يؤذن لي. قال فلما وقفت لن يروي عمر الحديث. يقول فلما وقف النبي عليه الصلاة والسلام. حتى سمعنا صوته. يا ترى ما الذي ابكى. وبكى الصحابة كلهم. في موقف كهذا. بالله عليك. هذا الرجل الذي عانى من البدايات. عليه الصلاة والسلام حتى مات. عمره ثلاثة وستين سنة. وكان يصلي جالس. ودخل عليه الصحابة قالوا يا رسل تصلي قاعدا جالسا. قال عليه الصلاة والسلام حطما الناس. تعبت? جلس النبي تعب وهو يصلي الثلاثة عشر يوما قبل موتي كانت متفاوتة صلاة بين قعود وقيام. والخمسة ايام الاخيرة كان كلها صلاة وهو جالس. جلس عليه الصلاة والسلام من ثقل المسئولية. جلس صلى الله عليه وسلم من حمل للرسالة العظيمة. جلس صلى الله عليه وسلم لانه ينظر الى امته. يرغب ان يبلغ هذا الدين. وينتشر التوحيد وينتشر الخير في الامة. فهل استقبلنا هذه الرسالة? كما ارادنا رسولنا صلى الله عليه? وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا? النبي عليه الصلاة والسلام? حينما تتحدث عن انجح تجربة في الدنيا? فانت تقول للناس هذا محمد ويحق لان افتخر به صلى الله عليه وآله وسلم. يوم القيامة ترغان تبدأ محاضرتي كل اللي تو مقدمة. يوم القيامة اب اذكر لكم كيف هو حريص علينا? الدنيا سمعنا في السيرة وقرأنا في الكتب اجتماعنا هذا من حرصه علينا. لكن بنقلكم الان الى يوم القيامة. وين النبي صلى الله عليه وسلم عن امته? هل انتهى النبي منذ ان دفناه ومات? لا لا. بعض الناس توقع ان الموضوع انتهى. النبي الى اليوم وهو معنا. وسأذكر لكم بالادلة الصحيح. ويوم القيامة ستجدون رحمته بكم ورأفته بكم وحرصه على امته صلى الله عليه وسلم. فقد جاءكم رسول من انفسكم. عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم. بالمؤمن الرئيف الرحيم. اول من ينشق عن هالقبر يوم القيامة من? عليه الصلاة والسلام. طيب ليش هو اول واحد? من من يعطيني? من يجيب? غير ان هو اول من يدخل للجنة. هذا الكلام صحيح لكن غير هذا. طيب ليش? بمعنى اوضح شوي. اول من ينشق عن هالقبر يوم القيامة هو النبي. تدرون ليش? تخيلوا يوم القيامة على شدة اهوالها. وعلى ما فيها من الاهوال. يا ايها الناس اتقوا ربكم. ان زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. وتضع كل ذات حمل حملها. وترى الناس سكارة. وما عذاب الله شديد. اذا ليش انت اول واحد تنشق عنك القبر يا رسول الله? حتى اذا خرج وخرجت امته بعده والناس يطمئنهم كأنه يقول انا موجود. لا تخافوا من هذا اليوم. اذا خرجنا الناس يطلعون كأنهم جراد منتشر. فاذا برسول الله واقف اول من يقف على ارض المحشر تطمئن النفوس. لان عندنا حديث بالمناسبة هذه البشارة. قيلت لجميع الانبياء وجميع الامم ان من سيشفع يوم القيامة خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه اجمعين. فالناس مطمئنة تطلع من قبرك فاذا برسولك عليه الصلاة والسلام موجود. شفت حرصه على امته. وحرصه على الخلق كل الخلق لانه رحمة للامة بل للعالمين. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم البشرية كلها واقفة. كم يمكثون الناس ينتظرون? خمسين الف سنة. وخمسين الف سنة ان يوم ان يوم عند ربك ايش? كالف سنة مما تعدون. هذا اليوم الواحد. يعني خمسين الف سنة بمقدار هذا اليوم اللي ذكر الله عدده نصا في القرآن. خمسين الف سنة. حر. وشدة اهوال. وعرق. والناس عرات. فاذا تعبوا يشوفون الانبياء? اول من يذهبون له ادم. ادم انت ابو البشر عليهم الصلاة والسلام جميعا. انت ابو البشر اشفع لنا عند ربك. الحديث شهير معروف. فيقول نفسي نفسي. اذهبوا الى نوح. ويذهبون الامم كل الامم. الى نوح. ويقول لهم كما قال ادم. نفسي نفسي. ويدورون على الانبياء كلهم موسى وعيسى وسليمان وزكريا ويحيا. حتى يأتون الى عيسى. فيقول اذهبوا لمحمد. فانه احق بها. فيأتون كل الامم. امة نوح امة ادم وجميع الامم. وامة محمد صلى الله عليه وسلم. فيذهبون الى رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. احمدوا الله اننا من امته. اللهم لك الحمد والشكر. فيأتون الى النبي. استشعروا هذا الموقف. طيب سؤال. ليش الله جل وعلا ما جعل الامم تذهب للنبي مباشرة. ليش راحوا الادم ونوح وعيسى وغيرهم. عليهم الصلاة والسلام جميعا. يريد الله ان يبين حتى في ذلك الموطن فضل محمد صلى الله وسلم. انه ليس لاحد يشفع الا هو برضى الله جل وعلا. وامره فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول فاقف تحت العرش. وفي رواية على يمين العرش. في موضع يغبطني عليه الانبياء والصديقون والمؤمنون. ثم يسجد تحت العرش. ويستشفع ربه. يا رب انت وعدتني بالشفاعة. فيقول الله جل وعلا يا محمد ارفع صوتك. واشفع تشفع. وسل تعطى. في بعض الروايات انه يرفع مبتسم. انه اذن له صلى الله عليه وآله وسلم. ان يشفع للامم. ولامتي على وجه الخصوص في ذلك المكان. فيأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قبل يبدأ الحساب. يرفع لواء. شوفوا ان الرسول يعني الرسول معنا من اول لحظة طرعنا من القبوة. يرفع لواء. يسمى لواء ايش? لواء الحمد. ولذلك سمي محمد. لانه حمد حمد حتى اصبح محمدا. محمود الصفات. محمود الافعال. محمود الاقوال. كثير الحمد لله صلى الله عليه وسلم. فلما رفع نصب اللواء. يقول النبي ينضوي تحته كل الخلق. حتى الانبياء. من لدن ادم الى من سواه. فيأتون تحت ذلك. يقول النبي ولا فخر. انا ما اقولها فخر. ولكني اقولها لانها حقيقة وستكون. اول ما يرفع اللواء. وش اللي يحصل? العرض. يبدأ العرض. تعرض الامم. وين الرسول في ذا الموطن? عليه الصلاة والسلام. يقول تعرض الامم امة امة. فارى الامم عليه الصلاة والسلام. فارى النبي يأتي ومعه القوم. وارى النبي ويأتي معه العشرة. وارى النبي ويأتي معه الخمسة. وارى النبي ويأتي معه الاثنان. وارى النبي ويأتي معه الواحد. وارى النبي ليأتي معه احد. وفي رواية يأتي معه الرهيط والنبي يأتي معه ليس معه أحد ليس مع بعض الأنبياء أحد ثم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم ولما يشوف الأمم تعرض الأمة التي لم تعرض أمته فيقول يا رب أمتي أمتي يعني وين أمتي يا جماعة لنحن مستشعرون الرسول اليوم القيامة يخاف على أمته ويبحث عنها اليوم بعضنا لا يوصل للفجر في جماعة اليوم بعضنا يعص الله نهارا جهارا اليوم بعضنا يحاد الله ورسوله اليوم بعضنا تقول له قال الله قال رسوله فيقف ويرد الدليل ويرمي به عرض الحائط اليوم الظلم موجود ألك الأموال الناس بالباطل موجود العقوق يا شباب يا شباب أنتم مسؤولون أيضا والشاب مسؤول وخاصة على شبابه فيما أفناه الفتيات النساء الرسول يقول أمتي أمتي يا رب فيقول الله جل وعلا انظر إلى الأفق فينظر يقول فأرى سواد عظيم فأظن أنها أمتي فأقول هذه أمتي فقيل هذه أمة موسى يقول فأقول يا رب أمتي أمتي يقول فيقول الله انظر إلى الأفق يقول فأرفع رأسي فأرى سواد أعظم من السواد الأول فيقال يا محمد هذه أمتك ومعهم سبعون يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب ثم قال النبي مباشرة فازتزدت ربي يا ربي زدهم السبعين ألف فقال النبي عليه الصلاة والسلام فزادني الله مع كل ألف سبعين ألف الله يجعلنا وإياكم منهم مع كل ألف سبعين ألف لا يحاسبون ولا عليهم عذاب يقول ففرح النبي وسر وجهه لما رأى أمتها وسبعين ألف ومعها السبعين ألف مع كل ألف سبعين ألف فقال الله أورضيت يا محمد قال نعم هنا الناس عطشانين وحر فيرون الناس على بعد شوفوا كيف النبي معنا في كل لحظة يشوفون حوضه صلى الله عليه وسلم الله يجعلنا وإياكم من يريد الحوض يقول النبي فيأمرني ربي فأتقدم يقول إذا تقدمت ينصب لي المنبر شوف لدخلت المدينة وهذه نسيت أقولها في المدينة قبل شوي إذا شفت المنبر المنبر موجود إذا رأيتم المنبر قبل التوسع العثمانية بمحاذاة البيت أو الحجرات هذا المنبر سترون يوم القيامة على حوض النبي عليه الصلاة والسلام الرسول لما رجع من من الحج حجة الوداع وزار البقيع في حديث أبي مويهبة في مسند الإمام يحمد مرض وكانت ليلة عند من أول مرض لا يوم مرض أول يوم جاء المرض كان مرض النبي خمسة أيام ومات في غرفة عائشة لكن أول ما جاء المرض بعد ما رجع من من بقيع الغرقد كانت ليلة عند ميمونة رضي الله عنها فاستأذنها وقال النبي كلهن فاستأذنهن أن يمرض عند عائشة فأذن له أذن له النساء ولما جاء يخرج قام أطاح من شدة الحرارة والمرض عليه الصلاة والسلام فرفع أهل عباس والفضل شالوه على كتفيهما وخرجوا به من بيت ميمونة إلى بيت عائشة وهو طالع في الطريق شائلين الصحابة شافوهم الناس فخاف الناس ونقلوا الخبر أدركوا أدركوا رسول الله مريض يعني من المستغربين ففجع أهل المدينة وتجمع الناس في المسجد وارتفعت أصواتهم فقال النبي ما هذا الصوت قالت عائشة الناس خافوا عليك واجتمعوا في المسجد فقال احملوني فحمل علي والعباس وخرج على المنبر وقال يا أيها الناس قد بلغني أنكم تخافون علي والله وهذا الشاهد والله إن لقائي ليس معكم هنا لكن لقائي معكم يوم القيامة على حوضي والله لك أني أنظر إليه من مقامي هذا وإني لأرى من بري على ذلك الحوض والناس يسمعون الكلام ويبكون ثم قال والله يا أيها الناس إني لا أخشى عليكم الفقر ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم كما فتحت عليهم وأن تهلككم كما أهلكتهم إلى آخر ما جاء في خطبته عليه الصلاة والسلام فالمنبر هذا سيكون على الحوض وليش المنبر علشان يشوف الأمة الآن نجالس على كرسي تقريبا نشوف المسجد ما شاء الله إلى الجدار الخطيب يصعد على المنبر حتى يرى الناس الرسول يصعد يوم القيامة على المنبر على الحوض عشان يشوفنا يشوف أمته تدرون من سيقدم في ذلك اللحظة كيف يعرف أمته كل الأمم جاية بتشرب من الماء عطشانين خمسين ألف سنة لكن أول أمة تشرب هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم كيف يعرفنا النبي يعرفنا بالغر أثر الوضوء الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم الصلاة التي ضيعها ضائع الصلاة الصلة بين العبد وبين الله الصلاة من تركها ملعون في السماء من ترك الصلاة ملعون في الأرض من ترك الصلاة تلعنه الحيتان في البحر من ترك الصلاة تلعنه الطيور في الجو الصلاة إذا مات صاحبها أعن الذي لا يصلي لا يآكل ولا يشارب في الدنيا ولا يزار إلا من باب النصيحة والدعوة وإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدخل مكة وحرمها لأنه مشرك يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا الرسول يعرفنا ويعرف أمتها من أثر الوضوء غر مثل جبين الخيل السوداء التي فيها في جبينها شعر أبيض يعرف أهل الإيمان أهل الصلاة يوم القيامة بهذه العلامة فاشتهت ترى صلاةكم هنا أنا قرأت في تويتر أظن أن أحد يقول دخلت المسجد فوجدت لي رجل كبير كبير في السن يقول أول ما دخل مع الأدانة ما فيه للرجال الكبير واثنين ثلاثة جالسين على كراسي وكان فيه مجموعة من إخواننا العمالة الغير أهل البلد يقول فدخل أحد الفضلاء وشاف الشائب هذا ناداه قال تعالي فلان يعرفه قال ناظر في وجيه المصلين الموجودين يقول تا وهم أذن يقول جلست ناظر قالت في شي الموضوع قال من الموجود قالت ناس تصلي قال شفت أحد من الأثرياء والأغنياء جاي بدري طبعا لا أعمم بس أنا أذكر القصة يقول لا والله ما أشوف أحد من قال ترى منزلتنا عند الله بقدر منزلة الصلاة عندنا شفت اللي جايين هذولي بدري ترى هم يوم القيامة بدخلوا الجنة قبلنا ولذلك في الحديث الصحيح الصلاة من أخرها ايش أخره الله أعطيكم مثال مثال واقعي قل لنا نقع فيه اللي يجي بدري للصلاة ويتسنن ويقرأ قرآن في الغالب هو آخر من يخرج صح ولا لا واللي يجي متأخر أول من يطلع توفيق يحرم لأن تأخر أخرها الله ما يبغاك فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين ما ما احتاجه صحيح أن الذي صلى وين تأخر أفضل من من ترك الصلاة لكن بكر الصلاة معيار إيمانك الصلاة نداء نداء يناديك الله إلى بيته تحيطك ملائكة الرحمن في بيته أنت ضيف على الله ضيف الضيف في بيوتنا يكرم وعلى فقرنا وعجزنا فكيف ضيف الله الكريم العطية المعطاء سبحانه وتعالى ولذلك يعرف النبي أمته ثم يأتي يتقدمون الأمة يجون الناس يبني يشربون فيوقفهم النبي ليش يقول أنا أشربكم بيدي لأن من شرب من يدي شربه لا يضمأ بعدها أبدا الله أكبر أرجوكم تخيلوا هذا كل واحد باسمه أنت وانت فهد وعامر سعيد عايض هيثم حصة وغيرنا تأتي للنبي فيعطيك بيده يشربك صلى الله على محمد والله أني يتمنى أني أراه الآن فأقبل قدميه عليه الصلاة والسلام يعطيك شربة بيده لا تضمأ بعدها أبدا شربة واحدة من يد النبي يقول النبي فينصب من بري على حوضه والله إن الحوض إن ماءه أبيض من الثلج وإنه أحلى من العسل وإن فناجيله كأعداد أو أكوابه كأعداد نجوم السماء ثم يشرب الأمم بهذه الأكواب وأمة محمد تشرب من يده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أنتهى؟ لا بقي الآن الصراط ثم يقف الناس ينتظرون الحساب فينصف الصراط على متن جهنم الرسل وأن يكون في ذا الموقف أنا طبعا جمعت الأحاديث وجالس أنثرها لكم نثرا وسامحوني أنا أتعمد التبسط وهذه البعثرة تراها متعمدة فلا يعتب علي أحد لأني أستهدف عامة الناس رجال ونساء وشباب وأنا أدرك أن في المسجد طلبت علم وفضلاء لكنني أتعمد التبسط والبعثرة هذه والنزول للناس عندي متعمدة فلا أولام من طلبة العلم والمختصون لأن الهدف كل من حضر الشاهد الأذان طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله يوسلم نبينا محمد من عظمة هذا النبي أن الله جعل ذكره ويذكر معه في الأذان أشهد أن محمد رسول الله وقال العلماء جمل الأذان توقيفية فإذا سمعت المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله تقول كما يقول المؤذن ولا تصلي عليه اللي إذا انتهى الأذان وذلك تعظيما لحق النبي عليه الصلاة والسلام فاللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الآن ينصب الصراط يوم القيامة ودينا أقول كلام أيضا مهم لأننا ما بقى على المحاضرة إلا دقائل لما نسمع الحديث عن يوم القيامة لا يتصور الإنسان أن حديث وعظي بحت الحديث عن يوم القيامة حديث يدرجه العلماء في جانب العقيدة والغيبيات وهو جانب مهم المسألة ميه مسألة طرق قلوب فقط بقدر ما هو تعلق وإيمان وارتباط ومسألة أخرى يجب أن نستشعر هذا الموقف ترى ما بيننا وبين دخول حياة القيامة القيامة إلا الموت النفس والله جل وعلا الأنفس والأرواح تخرج اللحظة والليل والنهار أمم تموت على وجه الأرض لكن نسأل الله أن يميتنا على لا إله إلا الله ويميتنا على ما يرضيه وعلى ما يكون سبب في دخولنا الجنة فإذا نصب الصراط على متن جهنم الناس خوف والآن جت لحظة المرور الصراط هذا ليس جسر كبير هو جسر في التسمية لكن في الوصف أدق من الشعر أحد من السيف أروغ من الثعلب أحر من الجمر من يستطيع وله كلاليف تخطف من يمر من كتب له أن يسقط في نار جهنم والعياذ بالله النبي أول من يمر على الصراط فإذا مر الصراط بطبيعة الحال الطرفين أو طرفان إذا مر النبي على الطرف القريب من الجنة يقف ما يذهب وهو ينظر لأمة ويقول خوفا وحبا وحرصا اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم ويمر الناس ويختلفون الناس في درجات المرور منهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كأجاود الخيل مسرع ومنهم من يمر كالرجل الذي يجري ومنهم من يمر يحبو ومنهم من يزحف ومنهم من يخبو ومنهم من يسقط ولا حول ولا قوة إلا بالله والرسول يراه فإذا مر من نجا شوفوا لحظات النبي معنا في يوم القيامة في كل لحظة يا جماعة ما شتقتل رسول الله هذا النبي الرحيم الذي معنا حتى في تلك اللحظات وإذا مر الناس عليه الصلاة والسلام يشوف رجل يمر على الصراط فتخطفه الكالريح فيسقط فيحاول النبي يدعو الملائكة أن تنقذه فيقال يا محمد دعه فيقال إنه من أمتي قال دعه إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك ما تدري ماذا فعل بعدك ويقول النبي سحقا سحقا أو كما قال صلى الله عليه وسلم ثم يقفون الناس الآن مجتمعين مكتظين وين عند باب الجنة ما بعد فتح الباب كل الأنبياء وهذه تسمى الشفاعة الأخرى الشفاعة الأولى تحت العرش وهنا عند باب الجنة يأتون الناس مرة ثانية آدم ونوح وعيسى اشفع لنا تفتح لنا أبواب الجنان لكن الشفاعة هنا خاصة لأهل الجنة الشفاعة الأولى خاصة لكل الأمم لكل الخلق أو عامة ثم لما يقبلون إلى النبي يقول أنا لها ثم يؤذن له فأول من يمسك حلق الباب هو محمد عليه الصلاة والسلام اللهم صلي على محمد فيطرق الباب فيرد عليه رضوان خازن الجنة فيقال من؟ قال أنا محمد بن عبد الله قال لك أمرت أن أفتح الله أمر أن أفتح لك يا محمد فيفتح الباب ويأتي الناس طبعا الباب باب الجنة وصف في بعض الأحاديث مسيرة خمسمائة عام مسيرة خمسمائة عام والجنة كم لها من باب؟ ثمانية أبواب الله يجعلنا وياكم من يدخل مع البواب الثمانية كلها ثمانية أبواب فإذا دخل الناس سيأتي عليها وقت يوم والناس عليه زحام يتزاحمون فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم أمته ولك أن تتخيل وتستشعر أن الرسول ناديك أنت يفله محمد خالد فهد أي أن كان اسمه المرأة الرجل ويأخذك بيدك ويقول الأنبياء إبراهيم آدم ونوح وعيسى وبو بكر الصحابة وعمر هذا ابني لقد صبر في الدنيا على الفتن وقبض على دينه فبشره الله بالجنة وبرحمته يدخله الجنة وتدخل الجنان وتأتي المرأة والبنت ويقول هذه ابنتي لقد صبرت على حجابها في زمن الفتن والانفتاح والمهاترات والمعاكسات والمصائب لكنها ثبتت على دينها وقبضت على حجابها وحشمتها وطاعتها لربها فتدخل الجنة مع عائشة وفاطمة وأسماء الله لا يحنو إياكم فضله ثم الآن انتهى دور النبي لا فيذهب فيطلب ربه لمن يا رسول الله يذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول يا رب إني أريد أن أدفع من أمتي من كتبت عليهم النار أهل الجنة خلوا والآن باقي أهل النار فيقف النبي يدفع أمته من خوف عليهم يا رسول الله إن بعضا من أمتك اليوم رأوا السنة رأوا الحق رأوا الهدي لكن لم يتبعوا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن مثلي كمثل رجل أوقد نارا ثم أضعت ما حوله ثم جعل الفراش يقعن فيه وهو يدفعهن ويحجزهن عن النار وهم يتدافعون يقول وأنا كمثل ذلك الرجل آخذ بحجزكم الحجز مكان ما يربط الحزاب عند خاصرة البطن يعني يمسك النبي بحجزكم ويدفع الناس عن النار يدفعهم خوفا على أمته وإني آخذ بحجزكم يوم القيامة وأنتم تتفلتون مني النبي يرى هذا المشهد ثم يأتي النبي لما يرى مجموعة من أمة دخلت النار يتركهم حتى العصات والله إن حب النبي واجب ولا يقوم إيمان ولا تسلم عقيدة إلا بحبه والإيمان به صلى الله عليه وسلم ثم يأتي رسولكم عليه الصلاة والسلام ويسجد تحت العرش ويقول يا رب يا رب الآن يسجد يطلب ربه في أهل النار فيقول فيحد الله لي حدا وش معنى يحد لي حد يعني يحدد لي إما عدد وإما أفعال يعني من فعل كذا أخرجه أو عدد مثلا ألف ولا مئة كذا فيحد الله لي حدا فيقول يا محمد اذهب إليهم وأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة يقول فيأذهب وأطلعهم وادخلهم الجنة ثم أنظر إلى النار فأرى كوما أو عددا من أمتي فأسجد تحت العرش فأقول يا رب يا رب أمتي أمتي فيقول فيحد الله لي حدا ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة يقول حتى الرابعة أربع مرات ثم يقول أستحي من ربي أن أعود فأقول يا ربي يا رب أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي فيقول الله يا محمد اذهب وأخرج كل من كان في قلبه لا إله إلا الله أخرج كل من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه شعيرة من إيمان يقولography يقول과 Yin يقول أرجع مرة أخرى وأسجد وأقول يا رب فيقول الله جل وعلا يا محمد اذهب وأخرج كل من قال لا إله إلا الله وفي قلبه حبة من إيمان يقول فأذهب فأخرجهم فأدخلهم الجنة ثم يقول الله يا محمد اذهب وأخرج كل من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إهمان يقول صلى الله عليه وسلم فأخرجهم ولا يبقى أحد في النار قال لا إله إلا الله لا يبقى أحد في النار قال لا إله إلا الله فيقول الله يا محمد هل رضيت فيقول نعم ربي رضيت وهذا هو مصداق قول الله جل وعلا ولسوف يعطيك ربك فترضى لا يرضى صلى الله عليه وسلم حتى يدخل أغلب أمة بل كل من قال لا إله إلا الله الجنة فأحبوه يا مدعي حبطها لا تخالفه فالخلف يحرم في دنيا المحبين أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهويلا وتدوين خذها سماوية خيرا تفوز به أو اطرحها وخد رس الشياطين فلا إله إلا الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل ربه حتى يدخل أولئك كلهم من قال لا إله إلا الله إلى الجنة سئل النبي من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة حديث أبي هريرة في البخاري قال أحق الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أنا أسألكم بالله قولوها وأنتم مخلصين قولوا لا إله إلا الله والله إني يهنئكم وأقول لكم بالعامية مبروك وافرحوا من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حقت له شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من نبي إلا له دعوة وشفاعة قدمها في الدنيا إلا أنا فخبأتها يوم القيامة ليش يا رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام خبأ دعوته حتى ينقذ بها لا يستحق الحب والاتفاع والطاعة يوم الطائف ناله من العذاب وطرد وأدمي عليه الصلاة والسلام حتى قال والله إني كنت أهيم في قرن الثعال تقول عائشة يا رسول الله حدثني بأشد يوم مر عليك قال يا عائشة أشد يوم مر عليك أنا من قومك طردوني من الطائف ورجموني وأدموني حتى همت على وجهي حتى وقفت وأنا أقول اللهم إني أسألك اسمعوا دعوات النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت ربي ورب المستضعفين إلى من تكيلني إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي أيران عافيتك أو سعلي أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصالح عليه أمر الدنيا والدين فينزل له ملك الجبال مع جبريل فيقول له جبريل يا محمد إن الله سمع مقالتك وإنه أرسل معي ملك الجبال مره أن يطبق الأخشبين عليهم فقال لا والله لا أدعو على أمتي لا أدعو على أمتي لعل الله لا أدعو على أمتي لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله وكان أحمد إلى أن يدعو ربه حتى يكف بأسه وشرهم عنه صلى الله عليه وسلم ولكنه ادخر دعوته وخبأ شفاعته إلى تلك الساعة ليشفع لأمته صلى الله عليه وآله وسلم ورسولنا عليه الصلاة والسلام لم يكن فقط ذاك ما يقوم به صلى الله عليه وسلم بل إنه عليه الصلاة والسلام يدافع عن أمته وتعرض عليه أعمالهم عليه الصلاة والسلام ونحن في مثل هذا الموطن نكثر ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول أوس بن أوس في حديث نرويه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة وليلتها فإن صلاتكم تبلغني قالوا كيف وقد أرمت يا رسول الله أي بليت قال نحن الأنبياء حرم الله أجسادنا على الأرض ولكننا لا ننفع ولا نضر نشهد الله على حبه فإن أبي وأمي وعمي وعرضي لعرضي محمد فيكم ويجاء وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرنا قال أقررتم قالوا أقررتم وأخذتم على ذلك مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فلا إله إلا الله زكاه الله جل وعلا في خلقه وقال وإنك لعلى خلق عظيم ولا إله إلا الله زكاه في صدقه وقال وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى ولا إله إلا الله زكاه في قلبه وقال ما كذب الفؤاد ما رأى ولا إله إلا الله زكاه الله جل وعلا كله صلى الله عليه وآله وسلم ورفع ذكره ولو رفعنا لك ذكرك فصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المؤمنون الطيبون الصادقون من أراد أن يقترب من محمد صلى الله عليه وسلم فليتبعه وليتخلق بأخلاقه أقربكم مني منزله أحاسنكم أكملكم أفضلكم كل الجمل التي جاءت على صيغة التفضيل والمبالغة جاءت في اتباعه والتشبه به والاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم ومن أراد أن يزداد شوقا لرسول الله فأوصيه بأربعة أمور أولها أن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثم أوصيك بوصية أخرى أن تدرس سيرته وأن تتعلم سنته فإن دراسة سيرته تقربك شوقا من محمد صلى الله عليه وسلم ثالثا اتباع سنته عليه الصلاة والسلام رابعا زيارة مسجده بل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة مدينته والرحاة لا تشد إلا لثلاثة مساجد ومنها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخيرا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم والله ما أصيبت الأمة بكثير من الفتن اليوم سواء فتنة الفكر أو التكفير أو فتن الشهوات أو الشبهات أو فتنة الولد والمال أو فتن الحاكم والمحكوم ما أصيبت الأمة بهذه الفتن إلا يوما تركت سنته وخالفت أمره عليه الصلاة والسلام منه أكبر هدية أن يكون رسولك محمد لقد منى الله منى الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فهذه منة الله وعطية الله وهدية الله لهذه الأمة بخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم إننا نسألك أن تسقينا من حوض رسولك اللهم اسقنا من حوض رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا منه شربة لا نضمأ بعدها أبدا اللهم إننا نسألك أن تجعلنا ممن نال شفاعته واجعلنا ممن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته واقتفى أثره إلى يوم الدين اللهم اجعلنا من أحباب محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به ولم يروه اللهم اجمعنا معه عليه الصلاة والسلام بجناتك جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنا أولئك رفيقا وقبل الختام أيها الأحبة حقيقة أشكركم وأدعو لكم وأنا فرح بهذا الحضور الكبير في هذا الجامع المبارك أدعو لكم وأقول ليس بالغريب عليكم يا أهل أبهى فأنتم حقيقة وليس كلاما يباع في السوق أنتم أهل كرم وأهل جود تكرمون أضيافكم وتحبون مجالس العلم والخير والدعوة إليه وأنئكم على هذه البادرة وأبشركم أن كل من زاركم أهل الفضل والعلم والمشايخ يدعون ويثنون على حرصكم وليس ذلك بغريب فقد اجتمعت فيكم صفات تحمدون لأجلها صفة الخير والإيمان ولنزكيكم على الله وصفة الرجولة والخير والشجاعة والكرم وتلك الصفات إذا اجتمعت على بعضها كانت في جملتها صفات كمال يوصف بها الكمل من الرجال نحسبكم ولا نزكي على الله أحدا فشكرا لكم وأعرف أنكم لا تريدون الشكر والثناء ولكن نحسبكم أن هدفكم الكبير هو أن تلقوا الله وهو راض عنكم وأبشركم أيضا أنا أعرف أن الليلة ليلة إجازة ليلة جمعة ويكثر فيها المناسبات والأعراس وغيرها إلا أنكم تجشمتم وتعنيتم واحتسبتم الأجر لكن هنيئا لكم فالأجر ليس عندي ولا عند الشيخ خالد إنما الأجر على الله جل في علاه في بعض الأحاديث ثبت في الصحاح أنه في يوم الجمعة يكون هناك ملائكة على أبواب المساجد وفي صلاة العيدين وقياسا على ذلك فإن ملائكة الرحمن تقف على أبواب مجالس الخير والذكر الأبواب أما أنها تحضر فهي والله تحضر الآن هذا المجلس قسما بمن لا أحنث بأن قسمت به أن مجلسكم هذا فيه ملائكة الرحمن حاضرة وأن رحمات الله نازلة مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم ألا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وإذا انتهى مجلسهم نادى مناد من السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات يقول الإمام أحمد إذا جلس في مجالس العلم يتمتم فقال له طلاب يحيي بن معين يقول له لماذا تقول يا إمام قال إني أدعو الله قال في هذا الموطن قال إن لم أدعوه في موطن نزلت فيه الرحمة وحفيتنا في الملائكة فمتى أدعوه الآن وانتم جالسين تمتم بما تريد من الله جل وعلا في قلبك أدعو الله بقلبك أن يفتح عليك وأن يعوضك وأن يقضي دينك وأن يصلح ولدك وأن يصلح زوجك وأن يكشف كربك وأن ينفس همك وأن يشفي مريضك وأن يصلح ولدك وأن يعطيك ما تتمنى وأن يسترك في الدنيا والآخرة وادعو إلى بناتك وإلى زوجاتك وادعو إلى أمتك وادعو إلى بلادكم واسألوا الله أمنا في الأوطان وصلاحا لولاة الأمر وحراسة لإخوانكم المرابطين على الحدود واسألوا الله نصر للمسلمين في كل مكان وادعو الله أن ينصر المستضعفين في سوريا اللهم أنت الله لا إله أنت أنت الرحمن الرحيم أنت الملك القدوس أنت السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر يا الله أنت الأول وأنت الآخر وأنت الظاهر وأنت الباطن أنت على كل شيء قدير أنت الملك أنت الفرد أنت الصمد أنت الله الذي لا إله غيره نشهد أنك أنت الله نشهد أنك أنت الله نشهد أنك حق وأن وعدك حق وأن الجنة حق وأن النبيون حق وأن القرآن حق وأن الآخرة حق ونشهد أن لا إله إلا الله اللهم إننا نسألك نصر للمستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا اللهم كلهم ناصر يوم قل الناصر وكلهم معين يوم فقد المعين اللهم انصرهم وداوي جريحهم واقبل ميتهم اللهم اجعل ميتهم من الشهداء اللهم اربط على قلوب المجاهدين فيهم اللهم انصر المستضعفين اهل السنة في العراق وفي ايران اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن واحقن دماء المسلمين في مصر واحقن دماء المسلمين في تونس وفي ليبيا اللهم احفظنا في بلاد الحرمين الشريفين اللهم اجعلنا امين مطمئنين يا رب العالمين اللهم إن لنا إخوة وأبنان مرابطين على حدودنا اللهم إنا نسألك أن تثبت أقدامهم وأن تربط على قلوبهم اللهم إنا نسألك لهم نصرا عاجلا غير آجل اللهم انصرهم على الحوثيين اللهم انصرهم على الحوثيين اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم واشف مرضاهم وتقبل قتيلهم يا رب العالمين وميتهم واربط على قلوب أهاليهم يا رب العالمين وردهم إلينا ردا جميلا يا هذا الجلال والإكرار اللهم إني أسألك أن لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا ويسرت أمورنا يا رب العالمين أشكر القائمين على هذا الجامع أخص منهم صاحب الفضيلة إمام الجامع وخطيبه وفقه الله الشيخ خالد الرياعي على هذه الجهود المباركة التي يقوم بها في هذا الجامع وأشكر الحقيقة من بنى وشيد هذا الصرح وقفا لوالده وفقه الله وزاده الدكتور سعيد الشبلان الذي سمعت أيضا من صاحب الفضيلة الشيخ خالد حرصه على هذا الجامع وعلى هذا الوقت وعلى عطائه الذي لا ينقطع ومده يد العون وكثير من مناشط هذا الجامع التي قامت على جهوده المباركة جعلها الله خالصة لوجهه وحقق الله له ما يريد وشكر الله أيضا للقائمين على هذه المحاضرات مكتب التعاون في أبهى وأشكر لابن هيثم كذلك الألمعي الذي كان سبب في هذا اللقاء وأشكر أيضا جمعية تراتيل في رجال ألمع وهذه المنطقة عموما نشكرها أميرا ونشكرها قبائلا وأقدم شكري لكل القائمين عليها حرس الله بلادنا جميعا من كل سوء وجمع كلمتنا على البر والتقوى وهيّع لنا من أمرنا رشدا والشيخ الكريم الإمام يقول هناك بعض الإخوة الذين يريدون إعلان إسلامهم فابقوا في أماكنكم حتى يحدثكم الشيخ بما لديه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أيها الأخوة الكرام نحن في هذه الليلة ليلة الأربعاء ألتقي وإياكم في هذا الجامع المبارك وفي هذا المسجد الطيب وفي هذه الوجوه المباركة في دولة الكويت عنوان هذا اللقاء دموع التائمين لعل يتحدث هذا اليوم عن هذه الدموع التي تسير وتسير سارت في الماضي وما زلنا نرى آثارها في حاضرنا وستظل في مستقبل الأمة إلى قيام الساعة لأن الله تكفل بالخلق وبالعباد وجعلهم يرجعون وينيبون إليه ويستغفرونه ألل الدموع أنهار؟ نعم لها أنهار كيف وأين هي؟ لو جمعت دموع التائبين ولو حصرت دموع المنكسرين لاجتمعت وأصبحت أبح بحارا وأنهارا بل لو حصل منها أيضا أمواجا تموج منها العالم مرحبا بهذه القلوب المنكسرة خرجت من هذه القلوب المنكسرة تلك الدموع الغزيرة تلك الدموع التي نزلت خشية لله وخوفا من الله وتوبة لله تبارك وتعالى خرجت هذه الأنهار من قلب منكسر غزير الدمعة حي الوجدان قلق الأحشاء صادق العبارة جم المشاعر جياش الفؤاد مسبوب الغمير خرجت هذه الأنهار من قلب له حرقة وله وجدان وله لوعة وفي وجهه أسى وفي دمعه أسرار لماذا كل هذه الأنهار؟ وإذا رأوا مذنبا بكوا خوفا عليه من ذنوبه وإذا رأوا نعيما خافوا أن يحرمون الجنة وإذا رأوا نارا ظنوا أنهم واقعها التائب إذا هدل الحمام بكى وإذا صاح الطير ناح وإذا شد البلبل تذكر وإذا لمع البرق اهتز قلبه خوفا ممن يسبح له الرعد بحمده والملائكة من خيفته التائب يجد للطاعة حلاوة وللعبادة طلاوة ويجد للإيمان طعما ويجد للإقبال لذة دموعه يكتب منها قصصا وينظم من الآهات أبياتا ويؤلف من البكاء كتابا ويلقي من الألم خطبا التائب كالعقيم الذي بسر بالولد وكالرجل البارز للإعدام إذا عفي عنه أين من يبكي جنايات الشباب أين من يبكي على الخطايا التي سود بها الكتاب أيها المؤمنون وقف رجل من بني إسرائيل عمره ثمانون عاما وقف وقد عص الله أربعين وأطاع الله أربعين فوقف أمام المرآت فلما رأى لحيته قد خط فيها الشيب الأبيض قال يا الله يا الله يا الله يا الله إنني أطعتك أربعين وعصيتك أربعين فهل تقبلني فسمع منادي يقول أطعتنا فأحببناك وعصيتنا فأمهلناك وعصيتنا فأمهلناك وسترناك وإذا رجعت إلينا قبلناك إلهي وقف السائلون ببابك ولاذ المذنبون بجنابك ورفع ذو الحاجات قص صفاقتهم إليك إلهي نكس العصات رؤوس الذل والانكسار بين يديك ورست سفينة المساكين على ساحل بحر كرمك وامتدت أيدي السائلين إلى واب لغيث جودك فيا أمان الخائفين يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين ويا غياث المستغيثين ويا حبيب التائبين ويا قرة عين المحبين الصادقين ويا من هو عند قلوب المنكسرين يا من يسمع أنين المذنبين اغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين كنت أعرف شابا من الشباب ذهب عمره في شبابه ما بين زان وما بين خمار وما بين يجوب الأسفار بين دولة وأخرى يبحث عن الزنا والخناء جلكم الله وقبل أربع سنوات حضر خطبة من خطب أحد الدعاة واستمع إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فلما أراد الله له الهداية تحرك قلبه ورق قلبه ودمعت عيناه فوقف في مصلاه وهو يقول يا رب اغفر لي يا رب ما لي غير لطفك مرجع ولعلني عن بابه لا أطرد يا رب هب لي توبة أقضي بها دينا علي به جلالك يشهد أنت الخبير بحال عبدك إنه بسلاسل الوزر الثقيل مقيد أنت المجير لكل داع يلتجي أنت المجير لكل من يستنجد من أي بحر من أي بحر غير بحرك نستقي ولأي باب غير بابك نقصد فتاب إلى الله وعاد إليه وأناب وأصبح هذا الشاب من العباد وفي رمضان الماضي وقف يصلي معنا التراويح وجلسنا وإياه ساعات طويلة ثم مضى وبعد يومين تماما بل وفي ثاني جمعة من رمضان فإذا بأحد الإخوة يتصل وقبل صلاة المغرب يقول أحسن الله عزاءكم في فلان توفاه الله جل وعلا قلنا كيف قال كان واقفا يصلي صلاة العصر وفي الركعة الثالثة يوم ركع وخضع لله قبض الله روحه في صلاة العصر نسأل الله الكريم من فضله الله يرانا ولو عبدنا الله كما أمرنا أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يقول أبو الفتح يذكر أن رجلا تعلق بامرأة في الشام قال أحبها وتعلق بها تعلق شديدا ثم أخذها وخطفها من بين الناس وذهب بها وبيده سلاح فأخذت تصيح المرأة وتصرخ بين الناس وفي السوق وتجمع الناس أرادوا أن ينقذوا هذه الفتاة لكنهم كلما تقدموا لإنقاذها تقدم عليهم بسلاحه وطعنهم وجرحهم ثم تركوها ومر عليه بسر بن الحارث رحمه الله تعالى فحك كتفه بكتبه قالوا فسقط ذلك الرجل ولما رأوه سقط تقدموا لإنقاذه وليروا ما حصل فلما تقدموا فإذا بالرجل يرشح عرقا فقالوا له قم ما الذي أصابك قال إن الرجل الذي حك كتفه بكتفي إنه قال لي كلمة واحدة قال لي اتق الله فإن الله يراك ويرى ما تعمل فسقطت مغسيا علي أشهدك يا الله بأنك تراني وأنا الآن تائب وأصيب بحمة واستمرت سبعة أيام ثم مات أيها التائبون أيها الباكون يا من سالت دموعهم أنهارا هل تبحثون عن السعادة هل تبحثون عن غاية الأمل الطيبة إنها وربي في الرجوع إلى الله في التوبة إلى الله في الاستغفار من كل ذنب ورحمتي وسعت كل شيء جاء عن يوسف ابن الحسين كما ذكر ابن قدامة رحمه الله ذكر ذلك في كتاب التوابين قال كنت مع ذنون المصري على شاطئ الغدير فنظرت إلى عقرب نظرت إلى عقرب أعظم ما يكون عقرب كبير قال على شط الغدير واقفة فإذا بضفدع قد خرجت من الغدير فركبت عليها تلك العقرب فجعلت الضفدع تسبح حتى عبرت الغدير فقال ذنون إن لهذه العقرب لشأنا قال فسرت خلفها أتابع طريقها فجعلناها حتى رأيناها قد قطعت ذلك الغدير قال فتبعنا أثرها فإذا برجل فإذا برجل نائم وهو سكران وإذا بحية سامة قد جاءت تلك الحية فصعدت على صدره ووقفت عند سره وهي تطلب أذنه فاستحكمت العقرب من الحية العقرب استحكمت من هذه الحية السامة فضربتها فانقلبت الحية وهربت ورجعت العقرب إلى الغدير فجاءت الضفدع فركبتها فعبرت فحرك ذنون الرجل النائم ففتح عينيه فقال يا رجل انظر فقد نجاك الله من هذه الحية أرسل الله لك هذه العقرب فقالت هذه الحية فقرست تلك الحية فذهبت ولم تصبك بسوء ثم أنشأ ذنون أبياتاً عن التوبة ونهض الشاب وقال إلهي ومولاي هذا فعلك بمن عصاك وهذه رحمتك بمن أذنب في حقك فكيف برحمتك ورحمتك ولطفك بمن كان من أحبابك ومن كان من عبادك ثم قام ونهض ولما أراد أن يذهب قال له ذنون إلى أين قال سأذهب إلى المساجد تاب إلى الله توبة صادقة ناصحة كيف يعصى الإله قال الله جل وعلا في الحديث عجباً لك يا ابن آدم خلقتك وتعبد غيري ورزقتك وتشكر سواي أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد يقول لي أحد القضاة بأن سجيناً كبيراً في السن سجن ودخل السجن أكثر من خمسين مرة قال وفي المرة الأخيرة لما قرأت ذلكم المحضر وتلكم المعاملة الكبيرة وجدت فيها من الجنايات والقضايا الكثيرة قلت يا سبحان الله خمسون مرة يدخل هذا الرجل فيها إلى السجن ما تحرك قلبه ولا تاب إلى الله ولا أناب ولا رجع قال فناديته بعد أن قضيت أن أحكم عليه بحكم شرعي أدين الله جل وعلا بذلك الحكم قال فدخل عليه فإذا به رجل كبير معه مجموعة من الحراس والجنود وفي يده القيد وفي رجله قلت للجنود قلت لهم فكوا لالكم القيد واخرجوا من المكتب قالوا كيف قال اخرجوا وسوف أحدث هذا الرجل قال ففك قيده وأجلسته معي في مكتبي ثم أخذت وأقول له أيها الأخ المبارك خمسون عاما تدخل فيها سجن وتخرج من آخر ما تغير من حالك شيء أما أنا فأدين الله فأدين الله أنني قد حكمتك بحكم شرعي مقداره كذا من السنين والجلدات ولكنني أريدك أن تقرأ هذه العيات يقول فتحت له المصحف والقرآن فقلت له خذ أقرأ فقرأ قول الله جل وعلا والذين ليدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما قال قرأها قال ثم ماذا قال اقرأها مرة أخرى يقول فقرأها مرة ثانية ولم يتأثر قلت له اقرأها مرة ثالثة قال فقرأها حتى السابعة ثم أخذ يرتعد ويرتعش ويبكي قال آمنت بالله وأستقبر الله وأتوب إلى الله جل وعلا قال فتاب من تلك اللحظات وأوصيته بحفظ القرآن خيرا قال فذهب ذلك الرجل فمكذ بالسجن أقل من المدة التي حكم بها وحفظ كتاب الله كاملا وتاب توبة نحسب أنها صادقة قال فلما رأيته فإذا بوجهه يشع نورا فخرج من ذلك السجن وهو تائب وأصبح مؤذنا لأحد المساجد ومات في محرابه خلف الإمام وهو يصلي ساجدا لصلاة المغرب أيها المؤمنون أيها المؤمنون يا من بقلبه من الذنوب جروح تعال تعال فالباب مفتوح والكرم من الله يغدو ويروح يا من ركب مطايا الخطايا تعال إلى ميدان العطايا يا من اقترفوا فاعترفوا لا تنسوا قول الله قل يا عبادي الذين أسرفوا يا من بذنبه باء وقد أسى تذكر قول الله بالحديث لو بلغت ذنوبك عنان السماء كل بني آدم خطى وخير الخطائين التوابون حتى آدم عليه السلام أبو البشر أخطى وتاب الله عليه قيل أن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة تساقط عنه جميع زينة الجنة ولم يبقى عليه من زينتها إلا التاج والإكليل وبقيت لحكمه وجعل لا يستطر بشيء من ورق الجنة إلا سقط عنه فالتفت إلى حواء وهو يبكي وقال استعدي الخروج من جوار الله هذا أول شؤم المعصية المعصية تبعد العبد من ربه جل وعلا إذا رأيتم القلوب تنفر من عبد من العباد فاعلم أنه بعيد عن الله جل وعلا فقال لحواء فقال إننا لا بد أن نستعد فاستعدي للخروج فقالت يا آدم ما ظننت أن أحدا يحلف بالله كاذبا لأن إبليس قاسمهما على أن هذه الشجرة على أنهم لو أكل منها سيصبح لهم الخلد التام قالت فتعلقت السجرة ببعض أغصانها فظن آدم أنه قد عجل له بالعقوبة فنكس رأسه يقول العفو العفو يطلب من ينادي من ينادي ربه جل وعلا العفو العفو فقال الله يا آدم يا آدم أفرارا مني قال لا يا رب بل حياء منك يا الله فأوحى الله إلى الملكين أن أخرجا آدم وحواء من جواري فإنه ما قد عصياني آدم خلقه الله بيده أرسله الله لأمته ومع ذلك لما عصاب عده الله عن قربه فماذا يقول العاصي الذي يبارز ربه ليل نهار ولا يخاف الله جل وعلا ماذا يقول ذلك المذرب العاصي الذي لا يراقب الله ولا يخشاه ولا يخافه فقال أخرجا آدم وحواء فإنه ما قد عصياني فنزع جبريل عليه السلام التاج والإكليل من رأسه وحل ميكايل عليه السلام الإكليل عن جمينيه فلما هبط من ملكوت القدس إلى دار الجوع والمسغبة بكى على خطيئته مئة سنة قد رمى برأسه على ركبتيه حتى أنبتت الأرض عشبا وأشجارا من دموعه عليه الصلاة والسلام ثم ماذا ثم إن آدم عليه السلام لبث في السخطة سبعة أيام ثم إن الله تعالى أطلعه في اليوم السافع وهو منكس محزون كظيم فأوحى الله يا آدم ما هذا الجهد الذي أراك فيه اليوم وما هذه البلية التي قد أجحف بك بلاؤها وشقاوها قال آدم عظمت مصيبتي يا إلهي وأحاطت بي خضيتي وخرجت من ملكوت ربي فأصبحت في دار الهوان بعد الكرامة وفي دار الشقاوة بعد السعادة وفي دار العناء والنصب بعد الخفض والدعاء قال الله تعالى له ألم أصطفيك لنفسي وأحللتك داري واصطفيتك على خلقي وخصيتك بكرمي فكيف تستنكر نقمتي فوعزتي وجلالي لو ملأت الأرض رجالا كلهم مثلك يسبحون الليل والنهار لا يفترون ثم عصوني لأنزلتهم مناجر العاصين وإني قد رحمت ضعفك وأقلت عذرتك وقبلت توبتك وسمعت تضرعك وغفرت ذنبك فقل لا إله إلا عنه سبحانك إني كنت من الظالمين فتاب الله عليه أيها المؤمنون وهذا شاب من الشباب وقع في المخدرات والخمور أجلكم الله حتى أنه يروي لي بنفسي هو يقول حاولت مرارا أن أفعل الزنا بأمي أجلكم الله يقول وفي يوم من الأيام خرجت مع مجموعة من الشباب رغبة في السفل إلى بلاد الخارج وإذا بأمي تحاول فيه ألا أسافر وألا أذهب وأتركها ومع ذلك أستمع إلى كلامها قال فسافرت ورجعت بعد ثلاثة أيام يقول فإذا بي أأتي عند بابي باب العمارة فأرى والدتي جالسة عند الباب وقد قبر الله روحها فأصبح ذلك الموقف مؤثرا في نفسي فتاب إلى الله فأسأل الله أن يتقبل منا ومنه وجاء رجل إلى العبد الصالح إبراهيم بن آدهم رحمه الله فقال يا أبا إسحاق إني رجل مسرف على نفسي بالذنوب والمعاصي فأعرض علي ما يكون زاجرا لي عنها وهذه لقلبي فقال إبراهيم اسمعوها أرجوكم وطبقوها ولنطبقها على أنفسنا علنا إلى الله نعود وعله يقبل توبتنا إذا رجعنا إليه فقال له إبراهيم رحمه الله تعالى تعالي قال أولا إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه فقال الرجل إذا من أين أكل وكل ما في الأرض من رزقه سبحانه وتعالى قال إبراهيم أو يحسن بك أن تأكل رزق الله جل وعلا وتعصيه على أرضه قال لا قال هات ثانية قال أما الثانية إذا أردت أن تعصيه فلا تسكن على أرضه ولا في بلده فقال الرجل هذه أعظم من الأولى يا أبا إسحاق إذا كان المشرق والمغرب وما بينهما لله تعالى فأين أسكن فقال له إبراهيم يا هذا أفيحسن لك أن تأكل من رزق الله وأن تعصيه في بلده قال لا قال هات الثالثة قال الثالثة إذا أردت أن تعصيه وأن تأكل من رزقه وأن تسكن في بلده فانظر إلى موضع لا يراك فيه الله سبحانه وتعالى أي موضع هذا الذي لا يران فيه الله إن الله يرى ويعلم ويسمع ويبسد سبحانه وتعالى محيط عليم رقيب عالم بكل شيء قال أحد العلماء إلى مجموعة من الطلاب كل طالب منكم يأخذ دجاجة ويذبح هذه الدجاجة بشرط أن يذبحها في مكان لا يراه فيه أحد فقام الطلاب فأخذ كل منهم دجاجته وذبحوها إلا طالبا واحدا فقط جاء من اليوم الثاني والدجاجة في يده قال ألم أقل لك اذبح دجاجتك مع زملائك قال إنك قلت لنا إذبحوا الدجاجت في مكان لا يراكم فيه أحد وأنا كلما تقدمت إلى مكان وذهبت علمت أن هناك من يراني قال من هو قال الله الله يرى ويطلع ويعلم حتى لو تسترت بالستور وحتى لو اختفيت خلف الجدور وحتى لو وقفت في أماكن مشيدة فإن الله يرى ويعلم ويطلع سبحانه وتعالى ألم يعلم بأن الله يرى ثم قال له كيف يكون هذا والله مطلع على ما في السرائر والرمائر قال إبراهيم أفيحسن أن تأكل رزقه وأن تسكن في بلده وأن تعصيه وهو يراك قال لا هات الرابعة قال إبراهيم إذا جاءك ملك الموت لقبض روحك فقل له أخر توبتي أخر توبتي فقال ذلك الرجل كيف أقول له وهو لا يسمعني ولا أعلم متى سيأتي ولن يقبل كلامي قال أو يحسن لك أو يحسن لك أن تعصي الله على أرضه وأن تأكل من رزقه وهو يراك ولا تستطيع أن تقف لحرة واحدة لتتوب قال لا قال إذا هات الخامسة قال إبراهيم إذا جاءك الزبانية في يوم القيامة ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم لا تذهب معهم قال الرجل إنهم لن يدعوني ولن يقبلوا مني فقال إبراهيم فكيف ترجو النجاة إذا قال الرجل يا إبراهيم حسبي 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 إني أستغفر الله إني أستغفر الله إني أستغفر الله وأتوب إليه ثم لازمه ولازم العبادة والطاعة حتى مات وتوفاه الله جل وعلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما اتصلت لأحد الفتيات تشكو حالها إلى الله وتشكو مشكلتها ومصيبتها تقول أنا فتاة قد وقعت بتنعرف على شاب ورجل من الشبنة الشدياب البشرية فتعرفت عليه أياما فإذا بي أخلو به أخلو به لوحده وكان ثالثنا الشيطان تقول فوقع مني ذلك الرجل وحصل مني معه كما يحصل بين الرجل وبين زوجته وإنني الآن تبت إلى الله وعدت إليه بعد أن وقع الفأس في رأسي تقول تلك المسكينة علم أهلي وعلم أنني وقعت فيما وقعت به لكنهم لم يرحموني رحمة الله واسعة ويتوب على العاصيل وأولئك لم يتوبوا ولم يرحموني ولم يجعلوني أتوب ما الذي حصل لي ضربت وطلت حتى أصبحت أهيم في الشوارع لا أجد ولا أعرف ملجان إلا الله وإلى الله جل وعلا حاولت أن أذهب يمنة ويسرة فها أنا الآن أقيف في أحد الشوارع وأخاطب رجلا من الناس وأقول له أرجوك إن كنت رجلا تخاف الله جل وعلا إنني أريدك أن تستر علي وأن تقيم علي بالصرف والستر والعفاف أو حتى أصل إلى بعض المسؤولين لأعود قالت في كلماتها أسألك بالله هل ذنبي هذا؟ هل ذنبي هذا ليغفره الله حتى يكون لما يكون؟ فقلت لها وغيرها وأقولها لي ولكل شخص فيا راكب العسيان وأي حك خلها ستحشر عطساناً ووجهك أسود فكن بين مشغول بطاعة ربه وآخر بالذنب الثقيل مقيد فهذا سعيد في الجنان منعم وهذا شقي في الجحيم مخلد كأني بنفسي في القيامة واقف وقد فاض دمعي والمفاصل ترعد وقد نصب الميزان للفصل في القضاء وقد خام خير العالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يجمعين أيها الناس لماذا الله جل وعلا يتوب على من تاب عليه ومن تاب إليه ورجع قف ذليلاً خاشعاً ناجي ربك تذكر ذنوبك تحسر على أيامك الماضية وقل وحسرتاه قلها بصوت عالي وحسرتاه على أصحاب لم ينفعوني كم من شخص صاحب الأشرار وأصبح معهم إلى عار ثم والعياذ بالله إلى النار قلوا حسرتاه على أحباب لم ينفعوني وقلوا حسرتاه على يوم طال السهر فيه على ماذا؟ على المعاصي والذنوب والعياذ بالله وقلوا حسرتاه وحسرتاه وحسرتاه على عمر مضى وعلى زمان ولا وانقضى وقلوا حسرتاه إذا كشب الديوان بخطيات اللسان وزلات الجنان وقبيح العصيان قل يا حسرتاه على صلاة أضعتها كم من رجل ينام اليوم عن صلاة الفجر وعن الصلاة مع الجماعة في أيام أزمة الخليج قدمت جنازة ليصلى عليها صلاة العصري فلما تقدم الإمام ليصلي على تلك الجنازة قام رجل من أطراف الصهوف فقال يا شيخ والله إن هذا الميت لا يصلي ولا يشهد الصلاة لا مع الجماعة ولا لوحده فقال الإمام أتشهد بهذا قال نعم أشهد الله وملائكته وممن حضر من خلقه أن هذا الميت لا يصلي قال من الذي أعلمك قال إنه أخي يسكن معي في بيت واحد بل وفي غرفة واحدة والله إنه قد أنكر وجوب هذه الصلاة فخرج الإمام وخرج الناس ولم يصلوا عليه تارك الصلاة مغضوب عليه في السماء تارك الصلاة مغضوب عليه في الأرض تارك الصلاة ملعون في السماء تارك الصلاة ملعون في الأرض تارك الصلاة لا يؤكل ولا يشارب ولا يزار إلا من باب الدعوة والنصيعة تارك الصلاة لا يرث ولا يورث ولا يزوج ولا يتأكل ولا تؤكل ذبيحته تارك الصلاة إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولكن يدفن في البرية أجلكم الله بل ولا يترحم عليه فاحذر أن تكون من هذا قل وحسرتاه على زكاة منعتها وحسرتاه على أيام أفضرتها وحسرتاه على أوقات أهدرتها وحسرتاه على ذنوب ارتكبتها وحسرتاه على فواحش اقترفتها وحسرتاه لم يلهج لساني بذكرك وحسرتاه لم تقم جوارحي بشكرك وقل وحسرتاه صح بصوتك كله وقل وحسرتاه يوم يفوز الصالحون وهذا بشر بن الحارث يقول اعترضت رجلا يقال له عكبر كردي فقلت له ماذا كان سبب رجوعك إلى الله كان عربيدا قاطعا للطريق فتاب إلى الله توبة صادقة فقص عليه قصته قال كنت أقطع الطريق وأسلب وأنهب وفي بعض القفار والدحول وفي يوم الأيام مررت على ثلاث نخلات نخلة منهن لا تحمل فإذا بعصفور يأخذ من النخل الذي فيه التمر ويقف على تلك النخلة التي ليس فيها رطب قال فلم يزل يذهب ويعود فجلست أعد له ذهابه وإيابه أكثر من عشر مرات فيقول قلت لنفسي أقوم وأنظر يقول قمت فنظرت فإذا على تلك النخلة حية وثعبان أعمى يأخذ هذا الطير لها طعامها من تلك النخلة إلى النخلة الأخرى يقول فتأملت فرفعت أكفي إلى السماء قلت يا رب يا مولاي يا سيدي هذه حية أمرنا نبيك بقتلها عمياء لقد رزقتها وأعطيتها بسبب هذا العصفور وأنا عبدك عصيتك وأذنبت قطعت الطريق وأسرقت الأموال وها أنا هذا اليوم أسألك يا الله أن تمن علي برزق حلال قال فتاب إلى الله توبة نصوحا تاب إلى الله ثم كسر سيفه وأغمده ولم يكن بعد ذلك يفعل سؤال ثم يقولون له زملائه أزعجتنا طوال ليلك وأنت تتكلم وتصيح قال مهجور مهجور أصلح ما بينه وبين من هجره قالوا من الذي هجرك قال هجرني ربي فلما تبت له قبلني ربي سبحانه وتعالى أيها المؤمنون إن الله تاب على تلك الزانية وتاب على ذلك الرجل الذي فعل الزنا بل إن الله أدخل الجنة امرأة لأنها سقت كلبا سقت كلبا فقط وهي يهودية فدخلت جنة ربها سبحانه وتعالى وهذا موسى عليه السلام يتوب إلى الله لما رأى الله الرحيم بخلقه أخذ موسى يقول يا الله اجعلني أراك اجعلني أراك يا الله فلما سمع موسى عليه السلام كلام ربه طمع في رؤيته يقول أهل السير فقال ربي كما قال الله ألني أنظر إليك قال محمد بن نسحاق فاستمر موسى عليه السلام يلحي على ربه لما رأى أن الله كلمه أراد أن يراه فقال انطلق فانظر إلى ذلك الحجر حجر في الطريق قيل أنه الجبل وقيل حجر قبل الجبل قال فلما ذهب إلى الحجر في رأس الجبل فقال له الله اجلس عليه يا موسى يقول فصعد ثم جلس عليه موسى فقال إني مهبط عليك جندي من السماء الملائكة ففعل موسى فلما جلس على الحجر واستوى عليها عرض الله عليه جنود سبع سماوات فأمر ملائكته ملائكة سماء الدنيا أن يعرضوا عليه فمروا بموسى عليه السلام ولهم أصلاة مرتفعة بالتسبيح والتهليل كصوت الرعد الشديد ثم أمر أمر ملائكة السماء الثانية أن يعرضوا عليه ففعلوا فمروا على ألوان شتى ذو وجوه وأجنحة منها ألوان الأسد رافع أصواتهم بالتسبيح ففزع موسى منهم وقال أي ربي إني ندمت على مسألتي فقال هل أنت منجيني من مكاني هذا يا رب ثم نزلوا عليه أهل السماء الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم الساجسة ثم السابعة ونزلوا عليه بألوان مختلفة وأبدال مختلفة وأقبلت ملائكة يخطف نوره من أبصار ومعهم حراب الحربة كالنخلة الطويلة كأنها نار أشد غوءا من الشمس وموسى عليه السلام يبكي رافعا صوته يقول يا رب اذكرني ولا تنساني أنا عبدك ما أظن أنت مما أنا فيه إن أخرجت من هذه إن نزلت من على هذا الجبل وإن خرجت يا ربي احترق وإن خرجت علي احترق وإن مكثت مت ثم قال له رأس الملائكة يا موسى اذهب فإن الله قد غفر لك فقال سبحانك توبت إليك أيها الإخوة لا تيأس من رحمة الله ولا تيأس من روح الله فتوبوا إلى الله فإنني أعلق سببا واحدا فقط بالتوبة قال بعض العلماء إن من أسباب التوبة نصر الأمة وعزتها ورفعتها ونظر الله لها برحمته سبحانه وتعالى وانظروا يوم كفرت ذنوبنا انظروا إلى أمم الماضية قوم لوط اشتهروا باللواط وقوم فرعون اشتهروا بالسحر وغيرهم من الأمم اشتهرت بمعصية واحدة ولكن هذه الأمة كم فيها من ذنب ألسنا نرى الشرك عيانا ألسنا نرى الزنا واللواط أجلكم الله كذلك ألسنا نرى الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها أنا لا أقولها لك الناس فمن قال كذلك فهو أهلكهم لكن الذنوب فشت فإذا ما الذي يحصل في الأمة الآن سواء على أرض فلسطين أو في أرض أفغانستان أو في كشمير أو في الفلبين والله إنما يدور هنا وهناك بل حتى في أنفسنا إنه بسبب ذنوبنا أنا نعم أقول قد يكون الأمر في ظاهره شر لكن خيره في النهاية خير كما قال الله عن قصتي موسى عليه السلام انظروا لها وتأملوا موسى عليه السلام لما ولد قال الله لأمه أين تضعه في التابوت هل التابوت مكان يحفظ فيه الأطفال لا ومع ذلك وضعته بالتابوت ثم يقول الله لها ضعيه في البحر فتضعه في البحر قال بعض العلماء البحر هلاك خارجه هلاك داخله هلاك عمقه ثم يوضع في البحر ثم أرادت أن تخاف على ولدها قال ولا تخافي طيب أحزن أحزن على فلدة كبدي على بعده عني قال ولا تحزني بل وتأتي البشارة إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فظاهر الأمر شر لكن باطنه خير وإبراهيم عليه السلام يقول الله له جل وعلا بل ويرمى في النار وتشعل تلك النار أياما ثم يربط بخيط قال أهل التفسير ما احترق من إبراهيم إلا الخيط الذي ربط في يديه جاءه جبريل وهو في المنجنيق يرمى على النار هل من حاجة قال منك أو من الله قال من الله قال منك فلا أريد من الله أريدها قال ما هي حاجة قال الله أعلم بحالي وهو الذي سيسترني وهو الذي سيقوم بحاجتي ثم يسقط إبراهيم في نار ويجلدون أربعين يوما كما قال ابن كثير وغيرهم قال أكثر حتى رؤية هذه النار في أماكن بعيدة وبعد أربعين يوما وتخمد النار ويخرج إبراهيم أمام الناس ولم يصب إلا ذلك الحبل الذي ربط به يديه ثم قال النمروت إن ربك الذي نجاك من هذا إنه لعظيم إنه لعظيم لأذبحن له ستين بدنة فلا تبنى إلى الله هذه قضية القضية ثانا كيف نشكر ما أنعم الله به علينا الله أنعم أنعم علينا نعما عظيم لا تعد ولا تحصى لا يكفي أن الله يقول وإن تعدوا نعمة الله إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يقول ابن سعد رحمه الله تعالى في تفسيري هذه الآية إن الله قدم العد على الإحصاء لأنك لن تستطيع عد النعم فضلا على أن تحصيها ولذلك يقول الله جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون ألا تتأمل أن الله امتنى عليك كما سمعتم في قصة إبراهيم بن أدهم أنه يقول كيف تعصي الله وأنت على أرضه وكيف تعصيه وهو يراك وكيف تعصي الله سبحانه وتعالى وأنت تسبح في ملكوته وفي خيراته وفي نعمه وفي آلائه قال الشافع رحمه الله تعالى مررت على بيضة فرأيتها فرفعتها فتأملت فيها أسألكم بالله من من اليوم يتأمل في بيضة أو ينظر فيها فيراها فيرى الأمل فيها أو يرى خلق الله فيها أو يرى الكبرياء والنعمة فيها فلما رآها قال سبحان الله هذه البيضة خارجها أبيض كالفضة من الخارج وداخلها أصفر كالذهب الزلال يخرج الله منها حيو يسمع ويبصر ألا تدل على السميع البصير تدل على الله أم لا تدل ويمر الإمام أحمد على ورقة شجرة فيرى تلك الشجرة فيتأمل فيها قال سبحان الله هذه الشجرة تأكلها النحلة فتخرج عسلة وتأكلها الغزال فتخرج مسكن وتأكلها الدودة فتخرج حريرا ألا تدل على السميع البصير ويقف مالك رحمه الله في عرفة يرى الناس هذا متضرع هذا باكي هذا خاشع هذا داعي فلما رأى الناس في تلك الحالة في عرفات قال لا إله إلا الله فعددت اللهجات واختلفت اللغات ولكنها لا تختلف على فاطر الأرض والسماوات لما مر بعض الناس على الآيات ولم يقفوا ذمهم الله وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون إذن لماذا لا تقف معها النفس خلقك الله لتتوب وخلقك الله لتسكب تلك الأنهار والدموع وترجع إلى الواحد التواب الغفار ترجع إليه سبحانه وتعالى لتعبده بما خلقك به خلق لك البصر والسمع والقوة في البدن حتى تسخرها في طاعة ربك قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون تأملوا معي في بعض جزئيات هذا الجسد وقد يكون هناك ممن يعرف الجزئيات أكثر كالأطباء وغيرهم إلا أنني أتكلم عما نراه ظاهرا وإلا الأسرار والأخبار فيها عظيمة البصر يقول أخوة نعمة وغير نعمة نعمة وأكبر دليل كما قال ابن رجب إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك يقول ضع كفيك على عيني ترى نعمة الله وأنا أقول الآن اسألوا أصحاب النظارات الذي يلبس نظارها الآن يعرف قيمة هذا البصر وهو يرى يبصر فكيف بالذي أصلا ما يرى لما مشى أحد الرجال في طريق يذكر هذا من الجوزي يقول وجد في طريقه جلكم الله أذى وأوساخ فلما رأى الأوساخ حملها لأن إزالة الأذى عن الطريق صدق يقول وضعها على جنب الطريق فجاء رجل آخر فأخذ الأذى والأوساخ فوضعها مرة أخرى في نصف الطريق فجاء الرجل قال أنت مجنون أنا أبعد الأذى عن طريق الناس وأنت عيده مرة ثانية قال أنت أبعدت الأذى عن طريق المبصرين ووضعته في طريق العميان الأعمى في الغالب وين يمشي على جدار قال أنت وضعته في طريق العميان أتركه في نصف الطريق حتى يراه المبصر ولا يقع فيه ولا يقع الأعمى إذا مشى على جداره في الأثر أن رجل من بني إسرائيل عبد الله خمسمائة عام الآن كم أعمارنا خمسمائة عام ما بين عبادات وقربات وطاعات حتى جاءته الوفاة فتوفاه الله ثم قال الله لملائكة يذهبوا إلى عبدي هذا فاسأله قلوا له تدخل الجنة برحمة الله أو بعملك فقال أدخل الجنة بعملي اغتر بأعماله فقال الله ضعوا فقط للملائكة في الميزان أعمال هذا الرجل في كفة ونعمة البصر فقط هذه في كفة أخرى فوضعوا الأعمال في كفة ونعمة البصر في كفة فرجحت نعمة البصر فقال يا ربي آمنت أدخل الجنة برحمتك فدخل الجنة برحمة الله تعالى انظروا إلى الشم حاسة في الأنف هذه بعض الناس يتوقع أنها ليست نعمة حدثني مدير الدفاع المدني في المملكة ربي السعودية في الرياض يقول حصل حريق في أحد البيوت الصغيرة أو الشقر وعلى أثر هذا الحريق احترق أغلب المنزل والغريب أن صاحب المنزل كان موجودا في بيته ولم يكن نائما فلما تأكدوا من سبب الحريق وجدوا أنها الشرارة بدأت في المطبخ ثم انتشرت في البيت كله حتى احترق أغلب البيت قالوا ما دمت موجود ولم تكن نائما ما شعرت بالحريق قال لا لم أشعر به كيف لم تشعر بهذا الحريق قال ما شعرت بذلك الحريق لأنني لم أشعر به إلا حينما رأيت الدخان اقترب من الغرفة وشعرت بحرارة النار لما اقتربت من الغرفة لأن حاسة الشم عندي معطلة لا أشم ولو كان الشم موجود لا استطاع أن يشم النار من بدايته وأنتم ترون الآن ممن لا يشمون لو قدم له طيبا طيبا ما عرف ريحته ولو مر أجلكم الله على ريحة خبيثة ما تأفه منها وما تأقتقزز نفسه لأنه لا يشم ثم انظروا إلى نعمة للسر رأينا أبكم أطرم إذا جاء يتكلم يحرك يديه ويحرك رأسه بل والله بعضهم يحرك كل جسده ويتمتم بتمتمات في النهاية نقف حائرين نقول ماذا تريد ماذا تريد فيقف لا يتكلم ألا تحمد الله أنت وأن تتكلم عشرات الكلمات في لحظات بل في ثواني تتكلم بها لو أردنا أن نحسب كلام أحدنا يقول أحد السلف كنت أجمع وأعرف كلامي من الجمعة إلى الجمعة يعرف عن ماذا تكلم وبماذا تكلم أسألكم بالله لو قلت لأحدنا من صلاة العصر فقط إلى صلاة المغرب هل تستطيع أن تعود كلماتك التي تكلمت بها يقول أحد الدعاة بأن رجل يعمل في مصنع ومعه زميل له أبكم في نفس المصنع هذا الأبكم هذا كان يدور في المصنع ففجأة سقطت آلة حادة على زميل الأبكم آلة سقطت كبيرة فأغشي هذا الرجل أغشي عليه تقدم الأبكم هذا يريد أن ينقذ صاحب أن يقف معه أن يرفع ما استطاع أراد أن يصرخ أن يصيح أن ينادي الناس حتى ينقذوا هيهات أبكم لا يتكلم فالتفت فوجد الهاتف كليفون رفع السماعة اتصل بالإسعاف ردوا عليها الإسعاف ماذا يقول يقول أو يحرك يديه أو يحرك رأسه أو يحرك رجليه في هذه اللحظات أعرف أنا وأنت وهو وكل من خلق الله فضلا وقدر هذه النعمة التي فرط فيها الكثير مننا ولم يعرف قدرها اليد هذه نعمة ولا لا هب أنك المفصل هذا لا يتحرك تخيل الآن أن المفصل هذا ثابت يعني المثبت ولا يتحرك كيف سيكون ممشانا بهذه الطريقة إذا جعل الله هذا المفصل يتحرك بل رأيت رجل عمره أكثر من مئة سنة قطع أصبع هذا أصبع مقطوع فسألت قلت أسألك عن أصبع هذا هل خلقك الله بهذه الصورة قال لا إنما كان أصبعي موجود وقطع على أثر قرصة حية قديما فبتر هذا الأصبع قلت هل حركت يدك الآن كحركتها قبل أن يقطع هذا الأصبع قال لا والله والله الذي لا إله غيره تغيرت قوتي كاملة في جسدي بسبب هذا الأصبع فقط يذكر عبد العزيز الخطاب في رسالة له سماها شكر النعم رسالة صغيرة ذكر قصة واقعية يذكرها للعبرة يقول أن رجلا يقول كنا نجلس في المسجد في مثل هذا المجلس المبارك نتذاكر في كتاب الله وفي سنة نبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما نحن جلوس فإذا رجل من خارج المسجد يطرق علينا النافذة برأسه يقول طرق النافذة برأسه يقول لا فتنظري قلت لأحد الموجودين من الطلاب الذين يدرسون كتاب السنة قم تعال اذهب وانظر ماذا يريد هذا الرجل يقول فخرج أحد الطلاب فلما خرج وجد رجلا خلقه الله كاملا لكن من غير يدين ما له يدين يقول وقفت اتأمل وانظر وأتأمل وأحمد الله على هذه النعمة يقول قلت له ماذا تريد قال اريد دورة المياه أجل لكم الله أبغى دورة المياه يقول قلت له دورة المياه هناك رجال فلانية قال خذني لها يقول فذهبت أنا وإيا حتى وقفنا عند باب دورة المياه يقول أول ما وقفنا قال لي افتح الباب أنا ما أستطيع افتح الباب لأن يدي ما في أيدي يقول يقول حمدت الله وفتحت له الباب ثم دخل دورة المياه ثم أغلقت الباب ثم طرق الباب علي مرتان إبراسة يقول لما طرق الباب فتحت عليه هو في الحمام قلت نعم ماذا تريد قال أريدك أن تخلع ملابسي حتى أقضي حاجتي أنا ما أصدع أخلع ملابسي يقول نزلت رأسي وحمدت الله وأخلعت ملابسه ثم خرجت يقول وأغلقت الباب يقول لما انتهى من حاجته ثالث مرة طرق الباب علي مرة ثالثة برأسه فتحت الباب يقول لما فتح الباب قال أريدك أن تغسلني وأن تلبسني ملابسي فيقول قلت لا إله إلا الله لله ما أعطى وله ما أخذ سبحانه وتعالى هل هذه نعمة ولا نعمة إذن احمدوا الله على ما أنتم فيه زرنا مركز التأهيل الشامل التابع لوزارة العمل والاجتماعية في الرياض فأول ما زرنا المركز أول ما زرنا المركز دخلنا على مريض والله يا أخوان أن هذا المريض طوله والله لا يتجاوز أربعين سنتي تقريبا لا شيء فأول ما رأنا تحركت عينيه فقط وأخذ يبكي سألت الطبيب المرافق معنا قلت ما مرض هذا الرجل معاق جسمه ملتف بهذه الطريقة تقريبا على بعض قال هذا الرجل على هذه الحالة لكن عقله معه العقل موجود قلت كيف تغذونه قال يغذى عن طريق الأبر أو رضاعة أطفال يضع فيها حليب وماء ويغذى بها على هذه الحالة قلت يشعر بنا قال نعم يشعر فأخذت أحرك يدي وعينه تدمع قلت كم له على هذه الحالة قال الرجل الآن هذا عمره ثلاثة واربعين سنة منذ أن خلق وهو على هذا السرير من ثلاثة واربعين سنة وهذه حالته على هذا السرير لا يتحرك من أعضائه إلا العين فقط وتدمع ما بين فترة وأخرى على أن أحمد الله على هذه النعم العظيمة على أن أحمد الله على ما نحن فيه من نعم وآلاء لو أردنا أن نحمد الله وأن نشكره منذ أن نخلق حتى تقبض أرواحنا والله ما أدينا شكر نعمة واحدة مما أنعم الله به علينا رأيت رجل في المستشفى كبير في السن فلما زرته وأردت الخروج أخذ يبكي يقول لا تبكي لا تيأس من روح الله لعل ما كتب الله لك خيرا لك في دنياك وأخرى قال والله ما بكيت يأسا ولا قنوط من رحمة الله لكنني بكيت يقول تمنيت في رمضان هذا الكلام تمنيت من الله أن أعافى ولو يوما واحدا فقط حتى أخرج وأصلي مع المسلمين في الجماعة وأصوم يوما كاملا في رمضان فنعم الله لا تعد ولا تحصى رجل في أيضا مركز التأهيل يحدثني أحد الدعاة يقول دخلنا وهذا فيما يتعلق في الجهاز هذا الهضمي يقول كنت أسمع صراح المريض قبل ندخل الغربة أول ما دخلنا فإذا بالمريض يرفع صوته ويبكي بشدة يقول دخلنا فقلت للطبيب ما هو مرضه وما هي علته قال هذا الرجل عنده تلف في الجهاز الهضمي ما يستطيع هضم الطعام قلت ماذا يأكل يأكل غز ولحم أكل دسم حتى لا يستطيع أن يهضم الطعام قال لا والله إنما نعطيها الضاعة أطفال فيها حليب ومع ذلك يتعسر فيهضمها يتعسر فيهضمها بعض العيادات موجودة رأيتها بنفسي في المملكة عيادات خاصة لمن كان عندها احتقان أو اعسار في عدن إخراج الفضلات أجلكم الله والنسجد تخرج عن طريق آلات وشفط وسحب وأبر ومع ذلك يذهب كل يوم إلى هذه العيادة وأنت تذهب وتأتي في راحة وفي قوة بدن ألا تشكر الله على هذه النعمة لما قيل لهارول لو أنك افتقدت الماء ما وجدت شربت ما تشربها لكن وجدتها عند رجل واحد فقط ماذا تعطيها حتى يعطيك هذه الشربة قال أعطيه نصف ملكي ومالي قالوا طيب لو أنت شربتها الشربة ولكنك حينما شربتها تحسرت ولم تستطيع إخراجها وجدت العلاج بعد الله سبحانه وتعالى عند هذا الرجل ماذا تعطيه قال أعطيه نصف ملكي ومالي فقالوا لا بارك الله في مال أو في ملك ذهب نصفه بشربة ما والآخر بإخراجه لعل الأعضيري والإخوة لكن أختم ب قضية نعمة القدم ذكرته قصة قد سمعتموها لكن أذكرها من باب التواصل الموضوع يذكر أو أذكر أن رجل لم صلى معنا في الرياض في المسجد قبل أكثر من عشر تقريبا عشر سنوات ولفت نظري وأنا وصلي الصلاة بعشان أن هذا الرجل يبكي منذ أن كبرنا حتى انتهينا بل بعد الصلاة كان بكاءه حار وواضح فسلمت عليه لأنه تبينها غريب عن جماعة المسجد وسألته عن سبب البكاء وقلت هل من حاجة نقضيها لك قال أنا حدثت لي قصة قبل تسع سنوات يعني من الآن تقريبا من تسع تعشر عاما وامتن الله علي بشفاء على أثر حادث جاءني وأصبت به فأصبت بشلل في أقدامي يقول استمر المرض معي تسع سنوات الشلل ما تركت طبيبا ولا مريضا ولا علاجا في المملكة ولا في خارجها إلا بدلت السبب لكن دون جدوى يقول كلما ذهبت إلى طبيب قال أنت حارتك ما يؤس منها يقول فقدت الأمل من الناس وبقي الأمل متعلق برب الناس سبحانه وتعالى إلزم يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان يقول وفي يوم من أيام كنت جالس في الغرفة متمدد وأدخلوا علي أهل البيت القهوة والشاي في الصينية وضعوها على طاولة مرتفعة قليلا إذا أنا جالس في نفس المكان كان عندي أحد الأطفال الصغار يحبو في الغرفة يقول فجأة تقدم إلى هذه الصينية فسحبها فسكب عليه الحار مباشرة يقول قمت خائفا فزعا من ذلك الموقف والله لم أشعر بنفسي إلا وقد مشيت أكثر من أربع خطوات تقريبا يقول دخل أهل البيت على الصراخ والصياح والسقوط هذا الحار فلما دخلوا ورأوني لا أدري هل بكاؤهم كان فرحا على ممشى هذا الصبي الغلام أو حزنا على فرحا على ما حصل لي بممشى أو حزنا على هذا الطفل يقول ومن تلك اللحظات وإلى يومي هذا وأنا أمشي ولله الحمد والمنى حتى قال والله لو سجدت لله سجدة من الآن حتى تقوم الساعة ما قدمت شكرا لله جل وعلا على هذه النعمة فأحمد الله على ما أنتم به من نعم عظيم لا تعد ولا تحصى ولو تأملنا في خلق الإنسان بعض الدقائق لو وجدنا العجب العجاب بل لو تأملنا في خلق السماء والأرض لو وجدنا أشد من ذلك الله يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس هيعلمون وقال تعالى أنتم 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 أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأقطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها أسأل الله أن يتوب علي وعليكم وأن يجعلنا وإياكم بمن تابع إليه توبة النصوحة وأن يقبل منه ومنكم صالح الأعمال يقول كيف أبكي من خشية الله وكيف أتلذذ بالبكاء من خشية الله وكيف أتلذذ بالصلاة والذكر وقراءة القرار أحس أن في قلبي قصوة وأذي الصلاة حركات جوفاء أرشدني جزاك الله أنا دائما أقول لنفسي ولغيري من الإخوة أن محط نظر الله هو القلب هذا القلب ملك الجواري بقدر ما نستطيع أن نحيي هذا القلب حياة إيمانية حياة حقيقية أن يحيي القلب استطعنا أن نحقق العبادة على وجه الذي يرضي الله والحياة العبادة لها حقيقة ولها صورة أنا أضرب لكم إذا لو أني صورت هذا الكأس وقلت لكم في هذه الصورة هذه صورة ماذا الجميع سيقول هذه الصورة كأس ما لكن هل يستطيع أحدنا أن يشرب من هذا الكأس داخل الصورة أجيب لا لأن تلك صورة وهذه حقيقة لو صورت لك الآن عشر الدنانية وآتيت بنفس الفئة والشكل والألوان وصورتها وقلت هذه ماذاك سيقول جميع هذه عشر الدنانية هل يستطيع أحدنا أن يشتري بها ولو كيس خبز بهذه العشر الدنانية التي في الصورة لا لأنها صورة ليس الحقيقة لو عندنا أحد من الناس فلان زيت من الناس قدر الله على زيت أصبح أعمى ماذا يسمونه زيت ما تغير اسمه لو قدر الله على زيت هذا أصبح مشلول ماذا يسمى زيت ما تغير لو قدر الله على زيت قطعت يده يسمى زيت لكن إذا مات زيت هذا وقدم للمحراب للصلاة عليه الإمام يقول صلوا على زيت لا يقول صلوا على الجنازة صلوا على الميت ليش لأن الحقيقة روحك إيمانك انتهت يا متعب الجسم كم تسعى لراحته أتعبت جسمك فيما فيه خسرانه أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان فقضية أن الإنسان يحيي هذا القلب حياة صحيحة بذكر الله سبحانه وتعالى الذي يقول لا أبكي من خشية الله إذا اطمأن القلب بذكره خشيه سبحانه وتعالى وإذا اطمأن القلب بخوف من الله ورجاء الله سبحانه وتعالى خشي الله سبحانه وتعالى وتعلم على الخير كله فعالج هذا القلب بالذكر بالاستغفار والتسبيح والتهليل والله كنا نعد أحيانا في مجلس واحد لسماحة الشيخ عبد العزي المازي رحمة الله عليه أكثر من مئة تسبيح واستغفار من مجلس واحد سبحان الله وحمد الله والله بل إنني كنت أذكر أن في بعض المحاضرات أقرأ بعض الأسئلة أو نقرأ بعض الكتب وطيلة الشيخ وهو يسمع يسبح ويستغفر يذكر الله جل وعلا لذلك إذا جاء خبر عن أي جهة من جهات المسلمين يا شيخ في أندنوسي يقتل ما يقارب مئة رجل قال لنا لله فأخذ يبكي بكاء حار لأن قلب حصل متعلق بالله فبذلك أدنى ما يأتي من الكلام فيه قال الله وقال الرسول يتأثر به المؤمنون الصادقون لأن القلب جاهز فقط لأن يحرك بالكتاب والسؤلاء فيقون أما قضية الصلاة فالصلاة ذكرت أخوة وأعيد واختصار إذا أردت أن تخشع في صلاتك أطبق ما قاله ذلك الرجل رحمة الله عليه من السلف تابعي سئل وقلت لكم هذا كيف تخشع في صلاتك قال إذا كبرت أول قضية أتذكر أن الله رامي مرات بالدين كم مرتبة ثلاثة مرات الإحسان والإيمان والإسلام أعلى مرتبة ما هي الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى يقول إذا قلت الله أكبر مباشرة أتذكر أن الله رامي ثم أتذكر أن الصراط تحت قدم الذي ينصب على مثل جهنم تخيل أنت الصراط أدق من الشعر أدق الشعر هذه أدق منها أحد من السيف أروغ من الثعلب أحر من الجمر ينصب على مثل جهنم قال وأتخيل أن الجنة عن يميني جنة ما فيها من نعيم ما فيها من أنهار ما فيها من فرحة وسرور وأتخيل أن النار عن يساري وما فيها من عذاب وزقوم وغيرها النار أخف أهل النار عذابا يرم القيامة هو رجل يلبس نعلين تغلي بهما دماغه من شدة حرارة النار هذا أخف رجل بل إذا أقبل صاحب النار على النار وراء النار يرجع من شدة الحرارة لكن ما يترك يرجع الملائكة وراها تدفع مرة ثانية تدفع بالنار الله يصف هذا الموقف يقول يوما يدعهون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم دوقوا عذاب النار الذي كنتم بها تكذبون نضيئة أن النار نساره وأن ملك الموت خلفه وأن القبلة أمام عينيه يتخيلها أمامه قال ثم أكبر بتحقيق الله أكبر إيش معنى الله أكبر أكبر منك ومن دنياك ومن وظيفتك ومن همك ومن غمك ومن كل ما خلق الله الله أكبر حقك وأقرأ بترتيل الحمد لله رب العالمين ترتل القرآن بعض الناس يقرأ قرأ كأنه يقرأ مجلة ولا جريدة ولا شعر لا لو تأملت في قوله تعالى الحمد لله فقط في الباتحة تحمد الله على ماذا تحمد الله على أنك مسلم وغيرك كافر مشرك تحمد الله على أنك تبسر وغيرك أعماء تحمد الله على أنك لك أطفال وذرية وغيرك عقيم تحمد الله أن عندك مال وغيرك فقير تحمد الله على أنك لديك من النعم ما لا تعد ولا تحصى وإن تعد نعمة الله لا تحصها أكبر بالتحقيق أقرأ بترتيل أركع في خضوع أسجد في خشوع أجلس في طمأنينة أتشهد على يقين أسلم على أمل ولا أدني أقبلت صلاة أم لا أطمأنينة في الصلاة أن يطمئن قال بعضهم أن يأخذ كل عضو من جسدك في موضعه سواء في القيام أو في الركوع أو في السجود أو في الجلوس بين السجدتين أو في التشهد الأخير أو الأول يأخذ موضعه بقلب مطمئن ضاغي متيقن أن هذه الصلاة شرعها الله جل وعلا لأن الله كرمك أنت يا بني آدم ولا قد كرمنا بني آدم قال بعضهم كرم بالعقل وقيل إن الله كرمك بانتصار ظهرك كل الحيوانات مخلوقة ظهورها منحنية إلا أنت ظهرك قائم ولا ينخني إلا في حالة واحدة فقط يوم تستد وترك على الله سبحانه وتعالى ولذلك أصبحتك الكرام والعزة والربعة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتوبة النصوح وعذرنا أيها الأخوة إن كان من نقص أو تقصير أو خطأ فهذا وارد وأنا لست معصوم بشر وإنما أقول كما قال الأول اعمل بقولي وغضى الطرف عن زلري ينفى كقولي لذرك تقصيري أدين الله أنني أردت بما قلت وجه الله جل وعلا متمثلا بذلك الكتاب والسنة وما سار عليه علماء السنة من السلف الصالح وضوان الله عليهم فإن كان هناك خطأ من نفسه والشيطان الأمر الأول افعل الخير مهما كنت وإن كان حتى وإن كان يظهر عليك تقصيرا أو عندك وقوعا في خطأ أو حرام ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلا يضيع جميلا أينما زرعا وصلايع المعروف تقي مصارع السوء حنا أمه اليوم ما وصبنا في العراق ولا في فلسطين ولا في أفغانستان ولا وصبنا حتى بأي خلل من الأمور التي تصيب الأمة إلا ونحن لنا دور بها بمشاركتنا التي إننا لم نحترم أنفسنا فوقعنا وأوقعنا الأمة معا النبي عليه الصلاة والسلام في غار حرام يتعبت نزل عليه الوحي خاف توطع المسألة جن أو مس ورجع إلى خديجة زمليني دثريني قالت ما الأمر فأخبرها بالذي رأى قالت والله لا يخزيك الله أبدا واش قالت لها بعدها إنك لتصل الرحم وتفعل المعروف وتعين على نوائب الحق والله ما يخزيك هل رأيتم أحد يصنع معروفا ويعمل صالحا يرجو به وجه ربه فيخذل كلا اصنع المعروف أينما كان في اسمين من أسماء الله تأملوا فيها الديان والاسم الثاني الشكور واش معنى الديان الديان الذي لا يضيع عملا لك أبدا سواء خير ولا شر فمن يعمل نثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل نثقال ذرة شرا يره وما أكرم الشاب يقولون سلم ما أكرم الشابا شيخا لسنه إلا قيض الله له عند كبره من يفعل له ذلك والحديث عند الترميل كان أبو سفيان قبل إسلامه أبو سفيان طبعا زوجته هند بنت عتبة هند بنت عتبة أسلمت قبله وأبو سفيان لما أراد الإسلام ما أسلم في البداية مع أن الإسلام عرض عليه مرارة لكن حصل موقف منه رأى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تمشي في سكك مكة ثم سقطت فاطمة في العرض ولما سقطت مر عليها وهو ليس بمسلم فرفعها ونفض التراب عنها ثم دارت الأيام وإذا به يدخل في الإسلام ويسلم يقول الصحابة رضوان الله عليهم والله لا نعلم سببا لإسلام أبي سفيان إلا ذلك المعرض العمل الذي فيه خير يبقى الاسم الثاني لله الشكور والشكور هو الذي يجازي على القليل كثيرا الله لا يظلم ولا يخضم تعالى الله لا يظلم أحدا ولا يخضم حق أحد يعطيك حقك كما فعلت ولذلك المرأة التي فعلت ما فعلت لكنها رأت كلبا أكرمكم الله وسقط ذلك الكلب فشكر الله لها واش قال العديد وغفر لها غفر لها بسبب كلب رجل يمر يرى كلبا يلهث وينزل البيت ويخرج خفة إنعال أكرمكم الله ويملأها ماء ويعض عليها بأسنانه حتى لا ينكب الماء ويصعد ويسقي الكلب وفي رواية أنه كان زانيا ولكن الله شكر له وغفر له بهذا العمل الذي هو في نظر الكثير يسير جعفر بن أبي طالب يموت ويخلف عيتاما ثم قال الرسول من يكفل أبناء جعفر فقام ثلاثة من الصحابة كلهم أفقروا من جعفر لكنهم يريدون ما عند الله تبارك وتعالى الإمام أحمد بن حنبل يروي قصة يقول كانت امرأة تمشي في الطريق جوعانة ومعها كثرة خفز تصدق عليها ومعها الطفل يبكي تبغى تجلس في مكان الخفز يابس حتى تصب عليه ماء وتلينه فتبحث عن ظل فقالت لصبية اجلس أبحث عن مكان وأعود يقول لما أحمد فذهبت الأم ثم جاء للصن وخطف الصبيها راح به ورجعت الأمة ووجدت ولدها فأخذت تولول وتبكي وتصيح وبينما هي في الطريق مر عليها رجل فقير معه طفل قال إن طفل هذا يبكي يريد شيئا يأكل قالت اتخرت خفزة لولدي وخطف خذها تقول فما أعطيته هذا الوحل أحمد فما أعطيته إياه وعدت وأبحث عن ولدي إلا ورجع اللص الحرام هذا قال خذي هذا ولدك قالت لماذا رجعت قال خطفته ومشيت فسمعت رجل يقول عياكم وصبيان الناس فإن لكم أبناء كما لهم ولكم قلوبا كما لهم يقولوا خفت ورجعت إليكي قالت الأم والله إنما أرجعه الرغيف الذي كان نحسبه لله وإن العمل الصالح اليوم بعض الناس تقول هجلس في مسجد نصف ساعة تسمع كلمة أو محاضرة كأنك تجلس عليه جبالك لكن خلّه يروح المناسبة أو زواج أو لقاء ربما فيه حتى أحيانا مكروها وحراما فتجد الساعات الطويلة تمر عليه ولا يلتفت ولا ينتبه لها ولا يقف عندها الرسول في الحديث الصحيح يقول رجل سمعت صوتا في السماء في الحديث الصحيح يقول فالتفت فإذا بي سحابة يقول يا سحابة اذهبي وأمطري على عرض فلان من فلان يقول فتبعت السحابة حتى وقفت على حديقة رجل والله ما نزل عن يمين حديقته ولا شمالها قطرة صب على مزرعتها بس يقول فلما نزل المطر راحت السحابة أتيت إلى صاحب المزرعة قلت ما شأنك وماذا تصنع قال هذه مزرعة إذا حصدتها وزيعها ثلاثة ثلاثة ثلاث لي ولأهلي وثلاث للفقراء وثلاث أعيده فيها قال والله إنما جاءت كالسحابة بسبب ذلك الثلاث لأن العمل لله تبارك وتعالى يا جماعة الخير ترى المسألة تركع وتسجد بس لا الله يقول اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وسكت قال وفعلوا الخير لعلكم تفلحون سجود وركوع وعبادة وفعل خير ولعلك أساك أن تكون مفلحا ليش الرسول يقول امسح على رأس اليتيم ترقق قلبك عثمان بن طلحة كافر يقول عرض علي النبي الإسلام ستين مرة والحديث في البخان يقول عرض علي الإسلام ستين مرة فما أسلمت يقول وكنت أمشي في زكك مكة شوفها العمل خير فرأيت أم سلمة أم سلمة لتزوجها الرسول بعد وفاة زوجها يقول فرأيت أم سلمة معها ولدها طفلها قلت أين تذهبين قالت أذهب إلى رسول الله المدينة مهاجرة هو كافر عثمان بن طلحة قال لي وحدك الحالك قالت ما الأمر لوحدي 400 كيلو بين مكة والمدينة وتمشي على أقدامها قال لا اركبي على ظهر ناقة يوصلك هو كافر وأركب على دابته وراح بها حتى وقف فأنزلها فعد قال رسول الله هذا الرجل يسلم بفعله معها هذا العمل يدخل في الإسلام في يوم الأيام وأسلم عثمان بن طلحة رضي الله عنه ودخل في الإسلام بسبب هذا الفعل الطيب عثمان بن عثان صحابي جليل غزوة تبوك غزوة مشهودة سماها الله يوم العسرة يقف الرسول عليه الصلاة والسلام قوام 30 ألف من المسلمين ما عندهم شيء قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة الرسول على المنظم هو وقام عثمان قال لك يا رسول الله مئة ناقة بأقتابها وعتادها وعدتها ونزل الرسول درجة ثانية قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة قال لك مئتي من العبل بعتادها وعدتها قال من يجهز جيش الجنة وله العسرة قال ثلاثمائة بعتادها وعدتها قال اللهم اغفر لعثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم قال لك تسعمائة ناقة وخمسمائة علف درهم من الذهب وعشرة آلاف من الفضة إنما أريد وجه الله ما راح الكلام عبد لما جاء الرسول في بير أريس أو أريسة في المدينة جالس يقول أبو موسى الأشعري بحثت عن رسول الله فما وجدته فأخبرت أنه عند البئر يقول فأتيت فإذا بالرسول يتوضع عينت نفسي عند الباب بواب يعني من نفسي جلست عند الباب عند السوق فجاء أبو بكر يبي يدخل قال ممنوع قال من وضعك قال أنا وضعت نفسي لا تدخل حتى أستأذن لك رسول الله وراح قال يا رسول الله إني أتيت ورأيتك تتوضى على البئر فقلت أقف وأحرسك وأيدها الرسول والآن جاء أبو بكر يريد الدخل عليك آذي الله قال إذن له وأبلغه السلام وبشره بالجنة وطلع قال يقول لك رسول الله يقرئك السلام ويقول دخل ويبشرك بالجنة يقول أبو موسى ورأيت أبو بكر فالرسول جالس على البير أدلى رجليه على البير بهذه الطريقة وجلس أبو بكر على يمينه وأدلى رجليه قال فخرجت فإذا بعمر جاي قال وين أنا أبو الرسول قال ممنوع أن أستأذن لك استأذنت لأبي بكر قال فدخلت قلت يا رسول الله إن عمر يستأذن في الدخول عليك قال اخرج لعمر وأبلغه السلام وأذن له وبشره بالجنة وطلع فقال إن رسول الله يقرئك السلام ويبشرك بالجنة ودخل يقول فجلس على يساره يقول أبو موسى قلت يا رب يجي أخي دعوة توزيع جنة يا رب يمر أخي فيدخل فيبشر بالجنة يقول فخرجت فإذا بيعثمان رضي الله عنهم جميعا يقبل قال إني وليد الدخول على رسول الله قال فقلت أستأذن لك يقول فدخلت على رسول الله قلت إن عثمان يستأذن قال أخرج لعثمان وأقرئه مني السلاس وأبلغه وبشره بالجنة على بلوى تصيبه يصبر عليها يقول فخرجت فأبلغت عثمان فدخل وجلس عثمان مقافل معد في مكان اليمين أبو بكر واليسار عمر فجلس أمام يقول سعيد بن مسيب رضي الله عنه قال وما أولنا ذلك إلا قبوره قبري أبو بكر وعمر بجانب قبر النبي عليه الصلاة السلام رضي عنهما وقبر عثمان في البقيع فرضي الله عنهم جميعا وارضعهم هذا رجل يذكره ابن القيم اسمه أبو النصر الصياد أبو النصر الصياد رجل فقير ما عندهما احتاج فما كان منه وهو يريد أكلا وشرما يقول مررت على عالم يقال له أحمد بن مسكين يقول فقلت يا أحمد إنني رجل تعبان فقير يقول قال لي أحمد أذكر ابن القيم رحمه الله قال لي أحمد تعال معي يقول فذهبت معه فقال توضأ وصلي ركعتين عند البحر يقول فتوضأت وصليت ركعتين قال الآن صد يعني ضع سنارتك يقول فوضعتها فاصطدت سمكة قال له أحمد خذ هذه السمكة وبيعها واشتر لعيالك طعاما وشراب يقول فبيعتها واشتريت لحما وحلوة فقلت والله لا يأكل وأبنائي منها حتى يأكل منها الشيخ أحمد هذا يقول فذهبت إليه فقلت إني اشتريت لحما وحلوة خذ منها وكل قال لو أكلنا أو أطعمنا أنفسنا لما أخرجنا هذه السمكة حتى نبغى هالله توكر على الله رح أطع عيالك يقول بينما أنا ذاهب معي فرحان لحم حلوة فإذا بي أرى رجلا أرى امرأة ومعها طفل يبكي ويتدوران جوعا وعطشا قالت المرأة يا هذا ارحم هذا الطفل يقول أنا ماسك كيس في لحم والآخر فيه حلوة وأتذكر عيالي جوعة وهذه المرأة تصيح لآن قلت هي الآن تمر في نفس ما كنت فيه قال فقلت خذ الحلوة واخذ اللحم يقول فأخذتها وتبسم الطفل ومسحت دمعتها وأنا أرى يقول عدت إلى أهلي فإذا برجل يسأل عنك فلما أقبلت عليه كان يقول أين أبو النصر قلت نعم قال أنا رجل أعرف أباك وقد استدمت منه مالا قبل عشرين سنة ثلاثين ألف درهم لكنه مات ولا أعرف له مكانا وأتيتك اليوم أعطيك إياه يقول فأصبحت من أغنى أهل الأرض من شدة الغنى يقول كنت ما أخرج إلى الصلاة اللي أدفع ألف درهم كل صلاة يقول لكن نفسي تعجبني يعني دخلني العجب يقول فنمت ليلة وبينما أنا نائم رأيت في المنام أنه نصب الميزان يوم القيامة يقول ولما نصب الميزان يوم القيامة نادى منادي أين أبو النصر يقول فقمت قال فسمعته يقول زنوا أعماله يقول وبدأوا يصبون أعمالي فإذا بأرى صدقاتي كلها وأعمالي وحسناتي لكنها كالقطن لا قيمة لها تحتها شهوة وتحتها عجب ورياء يقول فقال منادي منادي قال هل بقي له من أعماله شيء قالوا نعم بقيت رقاقتان رقاقتان يعني كيسي اللي كان فيها اللحم بقيت رقاقتان أنفقها على أم وطفلها يقول فأوتي بها فوضعت في الميزان فرجحت هي اللي كانت خالصة بس لله يقول يوم جت سأقوم نادى منادي هل بقي شيء هل بقي دمعة الطفل والأم التي مسحها يقول فوضعت الدموع فإذا بها كالبحر الهائج فقالوا هل بقي له شيء قالوا بقي له ابتسامة الصغير يوم أكل الطعام وشريب الماء قال فوضعت في ميزاني فطاشت السيئات كلها ولم يبقى إلا هذه الحسنة وين أعمال الخير يا جماعة الخير المسألة لله تحتاج أن نعمل الله يقول فلق تحمل العقبة العقبة كيف تتجاوز قال فكو رقبة أو إطعام في يوم بمسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة كيف تنجو إن لم تقدم لنفسك شيئا فلحظاتك إن لم تستغلها ذهبت قضية أخيرة أسألكم بالله هل حمدتم الله على شكره وعلى نعمه مثال مثال كم تقول في اليوم لكل الناس إذا قدم لك واحد هالمنديل مش تقول له شكرا جاك الله خير أعطيك العافية ما قصرت أشكرك حبيبي جاك الله خير كم تقول هاللناس في اليوم كثير لكن كم مرة تحمد الله على المعنى كم مرة تشكر كم مرة تشكر الله من اللي أعطاك البصل من اللي أعطاك السمع من اللي أعطاك العقل ثوبك هذا الثوب اللي تلبسه وش أصل الثوب هذا وش أصله الثوب هذا لو لله والله يتصبح عريان الثوب هذا إما قطن وإلا صوف الصوف طريقة الأنعاب والقطن طريقة النبات اللي يخرجها النبات وحيها لبهاي من الله جل وعلا طيب ليش ما تشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة كلكم عاري عدل القدسي إلا إيش إلا من كسوته أنت عريان أصلا لكن الله امتمن عليك وكما سترك في الباطل ظاهر سترك في الباطل ولا يعلم بك إلا الله تبارك وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا مبلاغة القرآن قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوعاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك الله يقول قد أنزلنا فيه لبس ينزل مطر من السماء كيف ينزل أنزل الله الماء الذي عمبت الشجر الذي خرج منه القطن وأنزل الماء الذي أخرج النبت هاكلت منه البهائم التي تأخذ منه صوفها نعم أشكرت الله تبارك وتعالى عليها الخيمة هذه بيتك من الذي يعطاك إياه جريجة باب لك الطاولة هذه أصلها خشب لولا خلق الله للنبات ما كانت تقول ما أبغى سكن في بيت وين تسكن في خيمة وش أصل الخيمة في عش ما هو أصله أين ينتهي كل الأمر لله من قبل ومن بعد تبارك وتعالى ولذلك الله جعل لكم من بيوجكم سكن الأكل الشرب البصر من لا يعطاك النمعات البصر أنت تبسر وغيرك أعمى أنت تمشي وغيرك مقعد أنت تعكل وغيرك لا يستطيع لأن طريق الأبر أنت غني وغيرك فقير أنت عندك أطفال وغيرك عقيم أنت الذي تتحرك وغيرك لا يستطيع وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها واشكر الله على هذه النعم وشكر النعم لا يكون إلا بأمره الأمر الأول أن يكون فيه عمل ليس كلام فقط لأن الله يقول وقول اعملوا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وما بكم من نعمة إلا من الله كل النعمة التي تتنعم بها هذا الماء من الذي أنزله أفرأيتم الماء الذي تجربون وأنتم أنزلتموه من المزل أمنحنا المنزلون لو نشاء جعلناه ماذا لو نشاء يخبرك الله تبارك وتعالى جعلناه جاجا مالح لكن الله أنشاه وين جث الموية منه من الحنفية الحنفية من وين من الخزان خزان من وين من البلدية البلدية من وين من البحر البحر من الذي جاء به رب العالمين كلها تعود لله ولذلك لو وقفت تنظر إلى ما خلق الله وما أعطاك الله تبارك وتعالى لوجدت العجب العجاب طفلك الطفل الصغير من اللي يحرسه ينام يمرض يتعب يجوع من يحرسه أنت إذا أردت أن تسقط يقول العوامل العين لها حارس يقصدون عين الإنسان وهذا صحيح كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ولذلك نعمة الهواء تخيلوا أن الهواء هذا يملك واحد من التجار كيف كيف يوزع علينا لكن تقول تستنشق الهواء موض ملك أحد إلا لله ومن نعمة الله علينا فيها الهواء أنك ما تحسه ولا تشوفه هذه نعمة ولم يبنعمة تشكر الله على هذه النعمة احمد الله على هذه النعمة التي لا تعد ولا تحصى أنت أنت من خلقك من صورك من ركبك في أي صورة ما شاء ركبك من أنا وأنت كنا على شيء أولا يذكر الإنسانه أنا خلقناه من قبل ولم يكن إيش ولم يكن شيئا ما كنت شيء ويقول الله جل وعلا هل أتى على الإنسان حينا من الدهري لم يكن إيش شيئا مذكورا مالك ذكر مالك أصل ثم يخلقك الله ويكونك ويصورك ويخلقك فأحمد الله على هذه النعمة أشكروه بكثر ما تكت تشكر الناس يجيك واحد يقدم لك معروف تلسل رسالة أشكرك ما قصرت أشكر الذي خلقك وأكبر نعمة نعمة الإسلام جلسنا مجموعة شباب وأرجوكم رجاء أطلبكم طلب إذا انتعت المحاضرة ورحت لبيتك أمسك ورقة هذا طلب مني حق قائمتين قائمة نعم الله عليك عددها ما تقدر طبعا لأنه يقول وقائمة حط المعاصر لتفعلها أنت كل يوم أسألك بالله إذا استطعت أن تفعلها ذلك حط قائمة الآن وانت جالس حاول تعد بعض نعم الله عليك عد بعض النعم وتذكر المعاصر لتفعلها في حق الله تبارك وتعالى ألا نستحي من الله الذي يعطانا كل هذا الله يقول لعددتوا أعددتوا نسب الأمر له لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلم بشر قال ما لا عين رأت شفت التعبير البليغ العين لأنه كنت يقول والله أنه رحت يقول لك واحد وين سافرت رحت الطايف ورحت مكة ورحت جدة وشفت المشاهدة طيب رحت إلى باكستان لا ولا ما رحت لكن سمعت أن فيها أذن سمعت أنها أقل طيب إذا ما سمعت فالله أتوقع ولا خطر على قلب بشر هذا الذي ما خطر هو الذي أعده الله لك في جناته جنات النعيم النعم لا تعد ولا تحصى يقول الله جل وعلا بالعجد القدسي إني والعنس والجن في نبأ عظيم قلقتهم ويعبدون غيري ورزقتهم ويشكرون سوائي أتحبب إليهم بالنعم وأنا غني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم فقراء إلي خير إليهم نازل وشرهم إلي يصاعد هذا حال كثير من الناس ولذلك الإنسان يجب أن يكون شكارا لله يقول الشيطان في المحاورة لما قال الله إذا فإنك من المنظرين قال ولا تجد أكثرهم إيش شاكرين يعني سأشغلهم عن الشكر إن الإنسان لربي لكنوت إيش معنى كنوت يعدد المصائب بس أنا وصبت وحصل لي وعلى يدي أذكر نعمة وحدة إمرأة تقول ما أعرف يعني دائما أذكر الناس نعمة وحدة قلت ما هي قالت كنت عقي من ستة عشر سنة ورزقني الله في مولود وأصبحت ورددها النعمة على الناس كالطيب باقي النعم وينها أيوب عليه السلام لما مرض وابتلاه الله بالمرض قالت امرأته يا أيوب ادعو الله ليفك عنك قال كم لنا في البلاء قالت قال عشر سنين قال كم لنا في النعمة قالت منذ خلقنا وفي روية عشرين سنة قال اجعل الله يأخذ مننا ما يشاء يعني طول العمر حمد في نعمة عشر سنوات تبتلينا ما نصبر على ما أراد الله كما قال سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكثر ولذلك الشكر يكون بشكر نعم الله تبارك وتعالى إن الله يحب العبد يأكل العكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها لأنك عبد لله تبارك وتعالى والحمد لله تملأ الميزان أخيرا يا شباب أولا أناشد حكام المسلمين والقائمين على شؤون الشباب أن يصلحوا الإعلام والتعليم ويزدادوا حرصا على رعاية شباب الأمة وفتيات الأمة وإني أناشد أهل العلم من العلماء والمصلحين والربانيين أن يوجهوا الأمة وخصوصا شبابها ويبين لهم الكتاب والسنة ويقربوهم من الله تبارك وتعالى قدر الاستطاعة وأن يصدوا عن الدين العاديات ثم أناشد أهل الكتابات أهل الغمز واللمس ممن يكتبون بالصحف أو ينتمون إلى علمنتنا غيرها أن يتقوا الله قبل فوات الهوات ويعلموا أنهم موقوفون ومسعولون أمام الله جل في علاه أناشدكم أيها الآباء والأمهات أنتقوا الله في من ولاكم الله جل وعلا رب الأبناء على ما أراد الله أناشدك أيها الشاب يا من تحمل في نفسك قلبا طيما وغيرة خيرة أن تتق الله في نفسك وأن تعيد حساباته وأناشد أختنا الفتاة والمرأة المباركة أن تحتمي بحماية الدين وتتمسك بأمر ربها وشريعته وأعلموا أنه كما تدينون تدانون أخرجوا لنا أمة وجيلا يا أمة الإسلام يخدمون هذا الدين فإن في زمن كثرت فيه البتاة كما ودعنا قبله علماء وفضلاء وربانيين والأمة اليوم تخسر كثيرا من شموعها وأقمارها ونجومها ومع ذلك يزداد السر في الأمة أخرجوا الأمة رجالا صادقين ونساء صادقات وأعلموا أن الله مع الصادقين والصادقات وأن الله يحب المحسنين ومع المتقين أسأل الله في هذه الليلة الكريمة المباركة أن يحفظ نوائكم ولم يجعل له إيش احمدوا الله كتابكم هذا ما فيه عوج أقول كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في حق صاحبه الذي إذا زرتم المسجد سلمتم عليه وعلى صاحبين عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة لما وقف على منبره هنا في المدينة قال ما من أحد لما كان النبي يودع الصحابة وكان يعد للانتقال الآخرة ولم يفهم أحد أن الخطبة التي خطبها عليه الصلاة والسلام وداع إلا الصاحب الصفي الصادق الصديق رضي الله عنه وأرضاه فقام في المسجد والناس سكوت ما تعود الناس أن أحد يقاطع النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم القائد الجميع يسكت وإذا تكلم محمد الجميع يذعن ويسمع ويقول سمعنا وأطعنا وأبو بكر رضي الله عنه لا يقاطع هو أول من اتبع وأول من صدق وأول من آمن وأول من نصر لكنه فهم الكلام وعرف المقصود فقام في نصف المسجد يتكلم فديناك بآبائنا فديناك بأمهاتنا فديناك بأنفسنا فالناس استنكروا كيف يقاطع النبي على منبره فقالوا اسكت يا أبا بكر واجلس لكن هذا الكلام لا أبو بكر خط أحمر رضي الله عنه وأرضاه فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعولي صاحبي والله ما منكم من أحد له فضل علينا إلا وفيناه إياه في الدنيا إلا أبا بكر فإني جعلت جزاءه على الله كل الأبواب تغلق إلى المسجد إلا باب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وهذه الشهادة تكفيه من حبيبه صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنه وأرضاه الليلة حديثنا عن الكهف وعنوان هذا اللقاء عنوان ضمني أضعه أنا الليلة كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم بعضنا يقول أنا واحد كيف أستطيع أن أغير العالم أقول لكم حكمة أو قصة صينية رجل يقرأ جريدة يقرأ له جريدة وجه الجريدة اللي هو يقرأ يشوفه الكرة الأرضية يشوف الكرة الأرضية في الجهة التي يقرأ فيها والكرة الأرضية ينظر عنده واحد من أطفاله أولده يلح عليه يباه اشتر لي كذا عطني كذا والأب لم يلتبت له هذه قصة مذكرة في مذكرات الصين وليست من كيسية الأب لما نظر إلى الولد يلح عليه قيل أنه أخذ الجريدة وقطعها يعني زيلي طفش وزهق من الولد فقطع الجريدة ورماها ورجع الولد كعادة الأطفال يلح على والده مرة ثانية أبغى تعطيني افعل لي كذا قال له أبوه شرط تعجيزي إذا أردت أن أعطيك ما تريد فعليك أن تعيد الجريدة كما كانت صعب الجريدة تقطعت قام الولد أخذ الجريدة خلال دقائق رجعها زي ما كانت سأل أهل أب كيف كيف قدرت رجعها قال يا أبوي أنت كنت تنظر للجريدة هنا وتشوف أنت الكرة الأرضية لكن الوجه الثاني كان فيه وجه رجال ويوم قطعته كان سهل علي أني أركب العين والخشم والإذن والرأس والجبهة فاكتمل بسرعة شاهد حديثي أن هذا الوجه اللي في قفى الجريدة عدل الكرة الأرضية كاملة أنا أقول اليوم من سورة الكهف كن أنت التغيير الذي تريد أن يكون في العالم تتغير نوميس كونية لأجل مجموعة الشباب سبعة فتية اللي عندهم ورسالة وهدف وهذه رسالة لكم كلكم جميع الرجال ونساء وكبار وصغار وخاصة الشباب اللي عنده رسالة وهم يستطيع أن يوصل هذه الرسالة معقولة واحد يغير الدنيا أي معقولة وأنا سأثبت لك من خلال الكهف اليوم أن بإمكان الأفراد والفرد إذا كتب الله له التوفيق والقبول أن يغير العالم ويستطيع أن يغير الواحد يصيرون عشرة والعشرة يصيرون عشرين والعشرين يصيرون مية والمية تصبح ألف والألف تصبح أمة وجماعة فيكون الأثر ويكون التغير من هم المصلحون إلا أفراد من هم الأنبياء إلا أفراد عليهم الصلاة والسلام يبعث الرجل النبي في أمة كاملة وقد يبعث في أمة ثلاثة واثنين فعززنا بثالث لكن هذا التأثير من شخص يكون إذا كانت هناك إرادة وعزيمة مع صدق نية إن شاء الله تعالى وقبول وتوفيق من رب العالمين أنا أقول للشباب اليوم أبتكلم أن اليوم جمعة وأغلبنا قرأ سورة الكهف ونقرأ هذه السورة كل جمعة وإن كان القراءة يوم الجمعة اختلف العلماء هل أفضلية القراءة للكهف أو اليوم الجمعة هذا محل الخلاف ومن أخذ به على أنها فضيلة في يوم الجمعة فله في ذلك سلف ولا يثرب عليه لكن نحن نقرأ سورة الكهف ونبغى نعرف ملامح هذه السورة الحديث في سورة الكهف ليس عن أنبياء ولا عن صحابة ولا عن أئمة بل عن شباب لا آسف مهم شباب فتية في مصطلحنا نقول مراهقين ولا لا إنهم فتية آمنوا بربهم الفتاة في اللغة ما يتجاوج عمر سبع تعشر سنة يقال عنه فتى سبع تعشر سنة وين أبو الأربعين أنا ما وصلت لأربعين وين صاحب الثلاثين والخمسين وأكثر وأقل إذا كنا نتحدث عن شباب بتوفيق الله استطاعوا يغيرون البلد سؤال تبغى تشوف بلدك كيف كيف ودك تشوف المدينة والمملكة ومصر وتونس واليمن سوريا وغيرها كيف تبغى تشوفها كيف تريد أن ترى العالم الإسلامي بل الدنيا كلها كن أنت التغيير الذي تريده في العالم وذكرت لكم هذه القصة الصينية قصة اليوم شباب عاشوا الفكرة يبغون يشوفون بلدهم أمتهم قضية مختلفة وراح أذكر لكم هنا لأننا لازم نفهم ما هي القصة أصلا وعندي وصايا في آخري هذا الحديث عدد هؤلاء الشباب ستة أو سبعة وبعض العلماء يقول أنهم سبعة تغيرت نواميس الكون لأجل شباب في مصطلحات نقول عنهم مراهقين هذه التسمية طبعا لما تلفظ لفظ المراهقين بعض الناس يجيب في ذنب المراهق يعني منحرف لا المراهق هي مرحلة عمولية سن يمر فيها كلنا مرنا بها يمر فيها الشباب لكنها كانت في تلك الفترة مرحلة متقدمة جدا بمعنى أنهم فتية آمنوا بربهم قال الله وزدناهم إيش هدى إيمان وزيادة هدى الله يزيدنا وإياكم هدى الهدى هو أن ترى معالم الحق بوضوح بعض الناس عندها الحق لكن ما يفهم ما فيه هدى يأخذ الأدلة على مرابه لكن حينما تهتدي إلى الحق عن طريق الدليل وبهذا الإيمان المكنوز الذي في داخل قلبك تتغير حتى معادلتك الشخصية تتغير وتصبح شخص مؤثر على أمته أنتم يا عيالي ومن يشاهدني لا تستصغر نفسك وحن يا الكبار أقصد في السن لا نقول لعياننا أنت ما منك قيمة أنت ما تقدر تسوي شيء لا نحن نقول لشبابنا أنك رغم صغر السن إلا أنك قادر على أن تقدم يقول واحد يعني تبي تقنعني وتفهمني أن هذه القصة أو الشباب غيروا مجرى أنا أقول تغيرت نوميس كونية لأجل هؤلاء الشباب نوميس كونية لا يمكن نقرأ سورة الكهف في كل جمعة إن صحة رواياتها أو لها أفضلية في قراتها متفق على أن من قرأ عشر آيات منها أو حفظها عصمة من الدجال هذا بلا خلاف لا يمكن أن نقرأ سورة تضيء لنا ما بين السماء والأرض إلى عنان السماء في بعض الألفاظ ولا يكون هناك أثر حقيقي من هذه السورة ليش نقرأها كل جمعة هذول ليسوا رجال بمعنى أنهم وصلوا سن الرجال لكن أفعالوا مفعال الرجال وترى فيه فرق بين الرجل والذكر الذكر حتى في القرآن ذكرها الله في أمور الدنيا وللذكر مثل حظ الأنثين أما الرجال لا مهمتهم أكبر ما يذكروا إلا في المهمات الصعبة والأمور الشرعية وجاء من أقصى المدينة إيش رجل يسعى من المؤمنين إيش رجال الصبات صدقوا معهد الله عليه وقال الله جل على في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه تسبح له فيها بالغدو والآصال إيش رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله هؤلاء فتية في أعمارهم لكنهم رجال في أفعالهم القصة معجزة قرآنية ومن دلائل نبوة النبي سورة الكهف صلى الله على محمد كل ما سمعتم اسمه صلوا وسلموا عليه هذا حبيبكم عليه الصلاة والسلام من نحن بدون محمد عليه الصلاة والسلام أمة عمياء ضالة منحرفة قاسية ظالمة فجاء عليه الصلاة والسلام فأخرجنا من ظلمات إلى نور ومن جهل إلى علم ومن ضعف إلى قوة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما من أحد في الدنيا له فضل علينا كفضل محمد عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة فلنصلي عليه ولنكثر الصلاة والسلام عليه وجاء من حديث أوس بن أوس كما في صحيح مسلم أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلتها فإن صلاتكم تبلغني اللهم صلي على محمد حنا الآن في جامع الجهيمي وإن كنتم في المدينة تنتقل صلاتك محمد وخالد وفهد ونورة وحصة من هنا إلى حبيبك عليه الصلاة والسلام فيرد عليك السلام وإذا صليت عليه قال أدعو لك صلاتي كلها قال إذن تكفى همك ويقضى دينك ويغفر ذنبك اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد وجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته هذه القصة تدل على نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبغون دليل قريش مزعوب يقولون جيبونا دليل على كذب محمد عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عنها وصل الله عليه وسلم لكنها العناد والاستكبار إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبرون وكانوا يريدون كذبا وزورا أن يبحثوا عن خلنا نقول خرم لذلك لو تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد لا يوجد شخصية مخلوق على وجه الأرض خفضت سيرته من ولادته حتى موته إلا محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام حن أحيانا مضيع تقول الله قبل عشرين سنة والله ما ديش كنت أسوي أذكر والله لكن سيرة محمد محفوظة منذ أن ولدته أمه وحتى توفاه ربه صلى الله على محمد ولذلك يبغون قصة هي نزلت للسورة في مكة وقريش قاعدة تقول الميد الرسول كذاب كذاب شاعر ويريدون يثبتون هذا الفرية والكذبة بس ما صدق بعض القراشيين ما صدقوا أنه كذاب لأنهم كان يقول عنه أنه الصادق الصادق الأمين قبل الهجرة أو قبل البعثة فقالوا نبغى نجيب دليل دامغ حجة وثيقة سرية في زعمهم تثبت أن محمد كذاب فأرسلوا اثنين النظر ابن الحارفة وعقبة بن أبي معيد قالوا تعالوا أنتم أصحاب المهمة الصعبة تروحون إلى اليهود أحبار اليهود نرسلكم لهم وتسألونهم يعطونكم شيء لا يمكن يعرفه نبي في كتبهم ووثائقهم السرية حتى نختبر صدق هذا الرجل أنه نبي أو غير نبي راحوا المندوبين السفراء الاثنين النظر وعقبة وذهبوا إلى أحبار اليهود قالوا عطونا شيء نقدر نحج فيه محمد نقول له كذاب فجلسوا يفكرون قال لو طلعنا له شيء نسأل عن شيء في التوراة قد يكون بلغها الخبر وفي الإنجيل قد يكون بلغها الخبر فحنا لازم ندور له شيء لم يكن لا في التوراة ولا في غيرها من الكتب السماوية القصة هذه حدثت بعد عيسى عليه السلام 150 سنة بعد ميلاد المسيح فأكيد ليست في التوراة قصة لا يعرفها إلا عدد بسيط جدا ومنهم الأحبار هذول والرهبان فقالوا اذهبوا إلى محمد واسألوه سؤالين صلى الله عليه وسلم حننا اتفقنا أن نصلي عليه كل ما سمعنا اسمه فصلى الله على محمد قال اسألوه سؤالين فقط السؤال الأول فيه شباب فيما مضى اختفوا كم عددهم واختفوا كم سنة بس نبغى إجابة على هذه السؤالين فجول النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد نصدقك إن أجبتنا على سؤالين اثنين فتية أو شباب مروا على وجه الدنيا هؤلاء اختفوا فجأة كم عددهم وكم سنة اختفوا فالرسول عليه السلام ما يعرف القصة وهذا يدل على صدقه أيضا أنه نبي فقال النبي أعطوني مهلة إلى غدا بكرة بكرة جاء أقول لكم الخطر جاء من بكرة فكان النبي يتوقع أنه بينزل عليه الوحي لكنه ما قال إن شاء الله ما نزل الوحي اجتمعوا كفار قريش ها هوين الإجابة قال ما جاءني وحي أعطوني بكرة وخمسة عشر ليلة حتى الليلة الأخيرة قال غدا إن شاء الله أعطيكم الخطر ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ونزل جبريل وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء النبي عليه الصلاة والسلام فلما أقبل على أولئك قال أم حسبتم أم أصحاب الكهف والرقييم كانوا من آياتنا عجبا إذا لم يجاوبهم قم يبغون إجابتين محددة إذ أول فتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحجبين أحصى أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى حتى قال الله جل وعلا ولبثوا في كهفهم كم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسحة نزل روسو بالأحبار طيب هذه الإجابة الأولى مجزوم بالمدة ثلاثمائة وتسع سنوات لكن يوم جاء عند العدد فقال الله تبارك وتعالى أربعة أو كم عددهم ثلاثة رابعهم كلبهم خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ثم قال سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلموا بعدتهم ما يعلمهم إلا قليلا ليش ما عطاهم عدد محسوبة ليش لأن نفس الأحبار مشككين هم ثلاثة أربعة سبعة فجتهم الإجابة حتى على نفس تفكيرهم هم وهذه من بلاغة القرآن وصدق نبوته الله قادر يقول يا محمد هم سبعة انتهينا لكن انتم تقولون ثلاثة رابعهم كلبهم خمسة سادسهم عطاهم نفس الذي يفكرون فيه ونفس المعلومات التي لديهم ثلاثمائة وتسع سنوات هذا تحدي ويأتي هذا يقول عبد الله بن العباس طبعا هذا منهج علمي منهج علمي أن تناقش وتحاول الطرف بما نديهم المعلومات ولذلك عبد الله بن عباس يقول الله يقول وما يعلمهم إيش إلا قليل والله إني من هؤلاء القليل إن عددهم سبعة عددهم سبعة هؤلاء الفتية مع هذا العدد لما بلغ الخبر لهم طبعا القصة بالمناسبة يعرفها كل العالم يعني جميع الديانات يعرفون قصة الكهف الديانة النصرانية واليهودية بل حتى الديانات الأرضية البوذية وغيرها يعرفون مع ليش في المصطلحات يمكن في الإنجليزي يقولون سيفن سيلفرس أو كذا لو كتبتها الآن في جوجل تطلح الكميات من الصفحات بلغات متعددة كلها عن قصة أصحاب الكهف الشباب الذين ناموا أو اختفوا ومع ذلك تكلمون عنها ليش؟ من حكمة الله لأن الصورة هذه وبيجي الكلام تتكلم عن البعث والنشور ردا على الماديين اللي ينكرون البعث والنشور في كل الديانات ما حد يقدر يقول ما وصلني الخبرة وهذه السورة تثبت هذا الكلام في آخر سورة الكهف كلها تتحدث عن ذلك كله وهذه كما قلنا من دلائل النبوة أهل الكهف عددهم سبعة غير أنبياء ولا صحابة يعني ليسوا أتباع مباشرين الأنبياء ومع ذلك اسمعوا قصتهم هذه للشباب عشان ما يجينا أحد يقول والله يا أخي أنتم تكلمون عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وهؤلاء الله سبحانه وتعالى أعطاهم خاصية معينة ولو لكن نقول تعالوا لشباب عاديين وانظر إلى ماذا فعلوا استطاعوا تغيير الأرض غيروا الأرض والله جل وعلا بقدرته ومشيئته وتقديره في سابق علمه غير نواميس الكون تجري مع وجهة هؤلاء الشباب الذين حملوا هذا الهم لأنهم قاموا الله يقول إذ قاموا فقالوا هبوا هبت القيام الحقيقية ما كانوا ناس كما يقار رخوين ولا يعرفون معنى الانتصار وهدى الناس وهدايتهم إلى الحق القصة طويلة والله يعيننا على الوقت نحاول نختصرها أكيد طويلة ثلاثمية وتسع سنين لازم تكون طويلة لأنها ثلاثمية وتسع سنوات طويلة لكن تقدم معي ثلاثمية وتسع سنوات في المسجل حتى ننتهي منها هي طويلة سنختصر لكن نقف على المفاتيح المعالم التي بدأت القصة بعد المسيح بمئة وخمسين سنة وناموا ثلاثمية وتسع سنوات وصحوا أربعمية وخمسين أربعمية وتسع وخمسين جت في النص بالضبط يعني ملت ما بين عيسى عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم القصة دي ما أخذ الجو هذا الوقت هذا الوقت بين المسيح وبين النبي صلى الله عليه وسلم طيب الشباب هؤلاء طبعا أتباع للمسيح على دين المسيح دين سماوي قبل أن يحرف طبعا وكانوا من أتباعه عيسى عليه السلام معقولة هذه لفتة مهمة القرآن يتكلم على غير يثني على ناس غير المسلمين يعني غير أمة الإسلام من أمة محمد هو أذنى على أتباع عيسى على التوحيد الحق قبل التحريف وقبل الكفر والشرك نعم دين دين عدل وينصف هؤلاء لكن عشان تتوازن الأمور نبه في بداية السورة على المسيحيين أو النصارى الذين قالوا إن الله اتخذ ايش اتخذ ولدا أول السورة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ينذر ببأسا شديدا من لدنه وينذر الذين قالوا لماذا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم ممنوع ولذلك هذه الموازنة أنا أعدل نعم مدام موحدا مؤمنا حتى للكم من أمة محمد نذكره بالعدل لكن نحذر حنما نقصد المنحرف المشرك الذي قال ابتعالى الله أن الله اتخذ ولدا وهذا هو التوحيد والميزان الذي ينبغي أن نكون عليه أيضا فيها رسالة ثانية هذه من الوصايا الرسول جالس يثني على من كان قبله صلى الله عليه وسلم نعم يعني الأنبياء إخوان والنبي يقول إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيت جميل البيت وبقيت لبنة قال ما أجمل هذا البيت لو أكملت هذه اللبنة قال وأنا هذه اللبنة صلى الله عليه وسلم دين دين البناء حن بعضنا اليوم يجي مدير بعد مدير قبله فيهدم ما بناه المدير الأول ويدخل فيه مكان وقف فيه أخوه وزرع وحصد وأنتج فيهدم المكان قبله حسدا من عندي أنفسه الأنبياء لا النبي صلى الله عليه وسلم يكمل ما بناه إخوانه الأنبياء كل المدعون لعيش إلى لا إله إلا الله إلى توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى ولذلك الشباب فتية وصغار وفيه بلد مظلمة بالكفر والظلم والشرك البلد مليان ظلم وكان الواحد إذا قال لا إله إلا الله يقتل الامبراطور الحاكم الملك بقيانوس هذا ظالم وأي واحد يسمع أنه يقول لا إله إلا الله ما فيه إلا قطع روس وكانت الناس تخاف من ظلمه وبطشه وقهره وبأسه الشديد كان باقي واحد من أتباع المسيح هو يبحث عنه كبار أي رجل كبير كان مؤمن بالمسيح يقول يذبحوه وكان في واحد مختفي وأعماها الله عن الشباب الصغار الشباب عماد إذا استطعنا أن نزرع فيهم الحق والخير والهدى بس بشرق بالاعتدال والمنهج والدليل والكتاب والسنة هل نقولها لعيالي اليوم هل نحبكم ونفرح بكم في المساجد بيوت الله ما تخرج إلا خير وصلاح وهدى ونور وتوفيق لكن نحذرهم أنه ما يسلك مسالك المنحرفين فكرا ما كنا نتصور في يوم من الأيام أننا نشوف رجل يقتل أبوه ويقتل عمه ويقتل خاله ويفجر في مسلمين في مسجد أبدا هؤلاء ليسوا أبنائنا هؤلاء فكرهم ليس منا ديننا لا ديننا دين وسط دين اعتدال وهو دين عزة واعتزاز وقوة لكن بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم الشباب هذولي مثال لهذه النقطة بقيانوس يقتل في الناس وفيه شايب كبير من الأحبار والرهبان الموحدين كان يتقنص يأخذ معروف يتقنص عندكم تمام الحمد لله وكان يأخذ الشباب الصغار ويعطيهم معنى لا إله إلا الله هو حاس أنه بيمقتل وبيموت لكن يحاول يوصل رسالته وأقولها لنا جميعا ترك كلنا دعاث الحق لا تظن أنه يلبس المشلح ويقعد على الكرسي ولا لازم يجيك الشيخ عدنان ولا إمام الحرم هؤلاء خير وبركة لكن أدي ما تستطيع في بيتك لا تتحدث بما لا تعلم ونعوذ بالله أن ندعو لهذا لكن تكون داعية بسلوكك بأخلاقك بكلامك بتربيتك بتعاملك بصدقك بأمانتك وإن استطعت بكلمتك وموعظتك ومحاضرتك وكتابك وتدريسك في الجامعة الداعية بعض الناس عنده خير ويكبر سنة وهو ما قدم للأمة شيء مصيبة مصيبة أن يموت الإنسان ما لها أثر تخيلوا معي مع أن الناس ما يحبون الموت بس مو بتفاول بالشر عليكم لو فلان من الناس مات أنا أنا مات خلاص ورفعت على النعش والناس تمشي خلف جنازتك أقول تخيل أنك تسمع واحد يقول والله ذا الرجل حليل جاء وراح ما فكر له نفسه وعياله جمع ذا الدراهم وكد العياله وراح لا قيمة في سبحان الله صفر على الشمال هل تفرق معك حينما يقال الله يغفر له ما أعظم أثرها على الناس سبحان الله العظيم نصح وجه دعى بنى مسجد كفى الأيتام رعى فقراء أدى عملا مبارك هذا الإحساس ينبغي أن يكون مليء في قلبك لا تكن صفرا على الشمال يجب أن يكون لك بصمة حثر قبل موتك حتى تحسب لك وتأتي يوم القيامة وعندك بالحسنات الشيء الكثير المهم الملك وصل لغجل هذا الكبير في السن بعد ما بلغ له ستة سبعة أشخاص فقتله الشباب اختفوا وسكتوا ما أظهروا إيمانهم خوف كما قال الله عن مؤمن آل فرعون أنه كان يكتم ويش يكتم إيمانه ما يقدر إذا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اختفى في دار الأرقم في بداية بعثته لأن لأن نشر أنه مؤمن معناته قتلك ونهايتك فهؤلاء الشباب عندهم يوم البلد تجتمع فيه طبعا هم سخروا أنفسهم في إيش سخروا أنفسهم في خدمة الناس قالوا عندنا خطة فكرة نروح نخدم الناس يقول الشاعر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم وفطالما استعبد الإحسان إنسان فقالوا نروح للناس يدخلون في مزارعهم يحرثون معه يجيبون له أكرمكم الله بقر أو ثور يحرث به مزرعته يعطون الفقير يساعدون في عمله حتى كسبوا قلوب الناس لكنهم مبعد نطقوا بالإيمان لما شعروا جواسيس الملك أن هؤلاء الشباب شعروا بهم أنهم ممكن كما يقال هم طبعا قبل ذلك اجتمعوا في يوم عيد الملك بقيانوس هذا يجتمعون البلد أو القرية في السنة مرة عيد لهم فيوم جو شافوا منكرات عبادة لغير الله وبعض المنكرات الكبيرة والكبائر ما تحملوا أول علامة تبغى تعرف فيها إيمانك اعرف نفسك كيف تتقبل الخطأ والمنكر أو لا تتقبلها فيوم شافوا الخطأ والمنكر والشرك الأول سحب نفسه وراح جلس عند شجرة بعيدة على بعد ما يعرفون بعض إلى الآن الثاني سحب نفسه وعندها الشجرة والثالث والرابع الخامس السادس السابع فجلسوا تحت هذه الشجرة طبعا وهم قد تقابلوا لكنهم خايفين من بعض الجواسيس كثيرين ولو بلغ الملك في أحد مؤمن معنا تموت والكثرة كما يقال تغلب الشجاعة فجلسوا ساكتي لناظرهم في بعض طيب وبعدين قالوا واحد لهم ما الذي جمعكم أنا جعلني الذي جعلني أترك هؤلاء أمرا في نفسي فهل فهمتموه فهم كلهم عندهم الإيمان والتوحيد قال واحد نخبرك بس نتفق أن ماحد يخبر عننا يعني الكلام بيننا شري فقالنا أنا آمنت بالله وأشهد أن لا إله إلا الله قالوا كلهم نحن كذلك هؤلاء لما اتفقوا يا جماعة الله جل وعلا وصف حالهم الصحبة يا شباب قل لي من تصاحب أقول لك قدر ثباتك وإيمانك هذا هيدوكس مغطي على أشخاص هؤلاء الصحبة الله تكلم عن الصحبة وهذا للشباب مهمة الصحبة يجب أن يفهم يا جماعة يا آباء يا أولياء الأمور يا معلمون يا من لكم باب في تربية الجيل صحبة الشباب مهمة الله يقول أصحاب الكهف ويقول الله للنبي اصبر نفسك مع الذين ايش يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الصحبة دليل خير إذا كانت على خير ودليل شر إذا كانت ولا حول ولا قوة إلا بالله على شر الله يقول إذ قاموا قاموا القيام منذ أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم والله يأمره به أمره أن يقوم ابتداء فيصلي يا أيها المزم ليش قم قم الليل اللي قليلا هذا لنفسك وفي النهار يا أيها المدثر قم فأنذر ويقول له الله جل وعلا فإذا فرغت فانصر فرغ من إيش النبي يفرغ من إيش إذا فرغت من أمتك من قضاياها من الجهاد من تخطيط للرسالة من نشر الدعوة ما فرغ من بلاستيشن ولا ضياع عوقات في استراحات ولا في مقاي ولا في مناسبات ليس لها أساس إذا فرغت من قضايا الأمة والرسالة والوحي فانصر قم عندما نتوقعنا فإذا فرغت تعبان نم ارتح لا فانصر وإلى ربك فارغم ليش إنا سنلقي عليك إيش قولا ثقيدا يقول العلماء لا يتحمل القول الثقيد والإيمان العميق إلا صاحب قيام الليل اللي يقوم ينصب قدميه في آخر الليل في جوف الليل لا يعلم ولا يراه إلا الله جل في علاه هذا يعان بإذن الله على كل أمر ثقيل ولذلك قاموا قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إيش إله لقد قلنا إذا انشططا هؤلاء قومنا خايفين على الناس خايفين على أمتهم من مننا اليوم يحمل هم من أمة من مننا يحمل هم يا رجل خل الأمة معلس خل المفتي الله يوفقها وعلماء الأجل لا يحميون همها والعمة والكبار من مننا يحمل هم الحيين كنا بعد كبير الشقة اللي نساكن فيها يا رجل من مننا يصد بنفسه الفتنة عن نفسه من من مننا وهؤلاء يحميون هم أمهم وتنتصر أمم على أيدي على أيدي هؤلاء مثل صاحب قصة ياسين الله سبحانه وتعالى اللي يقلنا وجاء من أقصى المدينة يش رجل يسعى الله بعث فيهم اثنين أنبياء وعززنا بثالث يعني وش وش فائدة هل المؤمن هذا مع وجود ثلاث أنبياء لكنه الهم الذي رفع التوحيد الذي جعله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين يأمرهم باتباع الحق ويوم قتل المفروض خاص دخل الجنة وانتهى الموضوع يوم دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون يا ليت من شغل النبي بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين هذا الاهت يا جماعة يا جماعة هدهد نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود نملة نملة خافت على قومها نملة وهدهد جئتك من سبأ بنبأ يقين ارتعد الهدهد لانه شاف شرك وجد امرأة تسجد للشمس من دون الله يوم قال ولها عرش عظيم تذكر عرش رب العالمين وخينا فيه سجدة فلله يسجد من في السماوات حتى ختم الله رب العرش العظيم كان يستغفر استغفر الله يا رب عرشها عظيم لكن عرشك اعظم يا ليت عندنا هداهد مثل العدود الله يكثر الهداهد التي تدعو الى التوحيد اهده الطير ويدخل سبأ سبأ وكانت الله وصفها جنتان عن يمين وشمال جنة الطير المهرض يروح للبيئة حقته الاشجار الخضرة والنهر والماء لكن الذي لفت نظرا له بالجمال وله بالمنظر وله بالشلالات ولا الاشجار لفت نظره الشرك الذي اغاضه وجعله جاء مباشرة ولذلك انا اقول هؤلاء الشباب كانت كان همهم ان يهدوا امتهم الصحبة للشباب اقولها خاصة يأثر على ثلاثة الشيء في حياتك تؤثر على علاقتك بربك واحفظها عني وتؤثر على علاقتك باهلك ومجتمعك وتؤثر على مستقبلك سواء الدنيوي او الاخروي قطعا يتأثر الانسان بذلك ثم تصف الايات ذلك المشهد لان همهم التوحيد يا جماعة انتم تشعرون بقيمة لا اله الا الله قيمة التوحيد ترحمنا لاننا عشنا مسلمين ونشأنا في بين ابوين وكنف ابوين على الفطرة والتوحيد اللي مروا في اسألوا من اسلم من اخواني اللي دخلوا في الاسلام حن في بلادنا هذه وللحمد للمنه عندنا مكاتب الجاليات يعلن بالعشرات في كل يوم في انحاء هذه البلاد من الشرق والغرب اسألوه كيف كنت وكيف اصبحت بعد ان قال لا اله الا الله رددوها وانتم مقتنعين بها وعلى فكرة ترى تشفع لنا يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم صاحب هذا المنبر عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يشفع لكل من قال لا اله الا الله في صحيح البخاري من حديث ابي هوي رضي الله عنه قال يا رسول الله من احق الناس بصحابتك او بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه قلوا لا اله الا الله ضمنتم شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم هذا الايمان ولذلك هم كانوا يرددوا في نفوسهم ويتردد في قلوبهم هذه الكلمة لا اله الا الله وفي حرقة لها لقد قلنا اذا انشططا لان امرأهم على باطل فارادوا ان يكونوا ان يكونوا على الحق ساعدوا الناس وكسبوهم من باب المساعدة ادخلوا في مزارعهم في بيوتهم يساعدون هذا في مزرعتهم وهذا في بيتهم احبوهم الناس وطبيعة البشر تحشل لها تحبوه وكما اسلفت احسن الى الناس تستعبد قلوبهم وفطالما استعبد الاحسان انسان فكسبوا الناس بدأ يوصل للملك خبر ان في شباب نشك ان عندهم ريحة توحيد وايمان قال جيبوهم لي وقامت الدنيا ولا قعدت وارتفع صوته وعلى صراخه ودوت الدنيا على جان سبعة تخيلتوا كم عمارهم يا جماعة ابغاكم تخيلون سبعة طعشر سنة وجايا خبر ان الملك يقول جيبوه حي ولا ميت وش بيسوي صغار هذا في تقديرنا اجتمعوا وهم يعرفون ان الموضوع ولاحظوا معهم ولد عم الملك من جملتهم ولد عم الملك ومعهم راعي ولذلك جاء قصة الكلب اكرمكم الله ومعهم كلب مع الراعي الكلب ذكرها الله معهم عشان صحبته طيبة ثلاثة رابعهم كلبهم خمسة سادسهم كلبهم الله فضله وخصه بالذكر لانه مع ناس طيبين وهو كلب اكرمكم الله هنا لما بلغ اولئك الخبر وسمعوا ان الملك علم بهم خلاص ما في اختيار صعب عندهم ثلاث خيارات ان نرجع ونقول كفرنا بالله وقال اعوذ بالله كيف نرتد بالله ما نرتد لو تقطع رؤوسه الخيار الثاني انهم يفرون وهذا خيار صحب شباب لا مال ولا مأوى ولا يعرفون احد او ندخل ونواجه الملك ونضربه بالعنف ونتقابل حنياه اللي يصير يصير لا الاولى ولا الاخيرة واختاروا الثانية انهم يفروا هذا الفرار طبعا مو بخوف هذا الاختفاء لبقاء الرسالة الاعتزال هذا ليس البعد عن الناس لا النبي صلى الله ان تخالط الناس وتصبر على اداهم خير من ان تعتزل الناس هم لكن ارادوا ان تنتشر هذه الرسالة وذهبوا قال لهم واحد تذكرون فيه كهف كنا نروح نجتمع فيه ونتشاور وش رايكم نطلع لهذا لا الكهف هذا اختلفوا طبعا المؤرخين هل هو في تركيا ولا في اليمن ولا في الاردن لكن والله وعلم انه اليدين في الاردن ويبعد عن عمان قرابة من الثمانية كيلو الى العشرة كيلو انا جرت للكهف ودخلته واي قريب من عمام في الجنوب الشرقي وسأصف لكم الان ما رأيت يعني بعيني داخل هذا الكهف والله وعلم انه هو الكهف الذي وفي منطقة تسمى الرجيب على تصحيف الرقيم وخرجوا من البلد هالعشرة كيلو هذه طيب نروح نسلم على اهلنا نودع امهاتنا ها فيه هي لحظة تحتاج ان تختار والاختيار صعب جدا 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 قالوا اذا نطلع ولما ذهبوا الى الكاف سألوا معكم شيء فلوس قالوا معنا ورقة قطعة عملة ايه الوحيدة اللي معنا لو احتجنا شيء نشتري حاجة ممكن بعدين نرسل احد اذا هدأت الامور اجيبها لهم الملك كما اخبرتكم احضروهم احياء او اموات فاخذوا انفسهم وطلعوا واتخذوا القرار يمكن يقول واحد هم رايحين خايفين اكيد خايفين واكيد كان في قلم اشتحس شيء من الوهل الاولى خوف مظلم حيات عقارب اصوات مخيفة جن هبل يطري على البال مباشرة ظلام توهان فبالتالي اصلا مجرد تقول بروح كهف ابدخ المغارة في مكان منقطع هذا خوف بحد ذاته ومع ذلك اختاروا هذا الكهف الله يقول وربطنا ايش على قلوبهم الله ربط على قلوبهم اذا ربط الله على قلبك لا تخاف الله ربط على قلب ام موسى ربط على قلبها اسأل الله ان يربط على قلبك وان يثبتك على دينه لانه اذا ربط على قلبك سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى اعطاك الراحة ان كادت لتبدي به لولا اربطنا على ايش على قلبها ولا من يعقل ام تحط ولدها في تابوت ومن التابوت في اليمن ومن اليمن تقعد تترك ما يدري هو حي ولا ميت في عقل اقبل ذلك لكن لما ربط الله على قلبها انتهى الموضوع ولجتها اربعة اوامر صعبة جدا 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 ضعيه في التابوت وين الابا اذا غبت عن عيالك يوم وش يسير فيك فما بالك الله يجيك امر يقول لك حط بنتك ولا ولدك في صندوق تابوت والتوابيت يحفظ بها الاموات ولا لحياء الاموات بمعنى انها محكمة الى درجة حتى نسمة الهوى ما تدخل فيها الاصل على اساس ما تتعفن الجثة وحط الولد في التابوت يا رب يلا حطينا في التابوت هذا التابوت افتحته وحط هي ظنت ان التابوت عندها تغطيه وتفتحه وترضع الولد ويتنفس من مشكلة يأتيها الامر الثاني ألقيه في اليم يا رب كيف ألقيه في اليم يلقى في اليم وشال تهي وختها وألقت في اليم والله ما قال ضعيه ألقيه احذفيه فألقته في اليم وشافت الموج يلعب بالتابوت خافت جاءها الامر الاصعب الثالث قال ولا تخافي حطي الخوف انا سويت حطيته في التابوت ونطلت قال ولا تخافي طيب ما راح اخاف لكن بحزن على بعده قال ولا تحزني ان رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين رجع ولا ما رجع رجع فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ايش ان وعد الله حق هذا وعد الله اذا ربط الله على قلبك لا تخاف فاللهم اربط على قلوبنا واجعلنا لا نخاف الا انت ولا نخشى الا انت ولا نستعين الا بك ولا نتوكل الا عليك فربط الله على قلوبهم ثم انطلقوا وذهبوا الى باب الكهف الله يقول لهم فأو الى الكهف تعالوا ماش معنى ان تأوي الى شيء تدخل حضن لك ثلاثة جبال ضيقة انطلقت منها انواره جبل حراء احتضن النبي وخرجت منها الرسالة النبوية وجبل ثور وهذا الكهف معقولة جبل انا مرة تكلمت عن جبل احد طولة كم سبعة كيلو تقريبا يعني ثلث ساعة يمكن عشان تدور عليه بالسيارة واتذكر حديث الرسول لما صعده ابو بكر عمر اهدى اثبت احد فان عليك نبي وشهيد وصديق وشهيدين ثم قال احد جبل يحبنا ونحبه جلست مرة انا رقيت على الجبل قلت يا جبل انت صخر وتحبنا ونحبك اذا اراد الله ان يقلب خصائص الامور احد يمنع رب العالمين الذي جعل النار بردا وسلاما من الله الذي جعل البحر يبسا لموسى من الله الذي جعل عصى موسى ثعبانا من الله الذي اأسرى بمحمد الى السماء من الله 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 اللي قال لهؤلاء فأغوا الى الكهف حضن ينشر لكم ربكم من رحمته الخوف الظلام التوهان العقارب اللي انخاف ان الكهف تكون رحمة نعم تكون رحمة جزى الله الشدائد كل خير وان كانت تغصصني بريقي وما شكري لها الا لاني عرفت بها عدوي مصديقي ثم يذهبون هؤلاء الشباب ولما جاء الايواء والاحتضام الايواء ذكر في القرآن كم مرة اربع مرات قال الله جل وعلا ألم يجدك يتيما فآوى وهذه سورة الكهف فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم وفي قصة يوسف ايش قال الله وآوى اليه ابويه وفي قصة ايضا عيسى وامة عيسى ابن مريم وجعلناه وجعلنا ابن مريم وامة ويش آية وآويناهما بربوه فالايواء من الله ولذلك نحن نقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت اذا تولاك الله يا جماعة توكلوا على الواحد الاحد توكلوا على الله اذا خرجت من بيتك وانت تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله لك اربعة اشياء وقيت هديت كفيت تنحى عنك الشيطان بس بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله دخلوا هذا الغار والغار حينما دخلوه والكهف كما قلنا مفترق طرق وظلام وهم يرون الان الكهف كان رمز الكهف رمز فقط الله ما سمها سورة اصحاب الكهف سمها سورة الكهف لان الكهف هذا باختصار باختصار تختار ايش في حال الشدة تختار الحق او الباطل تختار الهوى او الشريعة والوحي تختار رغبات نفسك والدنيا او مراد الله وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم اني بليت باربع يرمينني من نبل من قوس لها توتير ابليس والدنيا ونفسي والهوى يا رب انت على الخلاص قديره ثم دخلوا هذا الكهف انا جالس اتخيلهم الحين على بوابة الكهف وهم يقولون يا رب حنا دعونا الى دينك ودعونا الناس اليك ليش ما تمم الامر ما سوينا شيء خطأ حنا اردنا ان ننقل الناس من عبادة الخلق الى عبادة الخلق ولما دخلوا ولما دخلوا هنا كأنهم وكلوا من اسم الله الوكيل وهذه من وصية صورة الكهف لما تروح الواحد انت واحد اكتابة العدل ولله المثل اعلى يقول الكاتب العدل توكل على ايش تقول وكالة عامة يوكل على كل شيء تدري اش معنات التوكيل مع الله توقع عند الكاتب العدل صح تقول وقعت انا وكلت فلان ابن فلان يقوم عن كذا ولله المثل اعلى انت حينما تقول حسبي الله ونعم الوكيل وقعت انك وكلت الوكيل عليك سبحانه وتعالى اذا تولاك الله من يستطيع عليك اذا فوضت امرك اليه من يستطيع عليك ففوضوا اموركم الى الله اللهم اني وجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك تفوض قل حسبي الله ونعم الوكيل واجعل الله سبحانه وتعالى هو وكيلك في كل شيء ثم بعد ذلك النتيجة على الله سبحانه وتعالى النتائج على الله هم كان عندهم فكرة حلم بالمناسبة انتم بتحلمون يا شباب مو بحلم النوم هذا حلم النوم ما شاء الله بعض الناس يطلع لنا افلام وقصة رواية لا 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 بمعنى هل عندك هدف امنية تتمناها للامة كل واحد يتمنى والله يودي يكون عندي راتب فلوس وظيفة وودي يسوي كذا جزاك الله خير هذه امور شخصية والله يحققك ما تتمنى مدامة ليست حراما ولا اذنا ابغى حلم كبير كبير حلم تحلم ان يكون كبير للامة ان تكون مثل هؤلاء ادعى ربك وفي صلاتك يا رب اللهم بلغ صوتي في الافاق نأشرني الحق والسنة والهدى يا رب العالمين اسأل ربك اسأل ربك ان تكون عونة للفقراء والمساكين اسأل ربك ان تكون بابا ذريعا في سد الفتن في وجه الامة تنكر منكر بالتي احسان توجه المخطئ تفعل الامر الحسن بمراد الله ليكون عند الانسان حلما كبيرا ان يكون ان شاء الله تعالى يتحقق له في حياته الامر الاخر من خاصية الانسان الحلم التفكير الحيوانات تكرمكم الله لا تحلم الاسد يسمونه ملك الغابة صح لكن هل يستشرف المستقبل وهل يحلم وشي راح يصير له بعد عشرين سنة لا لكن من خاصية هذا الانسان ان يكون عنده هذا الحلم الكبير انت تحلم انك تبدأ من حرف الف الى الياء الحروف الابجدية لكن قدراتي ما اقدر انا يا الله اقدر من الف الى باء كثر الله خيرك ان تسوي من الف الى باء والله يتولاك من باء الى ياء الله يتولى الامر في غزوة بدر في سورة الانفال قال الله واعدوا لهم ما استطعتم ما استطعتم اللي تقدرون عليه عددكم ثلاثمية مقابلين ثلاثمية وثلاثعش مقابلين الف انتم اعدوا ما تستطيعون عليه هذه قدرتنا لكن بعد الاية هذه في سورة الانفال ماذا قال الله وما رميت ايش اذ رميت ولكن الله هرمى لانك انت عندك هم قدرتك سويتها استجبت اخرك على ما يقولون الله تولى الامر كله حتى اتمه سبحانه وتعالى هؤلاء الفتية دخلوا وقد وكلوا الرحمن سبحانه وتعالى تدرون الكهف كم مساحته ولا ما تدرون تسعين متر لكنها شقة مكيفة مفروشة حقيقة اذكر لكم بعض الاوصاف في هذا الكهف تهيأت لهم ينامون فيه ثلاثمائة وتسع سنوات نوم ترى ما هم موت نائمين الله سبحانه وتعالى جعلهم نائمون هناك ضربنا على آذانهم بس لكنهم ما ماتوا احياء اول ما تدخل الكهف تجد مكان مثل غرفة الاستقبال ثم بعدها حجرة اللي فيها قبورهم وفيها فتحة الفجوة اللي تذكرت في سورة الكهف فجوة من الفتحة هذه سبحانه الله تدخل معها الشمس وتدخل بمقدار معين وقت الشروق ما تدخل اثناء الغروب يدخل ضوء الشمس في هذا الكهف تماما من هيأها تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال وتقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه هذا الكهف كله قلت لكم ما يجي تسعين متر تصميم رباني عجيب لو في احد في ذاك الوقت يبغى يبني قصر بنفس المواصفات تهوي او شمس ما استطاع لان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وهيئه بهذا الامر الامر الثاني الشمس تدخل بمقدار معين طبعا فتحت فتحت الكهف بوابة الكهف قلنا نقول الجنوب الشرقي والله قال فأوه الى الكهف ينشر لكم ربكم ايش من رحمته اول رحمات التصميم تصميم هذا الكهف اثنين دخول الشمس والهوى بمقدار معين لان انسجت الجسد تحتاج شمس تحتاج هواء فالله جعلها الفتحة عشا استدخل بمقدار جدا جدا محدد انتم بدأتم يا اصحاب الكهف وعلينا ان نكمل لكم ما بدأتم به لان الله تعالى قال ان تنصروا الله ينصركم الفتحة ذا اللي فوق الملك طبعا سد الباب الملك جاء خبر قال لهم وانت توقعون ينحاشون يروحون قالوا اذا ما طلعوا بر البلد اقرب شي لهم الكهف والكهف مخيف قال الملك روحوا خذوا حجر وستوا فتحة الكهف عشان يموتون جوع ما درى منه السك عشان يحميهم اللي يرتب هذا من الله وسكر باب الكهف لكن فيه فجوة فتحة فوق ما درى عنه معهم اكرمكم الله الكلب اللي مع الراعي الكلب وين كان وكلبهم باسط براعيه وين وش هو الوسيط لا وكلبهم باسط براعيه بالوسيط اللي عتبت مدخل الكهف هذا هو الوسيط وبعض الناس يسأل عن الكلب اكرمكم الله هل يدخل الجنة او لا الحيوانات يوم القيام وش تسير ترابه حتى يقول الكافر يا ليتني كنت ترابه وكأن الله هيئ يعني كأن الكلب اكرمكم الله حراسة خطر ممنوع الاقتراب وهذا تهيئ رباني المكان والتصميم والفجوة والشمس تزاور عن اليمين وعن الشمال وهذا الكلب اكرمكم الله بل ومن المعجزات والآيات ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وش الهدف وش الهدف التحرك لا يقولون النايم يا سلام النايم يقولون انه يتقلب وهو نايم مبتقلب كامل حركة النايم اقل حركة يتحركها ثلاثين مرة حنا ما نحس فيها طبعا في ناس ما شاء الله يسوي على السرير مصارعة هذا طالع من الحسبة حنا نتكلم الحركة الطبيعية يتحرك ثلاثين مرة يعني الجسد يحتاج الى ثلاثين حركة لان الهيكل العظمي يضغط على العضلات عضلات الجسم وتضغط على الدم والاوردة لذلك تحس الواحد اذا نام كثير يقوم يحس احيانا مواضع من جسمه تعبانة وهذه حكمة الله يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا يتعفنون وحتى لا يصابون بما يسمونه بالمرض السريري وهنا يحتاج اذا قلنا ثلاثين مرة في اليوم كم هؤلاء تحركوا في الاسبوع كم تحركوا في الشهر كم تحركوا في السنة كم تحركوا في ثلاثمائة وتسع سنوات من الذي حركهم وقلبهم الله هم نائمون الوكيل رعاهم وكلبهم لذلك تجدون المرة في المستشفيات اللي مغمى عليه الآطبة وش يسوون بك اليوم يحركونا لانه لو جلس فترة من الزمن بمقدار معين يشير عنده مشكلة في جسده وفي عضلاته وفي اوريدته فلذلك يقلب فالله جل وعلا نومهم ثلاثمائة وتسع سنوات وكأن يقول نوم ونحن تكفل بكم ولذلك اذا نمت قل اللهم اني وجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت رهري اليك رغبة ورهبة اليك الله يتولى امرك لانك اذا نمت ما تدري ان تقوم ولا ما تقوم وقد يمسك الله روح بعض الناس هو نايم ولا تنام الا وقد قلت لا اله الا الله وسبحت وكبرت واستغفرت سبحان الله والحمد لله والله اكبر وتنام بعد ذلك حتى لو لا قدر الله قبض الانسان هو نايم قبض على التوحيد وعلى ذكر الله جل في علاه يقول الله جل وعلا لو اطلعت عليهم حط لهم كلب يحرصهم شوفوا كيف تنقل بالآية عشان ما حد يؤذيهم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا انتم نوموا انتم خايفين دخلت الكهف خايفين صح لكن انتم نايمين من خوف الناس منكم من الذي تولاهم الله انتم داخل الكهف خايفين لكن من اطلع عليكم هذه حكمة لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبة شوفوا الآية كيف جت قال لو اطلعت عليهم في سياقنا البشر يوش نقول لملئت منهم رعبة تخاف بعدين ايش تولي فرارا لكن هنا لا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا تنحاش قبل ثم ملئت منهم رعبة كل هذا تهيئ الهي رباني ينامون ويخوف الله منهم لان الله يقول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في حق المؤمن العامة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عشر كيلو الناس تبحث عنهم صدق الله عجبا عجبا قصتهم عجب ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا قصتهم لو لانها في القرآن ما صدقنا لكنه امنا وصدقنا لانه كلام رب العالمين قصة حقيقة كما سماها ربنا عجبا طيب وش حصل الان هذا جو الكهف تكلمنا مرة الكهف وش يسير اهلهم اكيد دوروا عليهم صح وفقدوهم انا كنت اليوم عند شخص بعد فات العصر ويحدثني عن السنوات مضت كنا نتكلم عن نعمة الله وعن نعمة الامن والاستقرار الله يدي معنا وعليكم نعمة الامن والاستقرار في هالبلاد وسائل بلاد المسلمين وكان يقول بعض شيباننا في القديم يطلعون ويتهيهم في الصحراء يروح سفر ولا يذهب إلى تجارة ويضيع هؤلاء لما دخلوا الكهف اهلهم جالسين يبحثون عنهم الملك الناس بدأت تقول شكل الملك خلص عليهم قتلهم لقاهم وذبحهم ولا علمنا من هذا اليوم من هاللحظة صار في نقطة ضعف عند الملك ليش بدأت الناس تقولوا الملك ليش طردهم ليش يبغى يقتلهم طيب هم ناس طيبين ساعدونا احسنوا الينا بدأوا يقولون لا الملك طردهم لانهم كانوا مؤمنين قالت ناس طيب يا سلام مؤمنين اذا دينهم حق وبدأ ينتشر الايمان بسبب حب الناس لهؤلاء الشباب عدوهم اللي كان يطاردهم بطرده لهم انا اقول تعليقا ان اصحاب الكهف نومهم كانت فائدته اكثر من قيامهم ووجودهم بين الناس اجرهم شغال والناس تدخل في الايمان على مدار الايام والسنين لكنها سنة الله الله يقدر يغير الناس في لحظة صح لكن خلاهم ثلاثمائة وتسع سنوات لا للمتعجلين النتائج مهيب عليك ان تزرع البذرة وربما يحصد ثمرها غيرك انما انت منذر بس ولكل قوم هات انت ترشد توجه ما انت بمسؤول يأتي النبي يوم القيامة معه الرهض يعني عدد قليل ويأتي النبي معه الرجل والرجلان ويأتي النبي ليس معه احد ما فيه نبي نبي تسعمائة وخمسين سنة نوح يدعو الف الا خمسين عاما قال الله جل وعلا فما امن معه الا قليل قال بعضه العلم قليل اكثر اكثر المفسرين قالوا قليل اربعطعشر شخص وقيل تسعة وقال بعضهم ثلاثة تسعمائة وخمسين سنة ونبي ويوحى اليه ويتبعها قليل انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن ما فيه اخبرها الله ما راه عادي يؤمن خلاص يا اخي ليست 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 مهمتك النتائج عليك العمل وقل اعملوا وسير الله عملكم الناس حبتهم وازدادت محبتهم اكثر والناس ام حسبتا وسووا يوم انتشر خبرهم انه مؤمنين وآمنت الناس جابت ام حسبتا ان اصحاب الكهف ايش ارفعوا صوتكم وش الرقيل وش الرقيل تقرون الكهف اه ايش لا اه الرقيم عبارة عن لوح كتبوا عليه اسماءهم رقموا اسماءهم كتبوها ولذلك المنطقة اللي فيها تسمى الرجيب او الرحيب فكتبت اسماءهم في الرقيم قيل انه من فضة وقيل انه من خشب كتبت اسماء السبعة وبدأت تعلق وقيل انها علقت امام الكهف من باب ان الناس يذكرونهم ويقولون هذول الشباب اللي كانوا سبب بعد الله في ايماننا وانتشار الحق وانتشار التوعيد بدأ الملك تقل قيمتهم حفرت اسماءهم وحبوهم الناس ولذلك انا اقول كما قال ان الله لا يضيع اجر ايش من احسن عملا وجدت في نفس السورة ترى الله لا يضيع اجر من احسن عملا حفظ الناس لان اختفاء مثير سبب عند الناس نساؤلات استفهمات واش قصتهم وكيف اختفوا ولماذا الملك كان يريد قتلهم وبدأت الهمهمة ونقل الكلام فيه جلسات والمجالس الناس يذكرونهم ويتكلمون عنهم بدأ الناس يتناقل تخيل انا اقولها للي اعمارهم في الاربعين والخمسين بعد عمر طويل ان عندك احفاد ويجي حفيدك بعد موت بعد عمر مديد على عمل صالح ان شاء الله تعالى ويقال والله جدي الله يرحمه كان يقال انه بنى مسجد وزرع خيرا وفعل طاعة كيف شعورك كيف شعورك هؤلاء بعد ثلاثمائة وتسع سنوات راح يتفاجأون كيف ان الامة اسلمت ودخلت مؤمنة في الايمان بسبب هؤلاء يا جماعة خلد اسمك ليكن لك اثر قبل موتك حتى اذا قابلت الله تبارك وتعالى وعندك من الحسنات والخير الكثير الذي والله الذي لا اله غيره انه سينفعك في يوم القيامة ان صدقت واخلصت النية لله تبارك وتعالى الملك ضعفت سلطته بقيانوس اهتزت مكانته جلس فترة ثم مات وبعدين تولى ولده ولده كان عنده شيء من الرحب رحابة الصدر هو عدل بين الناس وبدأت الناس تاخذ وضعها وانتشر الايمان ثم مات الولد وجاء ملك بعده وتتابع ملك يتله ملك حتى انتشر الايمان والتوحيد ودخل الناس في التوحيد افواجه الرقيم بدأ ينتشر بين الناس ويقولوا الناس لعيانة شفتوا السبعة ذولي تراهم كانوا محسنون وكانوا مؤمنون وكانوا طيبون وكانوا يفعلون كذا اقتدوا بهم خلوكم مثلهم وبدأ ينتشر حبهم بين الناس يقولون ان الناس يحبون اللي يضحي من اجلهم اكثر ممن يعيش من اجلهم ان تضحي للناس لانك ستعيش كبيرا وتموت كبيرا وان شاء الله تبعث كبيرا اما اللي يعيش النفسه يعيش صغير ويموت صغير واظن انه قد يبعث صغير ولذلك انا اقول الناس بدأت تذكرهم اكثر فاكثر فاكثر وانتشر ذكرهم واصبحوا هم نائمون الله سبحانه وتعالى يجعل حسناتهم تأتيهم وهم في اماكنهم طيب الان ماذا لهم ما الذي سيحصل انتشر الايمان كيف يطلعوا من الكهف في راعي مزرعة مزرعة مقابل الكهف وبالمناسبة اللي يروح هناك يشوف فيه اثار مزارع جاء يبغى يبني سور للمزرعة ونقص حجر قال للعمال عنده جيبوناها الحجر لعلى باب الكهف كسروه جيبوه لنا بعد ثلاثمائة وتسع سنوات يوم اذن الله ان يخرجوا قرأنا قبل قليل انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيه كسر الحجر فتحوا السبع ذولي ويوم فتحوا يناظروا بعض قال الله كذلك قال الله جل على وكذلك بعثناهم قاموا ثم قعدوا ليتساءلوا اسئلة كم لبيتهم دون بتخين قالوا والله يوم طولنا يوم الا بعض يوم هم متعودين امون ست ساعات هم قالوا شاكنا نمنع عشرين ساعة يوم الا بعض يوم ما هم متصورين قال شاكنا طولنا طيب جوعانين الجوع دبحنا طبيعة طلعوا معكم فلوس قالوا والله معنا هالورقة هالعملة فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعام جيبنا طعام لذيذ ايها ازكى طعاما ثم حذروه ولا يشعرن انت بتسبب ان مشاكل يحسون فيك يعني اطلع متلطم هذه متلطم من عندي طبعا لكنها بنفس الهيئة اطلع متخفي ولا يشعرن بكم احدا قال الله وليتلطف كلمة وليتلطف سورة الكهف اي جزء خمسطعاش وليتلطف جاءت في نصف القرآن بالضبط دين دين رحمة دين لطف لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله على محمد طلع هذا معه ورق الفلوس ويوم دخل يناظر الطرقات الدنيا متغيرة ثلاثمية وتسع سنوات شفتوا كيف اختصرتها لكم في ساعة وشوي ثلاثمية وتسع سنوات قال شكلي ضيعتي شكلي المكان موانا مدي دخل مكان قيلة خبازا وقال لا عطني طعام خبي نفسه ما يبغى يعرفه ويوم طلع الفلوس ناظر العملة عليها بقياه نوس قال وش ده الفلوس قال هذي فلوسي قال وين بقياه نوس ثلاثمية وتسع سنوات ميت قال انت صاحي ولا مبولي انا نايم البارح توني جايكم فالراعي الطعام هذا ظن من الولد هذا او الشاب حصل على كنز قال تعال تعال انت شكلك لاقي كنز علمني عشان نتقاسمه ولا بلغت عليك الشرطة يا ابن الحلال اي كنز انت صاحي انا فكنا لا تفرحنا انا موصى انه ولا يشعرن بكم احدا ولا تفرحني ابن الحلال فيه رجل واقف من العلماء الاحبار سمع الكلام بين صاحب الطعام قال تعال ما اسمك مش اسمك انت قال اسمي فلان قال اعطوني الرقيم جيبولي الرقيم هاللي من انتشر بيننا اسمك ايش انت معك ناس قال ايه قالوا ش اسماءهم عدد الاسماء فاذا بيهم السبعة قال يا رجل انت كيف طرعت انتم لكم ثلاثمية وتسع سنوات انتم انتشرت توحيد والايمان في الدنيا كلها بسببكم انتم ما فيه بيت اللي يحبكم يعرفكم وذكر له القصة وربع اناك في الكهف ينتظرونه يرجع يقول لا يجي معك احد ولا يشعرن بكم احدا اشويجة الدنيا كلها القرية والبلد والملك طلوا مع فتحة الكهف قال لا فضحنا مبصاحي فاقبل الناس عليهم واخبروهم بما دار ثم اراد الله تبارك وتعالى ان يموتوا مرة اخرى قال الله جل وعلا ليعلموا ان وعد الله حق شفت الوكيل اللي يتوكل على الله يكفيه ومن توكل ومن يتوكل على الله فهو حسبه اللي يعتمد على الله اعتمد على قوي الذي يلجأ الى الله لجأ الى ركن قوي عظيم نعم ولذلك لما كان هذا الامر قال الله ليعلموا ان وعد الله حق هذا امر الله التثق بالله واما الساعة ايش لا ريب فيها ولذلك تكلمت السورة عن يوم القيامة وعن البعث وعن النشور مثل ما نومنا هؤلاء الشباب والفتية ثلاثمائة وتسع سنوات ثم بعثناهم قادرون كما خلقناكم تموتون ونبعثكم مرة اخرى يوم القيامة فلا اله الا الله لا اله الا الله الذي يبعثنا ويخرجنا من قبورنا ويعلم ما في صدورنا ويعلم سرنا ونجوانا هو الله الذي لا اله غيره القصة هذه موجودة في جميع الديانات ومعروفة في جميع الدنيا والجنسيات الالمان يعرفونها واليوغسلافيين يعرفونها والصينيون يعرفونها والعرب يعرفونها ليش؟ لانها مدخل تجمع الامة على الايمان بالبعث والنشور وترد على الماديين وتخبرهم انهم اموات ابناء اموات وان الله تبارك وتعالى سوف يبعثهم ويوما نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم هل من غادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم أن لم نجعل لكم موعدة ووضع الكتاب الى اخر الايات هذا دلالة واضحة وقصة ترد على هؤلاء وغيرهم الى يوم القيامة يا جماعة عيشوا مع القرآن قالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة فاتتهم الرحمات صحوا حتى يروا ما فعلوا ثم ماتوا ليش ماتوا؟ لانه لا يمكن يعيش واحد صاحب القرن الاول مع القرن الرابع لكن الله قال قوموا لتعلموا اما وعد الله ايش؟ حق سورة الكهف اختم بوصايا سريعة وهي عنوان اللقاء هذه سورة في كتاب الله السورة تتكلم عن الفتن ذكرت السورة اربع قصص وحوت كل قصة فتنة قصة الفتية وفتنة الدين وقصة اصحاب الجنتين وفتنة الدنيا والمال وقصة موسى والخضر وفتنة العلم وقصة من؟ الملك من هو؟ ذو القرنين الذي كان يدعو الناس الى الخير والهدى فتنة السلطة عنوان السورة عنوان السورة العصمة من الفتن عشان كده نقرأها لنعتصم من فتنة الدجال الاكبر اربع فتن اللي ينجو منها في الدنيا ينجو من الفتن او الفتنة ما تركت اضر على امتي من فتنة المسيح الدجال الله يكفينا شرة وفتنة ولذلك في اخر كل صلاة تسأل ربك ايش يعصمك من فتنة النار وفتنة عذاب القبر وفتنة ايش الدجال تسأل ربك ان يكفيك شر هذه الفتنة خذوا قاعدة فائدة استفيدوها بعد كل قصة يجيك تعقيب ماذا تفعل؟ لما ذكر الله اصحاب الكهف وفتنة الدين قال الله بعدها واصبر نفسك ايش مع الذين دعونا ربهم ولما جاءت قصة المال وصاحب الجنتين قال الله واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نباتة فاصبح ياشيما تذروه الرياح الدنيا ميه بشيء وبعد فتنة العلم في قصة موسى والخضر جاء التواضع ولذلك كان يقول موسى عليه السلام في قصة مع الخضر وهو يعلم لما قال موسى انا اعلم اهل الارض قال له يخبر ان لن يسأله عن شيء بعد ذلك ثم فتنة السلطة اذكر الله تبارك وتعالى بعدها ايات الموت وايات البعث في اخر تلك السورة خلاصة الموضوع السورة يفهم منها هذه الفتن ولذلك اذا استطعت اذا استطعت ان تتعلم من سورة الكهف كثرة الحركة الدعوة الى الله وتعلم كلها انطلق وقال الله سبحانه وتعالى عن قصة موسى فلما وانطلق قال حتى ذو القرنين قال اعينوني بقوة لانه يعرف ان الجلوس وهذه والخمول يسبب الفتن لكن الحركة هو العلم والعمل والانشغال فيما ينفع ولا يضر هو خير وعصمة من الفتن ان شاء الله محرك الفتن ايش في نصف السورة ايه خمسين افتتخذونه منه الشيطان وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا اللي يحرك الفتن هذه الشيطان ولذلك يجب ان نفهم السورة بهذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم الى قيام الساعة ما من فتنة اعظم من الدجال رواه الحاكم والمسيح الدجال يفتن الناس في نفس الفتن الاربع يأتي الرجل فيما يتعلق في الدين يقول له اخر الزمان انا ربك قال انت ربي كيف قال انا احيي واميت تبغاني احيي لكم امك ولا ابوك فبقدرة الله يحيي له اباه او امه فيكفر الرجل لانه ما رأى العلامة هذه فتنة في الدين ويأتي الرجل في المال يقول له مزرعتك ماتت تبغاني اأمر السماء ان تمطر فتمطر والارض ان تنبت فتمبت وتؤمن به قال يالله فيأمر السماء فتمطر والارض فتمبت فيؤمن به الرجل يكفر بالله والفتنة الثالثة فتنة العلم لانه يعطيه معلومات غيبية الله جلعا اطلعها عليه فيفتن ذاك وفتنة السلطة لانه يجوب الارض في اربعين ليلة كما جاء في الحديث فيكون له قوة وسلطة فيفتن به من فتن الا من ثبته الله الله يثبتنا وياكم على القول الثابت اخيرا ايها لحبة الكرام من اراد ان يعصم من الفتن فعليه ان يصبر نفسه مع الذين ايش يدعون رب والله اني اهنيكم اهل المدينة اشكرك يا شيخ عدنان واشكر الشيخ فهد واشكر اهل طيبة حرصكم على الانصات والحضور والصبر على مجالس الخير مو بلي اجل المتحدث انا ضعيف واشكو ضعفي وحالي الى الله والله يغفر لي ما لا تعلمون لكن اعلم ان ما دفعكم الا الايمان الله يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ايش وجهه ونحسبكم ان شاء الله تعالى ممن اراد وجه الله قل هل ننبئكم قالوا ننبئكم بالاخسرين ايش احمالا الذين ظل سعيوا في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اخيرا من كان يرجو لقاء ربه ايش قل يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادتي ربه احدا مستويات الدعوة في السورة ملك يدعو قومه وشباب يدعون امتهم وطالب او اقل مما كانت موسى الخضر ويدعو نبي حركة دعوية غريبة الجميع تقبلها والناس كلهم دعاة بموجب هذه السورة والعاصم من الفتن هذا الكتاب اعطني المصحف لا سنة هذا القرآن من اراد ان يعصمه الله من الفتن لما قالوا الصحابة ومن المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله وسنتي ولذلك السورة بدأت بالقرآن وختمت بالقرآن الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب هذا هو ولم يجعل له ايش احمدوا الله كتابكم هذا ما في عوج كتاب فصلت اياته كتاب يهدير التي هي اقوم هذا الكلام الذي اذا قرأناه نكلم الله تعالى الله جل في علاه هذا كلام الله حينما تخلو بنفسك فانت تخاطب ربك وتأنس بالله لا يمكن ان تنجو الامة الا بهذا باتباعه بتطبيقه بتحكيمه الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ويختم السورة نفسها بالقرآن قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر في اخر السورة قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدد العصمة الحقيقية من الفتن والثبات على الدين هو ان تتبع منهج الحق منهج الاسلام منهج الدين ان نجعل القرآن نبراسا لنا منهجا لنا دستورا لنا القرآن لا نريده فقط يقرأ تلاوة وان كانت هذه عبادة ان يتدبر ويفهم ويطبق فالله لو وضع آية واحكم بين الناس بالعدل على المحاكم محتجنا الى قرات ولو وضعت آية واذا مرتبه ويشفين في المستشفيات لسفي المرضى بحول الله جل في علا او آمنوا بما كتب الله لهم ولو طبق الزوجين بينهما ولا تنسوا الفضل بينكم محتجنا مصلحين وقس ذلك في حياتك كلها لو طبق الساسة والحكام كتاب الله لقام العدل واتزنت الامور في الدنيا كلها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل ما قلنا وسمعنا وتكلمنا به شاهدا لنا لا علينا يا رب العالمين اللهم إننا نسألك في هذه الساعة الكريمة وفي مدينة رسولك صلى الله عليه وآله وسلم وفي حدود الحرم وفي هذا المسجد المبارك مع هؤلاء المباركون الطيبون في بيت من بيوتك يا رب إنك تعلم حوائجهم فقلها يا رب إنك تعلم رغباتهم فحققها يا رب إنك تعلم همومهم فنفسها يا رب العالمين يا رب إنك تعلم ما في صدورهم وما يؤلمهم اللهم ارحمهم رحمة من عندك يا رب العالمين يا رب إن بينهم عيون دامعة دمعت من خوف أو من هم أو من حزن أو من حسرة اللهم امسح دموعهم بلطفك اللهم امسح دموعهم بلطفك اللهم إن بيننا رجالا ونساء تعلم حالهم اللهم من كان بينه وبين زوجه من الإشكال والمشاحنة اللهم ألف بين قلوبهما اللهم ألف بين قلوب الأزواج اللهم إنك تعلم أن بيننا آباء مكلومين من أبنائهم اللهم حقق لهم صلاحا في ذرياتهم يا رب العالمين اللهم إنك ترانا وتعلم سرنا ونجوانا اجتمعنا في هذا البيت من كل الجنسيات لم يجمعنا إلا لا إله إلا الله ومحبة فيك وعلى سنة رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم إننا نسألك أن تجمع كلمة الإسلام والمسلمين اللهم اجمع كلمة الإسلام والمسلمين اللهم يا ربنا بنا نشكو إليك حال إخواننا في أرض الشام اللهم إنه لا يعلم بحالهم إلا أنت ولا يعلم بجوعهم سواك يا رب من يطعم الجوع إلا أنت يا رب من يسق العطشى سواك يا رب من يأوي المطرودين إلا أنت يا رب يا رب يا رب من يحمي أعراض المسلمات إلا أنت يا رب من لليتام إلا أنت يا رب طال عليهم ظلم الظالمين ليس لهم الله اللهم لا حول لنا ونأب اللهم إنا في مدينة رسولك الذي نصرته يوم بدر مع قلة عدده وقلت له ما رميت إذ رميت اللهم انصر إخواننا في أرض الشام اللهم كلهم ناصرا ومؤيدا ومعينا اللهم انصر مستضعفين في كل مكان اللهم انصر في أركان وفي فلسطين وفي العراق وفي سائر بلاد المسلمين اللهم اجمع كلمة الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم اجمع كلمتهم في هذه البلاد المباركة وفي اليمن وفي مصر وفي تورس وفي المغرب وفي الهندي وفي باكستان وفي سائر بلاد المسلمين اللهم اقرى عيوننا بوحدة الإسلام والمسلمين على التوحيد والسنة اللهم يا رب انصر جنودنا المرابطين على حدودنا اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا اللهم اجزهم عنا خير الجزاء اللهم يا رب العالمين قوي عزائمهم واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم اللهم من مات منهم فتقبله في الشهداء ومن كان مريضا أو جريحا فعافيه وشافيه يا رب العالمين اللهم ردهم سالمين غانمين هذا الجلال والإكرام اللهم إنا فوضنا أمرنا إليك وأرجعنا ظهورنا إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء وأنت القوي ونحن الضعفاء وأنت الكريم ونحن البخلاء اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا مجللا نافعا غير بار اللهم سقيا رحمة اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء يا رب العالمين شكر الله لكم تم الكلام وربنا محمود راعي العلا سبحانه والجود ثم الصلاة على النبي محمد ما طار قمري وأورق عود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة افعل الخير مهما كنت واين كان حتى وان كان يظهر عليك تقصيرا او عندك وقوعا في خطأ او حرام ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلا يضيع جميلا اينما زرعه وصنايع المعروف تقي مصارع السوء حن امه اليوم ما وصبنا في العراق ولا في فلسطين ولا في افغانستان ولا وصبنا حتى باي خلل من الامور التي تصيب العمة الا ونحن لنا دور بها بمشاركتنا التي اننا لم نحترم انفسنا فوقعنا واوقعنا الامة معنا النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء اتعبت نزل عليه الوحي خاف توقع المسألة جن او مس ورجع الى خديجة زمليني دثريني قالت ما الامر فاخبرها بالذي رأى قالت والله لا يخزيك الله ابدا واش قالت لها بعدها انك لتصل الرحم وتفعل المعروف وتعين على نوائب الحق الله ما يخزيك هل رأيتم احد يصنع معروفا ويعمل صالحا يرجو به وجه ربه فيخذل كلا اصنع المعروف اينما كان في اسمين من اسماء الله تأملوا فيها الديان والاسم الثاني الشكور وش معنى الديان الديان الذي لا يضيع عملا لك ابدا سواء خير ولا شر فمن يعمل نثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل نثقال ذرة شرا يرى وما اكرم الشاب يقول نفس الامر ما اكرم الشابا شيخا لسنه الا قيض الله له عند كبيره من يفعل له ذلك والحديد عند الترمنية كان ابو سفيان قبل اسلامه ابو سفيان طبعا زوجته هند بنت عثبة هند بنت عثبة اسلمت قبله وابو سفيان لما اراد الاسلام ما اسلم في البداية مع ان الاسلام عرض عليه مرارا لكن حصل موقف منه رأى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تمشي في سكك مكة ثم سقطت فاطمة في الارض ولما سقطت مر عليها وهو ليس بمسلم فرفعها ونفضت ترابة عنها ثم دارت الايام واذا به يدخل في الاسلام ويسلم يقول الصحابة رضوان الله عليهم والله لا نعلم سببا لاسلام يا ابي سفيان الا ذلك الموقف العمل الذي فيه خير يبقى الاسم الثاني لله الشكور والشكور هو الذي يجازي على القليل كثيرا الله لا يظلم ولا يخضم تعالى الله لا يظلم احدا ولا يخضم حق احد يعطيك حقك كما فعلته ولذلك المرأة التي فعلت ما فعلت لكنها رأت كلبا اكرمكم الله وسقط ذلك الكلب فشكر الله لها واش قال بالحديد وغفر لها غفر لها بسبب كلب رجل يمر يرى كلبا يلهث وينزل البير ويخرج خفه انعال اكرمكم الله ويملأها ماء ويعض عليها باسنانه حتى لا ينكب الماء ويصعد ويسقي الكلب وفي رواية انه كان زانيا ولكن الله شكر له وغفر له بهذا العمل الذي هو في نظر الكثير يسير جعفر ابن ابي طالب يموت ويخلف عيتاما ثم قال الرسول من يكفل ابناء جعفر فقام ثلاثة من الصحابة كلهم افقروا من جعفر لكنهم يريدون ما عند الله تبارك وتعالى الامام احمد بن حنبل يروي قصة يقول كانت امرأة تمشي في الطريق جوعانة ومعها كثرة خبز تصدق عليها ومعها الطفل يبكي تبغى تجلس في مكان الخبز يابس حتى تصب عليه ماء وتلينه فتبحث عن ظل فقالت لصبيه اجلس ابحث عن مكان واعود يقول لما محمد فذهبت الام ثم جاء لص وخطف الصبي هذا راحبة ورجعت الام ما وجدت ولدها فاخذت تولول وتبكي وتصيح وبينما هي في الطريق مر عليها رجل فقير معه طفل قال ان طفلي هذا يبكي يريد شيئا يأكله قالت اتخرت خبزة لولدي وخطف خذها تقول فما اعطيته هذا الامام احمد فما اعطيته اياه وعدت ابحث عن ولدي الا ورجع اللص الحرام هذا قال خذي هذا ولدك قالت لماذا رجعت قال خطفته ومشيت فسمعت رجل يقول اياكم وصبيان الناس فان لكم ابناء كما لهم ولكم قلوبا كما لهم يقول خذت ورجعت وليك قالت الان والله انما ارجعه الرغيف الذي كان نحسبه لله وان العمل الصالح اليوم بعض الناس تقول اجلس في مسجد نصف ساعة تسمع كلمة او محاضرة كأنك تجلس عليه جبالا لكن خله يروح المناسبة او زواج او لقاء ربما فيه حتى احيانا مكروها وحراما فتجد الساعات الطويلة تمر عليه ولا يلتفت ولا ينتبه لها ولا يقف عندها الرسول في الحديث الصحيح يقول رجل سمعت صوتا في السماء الحديث الصحيح يقول فالتفت فاذا بشحابة يقول يا سحابة اذهبي وانطري على ارض فلان من فلان يقول فتبعت السحابة حتى وقفت على حديقة رجل والله ما نزل عن يمين حديقته ولا شمالها قطرة صب على مزرعتها بس يقول فلما نزل المطر راحت السحابة اتيت الى صاحب المزرعة قلت ما شأنك وشنت وماذا تصنع قال هذه مزرعة اذا حصدتها وزيعها ثلاثة ثلاثة ثلاث لي ولأهلي وثلاث للفقراء وثلاث اعيده فيها قال والله انما جاءت كالسحابة بسبب ذلك الثلث لان العمل لله تبارك وتعالى يا اجمعة الخير ترى المسألة تركع وتسجد بس لا الله يقول اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وسكت قال وفعلوا الخير لعلكم تفلحون سجود وركوع وعبادة وفعل خير ولعلك اساك ان تكون مفلحا ليش الرسول يقول امسح على رأس اليتيم ترقق قلبك عثمان بن طلحة كافر يقول عرض علي النبي الاسلام ستين مرة والحديث في البخاري يقول عرض علي الاسلام ستين مرة فما اسلمت يقول وكنت امشي في سكك مكة شبها العمل خير فرأيت ام سلمة ام سلمة لتزوجها الرسول بعد وفاة زوجها يقول فرأيت ام سلمة معها ولدها طفلها قلت اين تذهبين قالت اذهب الى رسول الله المدينة مهاجرة هو كافر عثمان بن طلحة قال لوحدك الحالك قالت ما الامر لوحدك اربعمية كيلو بين مكة والمدينة وتمشي على اقدامها قال لها اركبي على ظهر ناقة اوصلك هو كافر واركب على دابته راح بها حتى وقف فانزلها فعاد قال رسول الله هذا الرجل يسلم بفعله معها هذا العمل يدخل في الاسلام في يوم الايام واسلم عثمان بن طلحة رضي الله عنه ودخل في الاسلام بسبب هذا الفعل الطيب عثمان بن عثان صحابي جليل غزوة تبوك غزوة مشهودة سماها الله يوم العسرة يقف الرسول عليه الصلاة والسلام قوام ثلاثين الف من المسلمين ما عندهم شيء قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة الرسول على المنبر فوق وقام عثمان قال لك يا رسول الله مئة ناقة باقتابها وعتادها وعدتها ونزل الرسول الدرجة ثانية قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة قال لك مئتي من العبل بعتادها وعدتها قال من يجهز جيش الجنة وله العسرة قال ثلاثمائة بعتادها وعدتها قال اللهم اغفر لعثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم قال لك تسعمائة ناقة وخمسمائة علف درهم من الذهب وعشرة آلاف من الفضة انما اريد وجه الله ما راح الكلام عبث لما جاء الرسول في بئر اريس او اريسة في المدينة جالس يقول ابو موسى الاشعري بحثت عن رسول الله فما وجدته فاخبرت انه عند البئر يقول فاتيت فاذا بالرسول يتوضع فعينت نفسي عند الباب بوابة يعني من نفسي جلست عند الباب عند الصور فجاء ابو بكر يبي ادخل قال ممنوع قال من وضعك قال انا وضعت نفسي لا تدخل حتى استأذن لك رسول الله وراح قال يا رسول الله اني اتيت ورأيتك تتوضع على البئر فقلت اقف احرسك وايدها الرسول والان جاء ابو بكر يريد الدخل عليك اذن له قال اذن له وابلغه السلام وبشره بالجنة وطلع يقول لك رسول الله يقرئك السلام ويقول ادخل ويبشرك بالجنة يقول ابو موسى ورأيت ابو بكر دخل فالرسول جالس على البئر ادلى رجليه على البئر بهالطريقة وجلس ابو بكر على يمينه وادلى رجليه قال فخرجت فاذا بعمر جاي قال وين قال ابو رسول الله قال ممنوع ان استأذن لك استأذنت لابي بكر قال فدخلت قلت يا رسول الله ان عمر يستأذن في الدخول عليك قال اخرج لعمر وابلغه السلام واذن له وبشره بالجنة وطلع فقال ان رسول الله يقرئك السلام ويبشرك بالجنة ودخر يقول فجلس على يساره يقول ابو موسى قلت يا رب يجي اخي الدعوة توزيع جنة يا رب يمر اخي فيدخل فيبشر بالجنة يقول فخرجت فاذا بي عثمان رضي الله عنهم جميعا يقبل قال اني وليد الدخول على رسول الله قال فقلت استأذن لك يقول فدخلت على رسول الله قلت ان عثمان يستأذن قال اخرج لعثمان واقرئه مني السلام وابلغه وبشره بالجنة على بلوى تصيبه يصبر عليها يقول فخرجت فابلغت عثمان فدخل وجلس عثمان مقابل معد في مكان اليمين ابو بكر واليسار عمر فجلس امامه يقول سعيد بن مسيب رضي الله عنه قال وما اولنا ذلك الا قبورهم قبري ابو بكر وعمر بجانب قبر النبي عليه الصلاة والسلام رضي عنهما وقبر عثمان في البقيع فرضي الله عنهم جميعا وارضعهم هذا رجل يذكره ابن القيم اسمه ابو النصر الصياد ابو النصر الصياد رجل فقير ما عنده ما احتاج فما كان منه وهو يريد اكلا وشربا يقول مررت على عالم يقال له احمد ابن مسكين يقول فقلت يا احمد انني رجل كعبان فقير يقول قال لي احمد ذكر ابن القيم رحمه الله قال لي احمد تعالى معي يقول فذهبت معه فقال توضأ وصلي ركعتين عند البحر يقول فتوضأت وصليت ركعتين قال الان صد يعني ضع سمنارتك يقول فوضعتها فاصطدت سمكة قال له احمد خذ هذه السمكة وبيعها واشتر لعيالك طعاما وشرابا يقول فبعتها واشتريت لحما وحلوة فقلت والله لا يأكل ابنائي منها حتى يأكل منها الشيخ احمد هذا يقول فذهبت اليه فقلت انني اشتريت لحما وحلوة خذ منها وكل قال لو اكلنا او اطعمنا انفسنا لما اخرجنا هذه السمكة احنا نبغى هالله توكل على الله رح اطع عيالك يقول بينما انا ذاهب معي فرحان لحم حلوة فاذا بي ارى رجلا ارى امرأة ومعها طفل يبكي ويتضوران جوعا وعطشا قالت المرأة يا هذا ارحم هذا الطفل يقول انا ماسك كيس في لحم والاخر فيه حلوة واتذكر عيالي جوعة وهذه المرأة تصيح الان قلت هي الان تمر في نفس ما كنت فيه قال فقلت خذ الحلوة واخذ اللحم يقول فاخذتها وتبسم الطفل ومسحت دمعتها وانا ارى يقول عدت الى اهلي فاذا برجل يسأل عني فلما اقبلت عليه كان يقول اين ابو النصر قلت نعم قال انا رجل اعرف اباك وقد استدمت منه مالا قبل عشرين سنة ثلاثين الف درهم لكنه مات ولا اعرف له مكانا واتيتك اليوم اعطيك اياه يقول فاصبحت من اغنى اهل الارض من شدة الغنى يقول كنت ما اخرج الى الصلاة اللي ادفع الف درهم كل صلاة يقول لكن نفسي تعجبني يعني دخلني العجب يقول فنمت ليلة وبينما انا نائم رأيت في المنام انه نصب الميزان يوم القيامة يقول ولما نصب الميزان يوم القيامة نادى منادي اين ابا النصر يقول فقمت قال فسمعته يقول زنوا اعماله يقول وبدأوا يصبون اعمالي فاذا بأرى صدقاتي كلها واعمالي وحسناتي لكنها كالقطن لا قيمة لها تحتها شهوة وتحتها عجب ورياء منادي قال هل بقي له من اعماله شيء قالوا نعم بقيت رقاقتان رقاقتان يعني كي شيء اللي كان فيها اللحم بقيت رقاقتان انفقها على ام وطفلها يقول فاوتي بها فوضعت في الميزان فرجحت هي اللي كانت خالصة بس لله يقول يوم جيت ساقوم نادى منادي هل بقي شيء قال بقي دمعة الطفل والام التي مسحها يقول فوضعت الدموع فاذا بها كالبحر الهائج فقالوا هل بقي له شيء قالوا بقي له ابتسامة الصغير يوم اكل الطعام وشريب الماء قال فوضعت في ميزان فطاشت السيئات كلها ولم يبقى الا هذه الحسنات وين اعمال الخير يا جماعة الخير المسألة لله تحتاج ان نعمل الله يقول فلق تحمل عقبة العقبة كيف تتجارز قال فك رقبة او اطعام في يوم في مصغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة كيف تنجو ان لم تقدم لنفسك شيئا فلحظاتك ان لم تستغلها ذهبت قضية اخيرة اسألكم بالله هل حمدتم الله على شكره وعلى نعمه مثال مثال كم تقول في اليوم لكل الناس اذا قدم لك واحد هل منديل مش تقول له شكرا جزاك الله خير يعطيك العافية ما قصرت اشكرك حبيبي جزاك الله خير كم تقول هل الناس في اليوم كثير لكن كم مرة تحمد الله على نعمه كم مرة تشكره كم مرة تشكر الله من من لي اعطاك البصر من لي اعطاك السمع من لي اعطاك العقل ثوبك هذا الثوب اللي تلبسه وش اصل الثوب هذا وش اصله الثوب هذا لو لو لالله والله تصبح عريان الآن الثوب هذا اما قطن وإلا صوف الصوف طريقة الانعاب والقطن طريقة النبات اللي اخرجها النبات واحيها اللي بهاي من الله جل وعلا طيب ليش ما تشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة كلكم عاري حديد القدسي اللي ايش? الا من كسوته انت عريان اصلا لكن الله امتن عليك وكما سترك في الباطل ظاهر سترك في الباطل ولا يعلم بك الا الله تبارك وتعالى يا بني ادم قد انزلنا اسم بلاغة القرآن قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوعاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير الله يقول قد انزلنا فيه لبس ينزل مطر من السماء طيب كيف ينزل انزل الله الماء الذي انبت الشجر الذي خرج منه القطن وانزل الماء الذي اخرج النمج فاكلت منه البهائم التي تأخذ منه صوفها نعم اجتكرت الله تبارك وتعالى علي الخيمة هذه بيتك لتسكن من الذي يعطاك اياه دريجة باب بلك الطاولة هذه اصلها خشب لو لا خلق الله للنبات ما كانت تقول ما ابغى سكن في بيت وين تسكن في خيمة? وش اصل الخيمة? في عش ما هو اصله? اين ينتهي? كل الامر لله من قبل ومن بعد تبارك وتعالى. ولذلك الله جعل لكم من بيوجكم سكنة? الاكل? الشرب? البصر? من لا اعطاك النمعة في البصر? انت تبصر وغيرك اعمى? انت تمشي وغيرك مقعد? انت تعكل وغيرك لا يستطيع الا عن طريق الهبر? انت غني وغيرك فقير? انت عندك اطفال وغيرك عقيم? انت الذي تتحرك وغيرك لا يستطيع. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. واشكروا الله على هذه النعم. وشكر النعم لا يكون الا بامرين? الامر الاول ان يكون فيه عمل ليس كلام فقط. لان الله يقول وقول اعملوا اعملوا. اهل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وما بكم من نعمة الا من الله كل النعمة التي تتنعم بها هذا الماء. من الذي انزله? افرأيتم الماء الذي تشربون? انتم انزلتموه من المزن? ام نحن المنزلون? لو نشاء جعلناه ماذا? لو نشاء يخبرك الله تبارك وتعالى جعلناه جاجة مالح. لكن الله انشأه. وين جتها الموية منه? من الحنفية. الحنفية من وين? من الخزان. خزان من وين? من البلدية. البلدية من وين? من البحر. البحر ما الذي جاء به? رب العالمين. كلها تعود لله. ولذلك لو وقفت تنظر الى ما خلق الله. وما اعطاك الله تبارك وتعالى لو وجدت العجب العجاب طفلك الطفل الصغير من اللي يحرسه? ينام يمرض يتعب يجوع من يحرسه? انت ذا اردت ان تسقط يقول العوام العين لها حارس. يقصدون عين الانسان. وهذا صحيح كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلف هيش يحفظونه من امر الله. ولذلك نعمة الهواء. تخيلوا ان الهواء هذا يملك واحد من التجار. كيف? كيف يوزع علينا? لكن تقول تستنشق الهواء. ما هو ملك احد الا لله. ومن نعمة الله علينا فيها الهواء انك ما تحسه ولا تشوفه. هذه نعم ولم يب نعمة. اشكر الله على هذه النعم. احمدوا الله على هذه النعم. التي لا تعد ولا تحصى. انت انت من خلقك? من صورك? من ركبك? في اي صورة ما شاع ركبك? من? انا وانت كنا على شيء. اولا يذكر الانسان عنا خلقناه من قبل ولم يكن ايش? ولم يكن شيء. ما كنت شيء. ويقول الله جل وعلا. هل اتى على الانسان حينا من الدهر لم يكن ايش? شيئا مذكورا. مالك ذكر مالك اصل. ثم يخلقك الله ويكونك ويصورك ويخلقك. احمد الله على هذه النعم. اشكروه. بكثر ما تشكر الناس. يجيك واحد يقدم لك معروف ترسل رسالة. اشكرك. ما قصرت. اشكر الذي خلقك. واكبر نعمة نعمة الاسلام. جلست مع مجموعة شباب. وارجوكم رجاء باطلبكم طلب. اذا انتهت المحاضرة ورحت لبيتك. امسك ورقة. هذا طلب مني. حط قائمتين. قائمة نعم الله عليك. عددها. ما تقدر طبعا. انا اضيقوا انت عدد العمل انت عصرها. وقائمة حط المعاصر لتفعلها انت كل يوم. اسألك بالله. اذا استطعت ان تفعل ذلك. حط قائمة. الان وانت جالس. حاولت عد بعض نعم الله عليك. عد بعض النعم. وتذكر المعاصر تفعلها في حق الله تبارك وتعالى. الا نستحي من الله? الذي اعطانا كل هذا. الله يقول اعددتوا اعددتوا. نسب الامر له. لعبادي الصالحين. ما لا عين رأت. ولا اذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر. قال ما لا عين رأت. شفت التعبير البليغ. العين. لان كنت تقول والله انوحد. يقول لك واحد وين سافرت? رحت الطائف ورحت مكة ورحت جدة وشفت المشاهدة. طيب رحت الى باكستان لا ولا ما رحت لكن سمعت ان فيها اذن سمعت. انها اقل. طيب اذا ما سمعتك والله اتوقع. ولا خطر على قلب بشر. هذا الذي ما خطر هو الذي اعده الله لك في جناته جنات النعيم. النعم لا تعد ولا تحصى. قول الله جل وعلا في الحديد القدسي. اني والعنس والجن في نبأ عظيم خلقتهم ويعبدون غيري. ورزقتهم ويشكرون سواي. اتحبب اليهم بالنعم. وانا غني عنهم. ويتبغضون الي بالمعاصي. وهم فقراء الي خير اليهم نازل. وشرهم الي صاعد. هذا حال كثير من الناس. ولذلك الانسان يجب ان يكون شكرا لله. يقول الشيطان في المحاورة لما قال الله اذا فانك من المنظرين. قال ولا تجد اكثرهم ايش. شاكرين. يعني ساشغلهم عن الشكر. ان الانسان لربي لكنوت. مش معنى كنوت. يعدد المصائب بس. انا وصبت. وحصل لي. وعليه دين. اذكر نعمة واحدة طيب. امرأة تقول. قالت كنت عقي من ستة عشر سنة. ورزقني الله بمولود. واصبحت وردت هالنعمة على الناس. كالطيب باقي النعم وينها? ايوب عليه السلام لما مرض وابتلاه الله بالمرض. قالت امرأة يا ايوب ادعو الله ان يفك عنك. قال كم لنا في البلاء? قالت. قال عشر سنين. قال كم لنا في النعمة? قالت منذ خلقنا. وفي نوية عشرين سنة. قال اجعل الله ياخذ منا ما يشاء. يعني طول العمر حنا في نعمة. عشر سنوات ابتلينا ما نصبر على ما اراد الله. كما قال سليمان. هذا من فضل ربي ليبلوني. اشكر ام اكثر? ولذلك الشكر يكون بشكر نعم الله تبارك وتعالى. ان الله يحب العبد يأكل العكلة فيحمده عليها. ويسرب الشربة فيحمده عليها. لانك عبد لله تبارك وتعالى والحمد لله تملأ الميزان. اخيرا يا شباب. اولا اناشد حكام المسلمين. والقائمين على شؤون الشباب. ان يصلحوا الاعلام. والتعليم. ويزدادوا حرصا على رعاية شباب الامة. وفتيات الامة. واني اناشد اهل العلم من العلماء والمصلحين والربانيين. ان يوجهوا الامة وخصوصا شبابها. ويبين لهم الكتاب والسنة. ويقربوهم من الله تبارك وتعالى قدر الاستطاعة. وان يصدوا عن الدين العاديات. ثم اناشد اهل الكتابات. اهل الغمز واللمز. ممن يكتبون بالصحف. او ينتمون الى علمنتنا غيرها. ان يتقوا الله قبل فوات الهوان. ويعلموا انهم موقوفون ومسعولون. امام الله جل في علاه. اناشدكم ايها الاباء. والامهات. اتقوا الله في من ولاكم الله جل وعلا. رب الابناء على ما اراد الله. اناشدك ايها الشاب. يا من تحمل في نفسك قلبا طيبة. وغيرة خيرة. ان تتق الله في نفسك. وان تعيد حساباتك. واناشد اختنا الفتاة. والمرأة المباركة. ان تحتمي بحماية الدين. وتتمسك بامر ربها وشريعته. واعلموا انه كما تدينون تدانون. اخرجوا لنا امة وجيلا. يا امة الاسلام. يخدمون هذا الدين. فان في زمن كثرت فيه الفتن. بالامس القريب. نودع عالما من علماء الامة. شيخ عبدالله بن جبل رحمه الله رحمة واسعة. كما ودعنا قبله. علماء وفضلاء وربانيين. والامة اليوم تخسر كثيرا من شموعها. واقمارها. ونجومها. ومع ذلك يزداد السر في الامة. اخرجوا الامة رجالا صادقين ونساء صادقات. واعلموا ان الله مع الصادقين والصادقات. وان الله يحب بالمحسنين ومع المتقين. اسأل الله في هذه الليلة الكريمة المباركة. ان يحفظ نوائياكم من الضياع. ابن سيرين في مسجد من المساجد. ودخل ووجد غلاما لا يتجاوز عمره عشر سنوات. يقول الامام رحمه الله دخلت في المسجد. فرايت غلاما واقفا في خشوع ثام. من شدة خشوعه كأنه جذع نخلة. يقول والله لو وقفت على رأسه طير. او وقف على رأسه طير ما تحرك. من شدة الخشوع. فقال لما انتهى من صلاته. ناديت هذا الغلام. وانا اناشدكم جميعا. ما حال غلماننا. وشبابنا. وفتياتنا. واصحاب هذه الاعمار. الا من رحم الله. فاذا به يقول له تعال ابن من انت. فقال ذلك الغلام. انا ولد يتيم. ليس لي اب ولا ام. فقال له هذا الرجل اترضى ان اكون لك اب. وان اقوم بشؤونك واتولى شؤون حياتك. فقال هذا الغلام اوافق بخمسة شروط. قال وماهي. قال اما شرط الاول. هل ستطعمني اذا جعت? قال نعم اطعمك حتى تشبع. قال شرط الثاني. هل ستسقيني اذا عطشت? قال اسبيك حتى ترتوي. قال شرط الثالث. هل ستكسيني اذا عريض? قال اكسيك باجمل الثيار. قال اما الرابع. هل ستشفيني اذا مرض? قال اما المرض. فانا اقدم لك دواءا وعلاجا والله يتولى شفاك. قال اما شرط الاخير والخامس. هل ستحييني اذا مت? قال اما هذه فلا. لان الحياة والممات بيد الله. الذي لا اله غيره. فاسمعوا ماذا قال هذا الغلام. قال يا هذا. ما دمت لا تستطيع ان تشفيني اذا مرض. ولا تحييني اذا مت. اذا اتركني. لكن لمن? للذي خلقني فهو يهدين. والذي هو يطعمني ويسقيه. واذا مرضت فهو يشفيه. والذي يميتني ثم يحييه. فقال ذلك الرجل لا اله الا الله. توكل على الله فكذب الله. ان عظمة الله لا يعلمها الا هو. ولكن الله جل في علاه يدلنا على عظمته بقدر ما تتسع له العقول. وان فان عظمة الله لا يحيط بها ولا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى. وقد عرفنا الله بتعظيمه وعظمته. اسمعتم ماذا قرأ الامام? هل تعملت في القرآن الكريم? هل نظرت في الايات الباهرات? ترى عظمة الرب جل جلاله. ترى الربوبية كابلة. فسبحانه في علاه. سبحانه في علاه. نعم. وكأي من اية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. من هو الله? الله الله الله. هو الرب? هو الاله? هو الواحد? هو الاحد? هو الرحمن? هو الرحيم? هو الملك? هو القدوس? هو السلام? هو هو المؤمن هو المهيم هو العزيز هو الجفار هو المتكبر هو التواب هو الواسع هو الكريم هو العفو هو القدير هو اللطيف هو الخبير هو السميع هو المصير هو النصير هو القريب هو المجيب هو الرقيب هو الحسيب هو القوي هو الشهيد هو الحميد هو المجيد هو المحيط هو الحفير هو الحق المبين هو القهار هو الخلاق هو الفتاح هو الودود هو الغفور هو الرعوف هو الشكور هو المتعال هو المستعاد هو الوهاب هو الخفي هو الوارث هو الولي هو القائم هو القادر هو الغالب هو القائر هو البعض هو الحافظ هو المليم هو المقتدر هو الوكيل هو الكفير هو الكافي هو الأكرم هو الرزاق هو ذو القوة المتين هو غافر الذن هو قابل التوت هو الملك جل جلاله لا إله إلا الله ذلكم الله لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلاب تكتبها بكل بناني والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الأسماء كل زماني نفدت ولم تنفد بها كلماته ليس الكلام من الإله بفاني أثنت عليه الملائكة يوم قالت قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأثنت عليه الملائكة يوم قال الله وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وأثنى عليه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قال إبراهيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال إنك أنت التواب الرحيم وقال إنك أنت العزيز الحكيم وقال عيسى عليه السلام واللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء ثم قال في آخرها وارزقنا وأنت خير الرازقين وأثنى عليه المؤمنون والصالحون ووقفوا يثنون على ربهم في كل حين نوح يقول ونادى نوح الرب فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين ويعقوب قال فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين ويوسف يقول لا تذريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قال الإمام مالك ابن دينار كنت أمشي في سكك البصرة فالتقيت بشاب أسأل الله أن يهدي شباب أمتنا وأن يردهم إليه ردا جميلا فحال شباب الأمة اليوم إلا من رحم الله حال يرذى له قال فمر على شاب مستلق على ظهره في غيبوبة وإغماءة من آثار خمر شربه أجلكم الله والمسجد قال فنظر إليه على بعد فإذا بالشاب يتلفظ بكلمات لم يسمعها الإمام مالك قال فاقترب منه رحمه الله حتى وقف عنده فلما وقف الإمام مالك عند هذا الشاب فإذا به يقول الله 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 أرجوكم تأملوا في لفظ الجلالة الله تقولها في كل لحظة الله أكبر سمع الله لمن حمده سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم الله قال فلما سمعته يقولها ورأيت آثار الخمر على شفتيه خاضني ذلك حبا للفظ الجلالة يقول فأخذت قطرا أو قماشا ووضعته في ماء ثم غسلت شفتيه أرجو أن تخرج لفظ الجلالة من بين شفتين طاهرتين يقول فمسحتها ثم لما مسحتها وغسلتها قال رفعتها كفي قلت اللهم يا رب رده إليك ردا جميلا يقول فذهب قال فنمت وبينما أنا نائم فإذا بمنادي ناديني يا مالك يقول فقمت قال يا مالك فقم مهرت شفتيه من أجلنا وضحرنا قلبه من أجلك لأنه عظم الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ذلكم الله أسألك أنت كل واحد يمظر إلى نفسك لا تلتفت يمنة ولا يسرع من الذي رباك وأنت صغير ذلكم الله من الذي قواك وأنت ضعيف ذلكم الله من الذي أغناك وأنت فقير ذلكم الله من الذي وصاك وأنت غريب ذلكم الله من الذي أشبعك وأنت جائع ذلكم الله من الذي كساك وأنت عريان ذلكم الله من الذي صاحبك وأنت مسافر ذلكم الله من الذي ردك وأنت غائب ذلكم الله من الذي حملك وأنت راجل ذلكم الله من الذي أعطاك وأنت سائر وَالِكُمْ اللَّهُ